اشتركوا في القناة نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفاء للنكبة الفلسطينية نحن اليوم في بيت الحاج محمود محمد عثمان احمد ابو نضال الكائن في اربد اليوم هو الثلاثاء خمسطعش تمانية الفين وستة وهذا المشروع يهدف الى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة يجري هذه المقابلة ركان محمود وسعيد عجاوي حاج تقسم اسئلة هذه المقابلة الى قسمين القسم الاول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لاهالي قريتك قبل النكبة اما القسم الثاني فيهدف الى تكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال الانتداب البريطاني والتصدي للعصابات الصهيونية مرورا بزلزال النكبة الاليم وانتهاءا برحلة اللجوء والشتات تسمحنا نباشر باسئلة القسم الاول يا حاج نعم بدنا اسمك الرباعي الكامل اسم محمود محمد عثمان احمد محمود محمد عثمان احمد عظيم طيب مكان ميلادك يا حاج كفرقاس وتاريخ ميلادك تاريخ ميلاد 1934 او ثلاثين اسم الوالد الكامل اسم محمد محمد اسمه الكامل بدنا محمد محمد عثمان احمد اسم والدتك يا حاج الكامل اسمي رسمي اسمي ايش رسمي خضر جابر طيب حاج هل توافق على اجراء هذه المقابلة بارادتك وبرغبتك والله هي ما فيش مالة عندي الحمد لله طيب اسم قريتك يا حاج اسم قريتي نسحة لا بلدك الاصلي الاصلي كفرقاسم كفرقاسم طيب لماذا سميت بكفرقاسم يا حاج بتعرف لا والله انا يعني ولدت فيها هم نسمينها كفرقاسم وكفرقاسم هذي طبعا كل بلد في الضفة فيه لا اسم خاص كفرديك مثلا الكفر يعني هذي اسماء قديمة اسماء طبيعية نعم يعني عن ابا وجدود طيب تذكر كم كان عدد سكان القرية قبل النكبة يا حاج حوالة حدود الاربع تلاث حدود الاربع تلاث نعم طيب الى اي مدينة بتتبع قريتك يا حاج القرية بتتبع نابلس نابلس يعني هي طول كرم بس بقول بتتبع تلفيته نابلس كفرقاسم كانت اولا بس اليوم حاليا حاليا اليوم بجوز ضموها لها طول كرم نعم اما في عاهدنا احنا في عاهد الاردن يعني كانت تتبع هذي مسحة يا حاج تتبع مسحة مسحة الي انت لاجهتينها بتتبع على نابلس مسحة حاليا بس بدي كفرقاسم اللي هي انت ولدت فيها واصدك هي حسب الخالطة تتبع على طول كرم طول كرم نعم خالف طول كرم تتذكر طول كرم باي اتجاه عنكو اه يعني جهة الشمال حوالة تقريبا 20 كيلو بس عظيم طيب حاج الكفرقاسم جاي على وادي على سهل على جبل براس جبل براس جبل وعالية لا يعني متوسطة متوسطة طب تتذكر يا حاج الاودية المحيطة في القرية او اللي جايها او خلنا اقول من نص القرية او باطرافها الوديان نعم وتقريبا غربا في السهل الغرب طب هذ الجريان صيف شتاء او بس شتاء كان يجي بالشتاء بس فقط بنشف بالصيف اه طب في غير اودية ثانية اعتقد لا ما فيه او دية حوالة ديان شف القاسم نعم نعم ونواحي كفر قاسم ما في الشي الا الواد هذا اه الواد الشمالي الواد الشمالي اسمه اه اه من كفر قاسم بين كفر قاسم و كفر برا كفر برا طب يا حاج لو بدنا نحدد كفر قاسم لو بدنا نحدد كفر قاسم من الشمال شو بحدها من الشمال بحدها الواد هذا لا بدنا القرى 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 كفر برا من الشمال كفر برا اه ومن الشرق من الشرق بحدها عزون عتمة عزون عتمة عتمة ومن الجنوب من الجنوب بحدها مجل الصادق مجدل الصادق مجدل الصادق مجدل الصادق ومجدل يابا نفس الاسم لأ مجدل الصادق for one وفي مجدل ثاني ابعد Isaiah من الغرب شو بحدها يا كفرقاسم من الغرب بحدها رأس العين رأس العين طب تذكر يعني رأس العين المسافة بين رأس العين وكفرقاسم يعني بحدود سلاث كيلو اربع كيلو ولكفر برا كفر برا نصف المحجي نصف الطريقة ولعزون عتمة ولعزون عتم نصف الطريقة ومجد الصادق برضو نفس الشيء ولا اكثر مجد الصادق ابعد شوي ابعد شوي تقريبا تقريبا ست كيلو سبع كيلو طيب يا حاج كان في مستعمرات او كومبانيات في كان معذكر للجيش البريطاني نعم هذا في ارض كفر كاسي من جهة الغرب من جهة الغرب في ارض كفر كاسي يعني هم مخطئين جزء من اراضي اهل البلدة هم اختاروا بريطانيا اختارت تعمل معذكر في هناك في نفس المنطقة ما كانوا شاوروا حدا نعم خلص اختاروا اختاروا اه ليش اختاروا واحدش بكري اعملوه معذكر للجيش هذا في حرب المانية اعملوه معذكر للجيش طب تتذكر شو اله كانوا يشتغلوا نعم لانه تابع الارض تابع البلد نعم ففضلوا انه يشغلوا اولاد البلد نعم في المعذكر اربعمين فوق الاربعمين شخص في هذا المعذكر في هذا المعذكر وكان السيارات والدين هم وجبن طب شو طبيعة العمل يعني طبيعة العمل في المعذكر ما بندل شو الشغل انت ما اشتغلت فيه يعني انا ما اشتغلت فيه انا كنت جاهل المسافة بين يعني خلنا نقول مكان السكن او العمار وهذا المعذكر بعيدة السكن الجيش كان في قلب المعذكر لا انا قصب السكن انتو بيوتكو بيوت العمار بيوت اهل الكفر قاسم احنا خارجي المعذكر المعذكر منو غرب المسافة بينكو بينهم قديش تقريبا المسافة بينو بينهم حوالى اربع ثلاث كيلو اربع كيلو بس طيب يا حج كبانيات يهودية كان موجود كان بعرف ملبس ملبس من جهة الغرب من راس العين وغرب هاي اقرب ايش عليكم ملبس ورمد كان وابنبرك وتل ابيل ملبس ورمد ورمد كان ايوا وابنبرك ام البرك ايوا اخر شي تل ابيل طيب يا حج هذول كل هنجيات في غرب هذول هنجيات في غرب جنب يافا من جهة الجنوب من جهة الشماء طيب بعم اRecرب واحد عليكم ملبس اه اا اقرب التهين ملبس مثل طيب كان هناك علاقات بينكم بينهم بين سكان هذه المستوطنة عا الزمان بريطانيا نعم كنا نمارس البيع والشرع مع اليهود تجارة اه ايوا نعلم نبيعهم ونشتري مثل مثل ما تقول بريض تبن جاج قمح شعير ذرة قطين نعم مثلا الشيء اللي يطلبوا اليهود الودين هميها طيب هم كانوا بيعوكوا اشي حاج هم كانوا برضو يعطونا اللي بدنية اها يعني التجارة حد اشتغل عندهم في مزارة تجارة متبادل حد اشتغل عندهم داخل المستوطنة هاي والله قليل نادر يعني اللي كانوا يشتغلوا مع اليهود المغلب للشباب كانت يشتغل في الكمب اللي بحكي لك عنه اه نعم طيب كان في بينكم بين هاد المستوطنة ملبس اللي هي اقرب مستوطنة على قريتكم كان في اي يعني خلنا نقول حالة عدائية بينكم بينهم لا لا ما في ابدا كانت الحياة طبيعية يعني كويسة طيب كان في خلاب بينها ابدا طيب كان يكون في تعاون زراعي وتجاري بينكم بينهم عن تجارة حكيت لا لا احنا احنا في عنا كفاية كفاية ذاتية يعني عنا مثلا عرضنا نعم ما زرعنا عميرنا نعم نواشينا مكافيتنا طيب مش عايزين يعني نلجأ لأي إنسان لأي بلد أو لأي قري مستعمرة نلجأ لها لحتى انه ساعدونا في هذه المشكلة لأنه احنا كان عندنا اكتفاء ذاتي ومبسطين في احسن البصد طيب يا حج اه بدنا ننتقل لموضوع ثاني كان في طرق معبدة داخل القريق طرق معبدة دي ما في الشي اللي بس خط اه يافة النبيze منذبس راس العين كالكيل ou طرق نعم نابلس يعني اول اول اخر شي اي طرق نابلس من جهة الشمال يعني اخر شي نابلس اخر شي شرق نابلس شرق نابلس طرق them نعم يعني الطريق المعبدة كانت تروع علي طرق الى بس من راس العين لكالقيل لطول كرم ومن تطول كرم الشرك وين على نابلس على النابلس menghmen طيب يا حاج بتصل لوين بعد ملبس ليافة من جهة الغرب نعم مستمرتنا حكيت لك عنها اخر شي تل قبيب ويافة نعم جافة على البحر نعم تل قبيب منها وجنوب طيب هذي الطريق بتمر قريب من قريتكو الطريق هذي بعيدة عننا حوالي تكريبا اربع خمسة كيلو يعني جهة الغرب جهة الغرب جهة راس العين طيب انتو كنتو لما بتكتو تروح على اي مدينة من هالمدن او القرى اللي حكيت عنهم اه بتكتو تروحوا باش شو علش طيب لما فيشري في هذيك الوقت ما كان فيه سيارات نعم كان فيه يلا يعزك دواب نعم جمال مستعمل الجمال نعم اه الدواب الحيوانات بتوصلكو للطريق وهنا توصلنا بسهولة طيب لما تصلوا للطريق بعدين تركبوا البصات لا 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 اه مسافة قريبة ست كيلو سبعة كيلو احنا هنا يعني كان لو بدا تروح الناس اللي بتروح على ايافة مثلا على على ايافة او على طول كرم على ايافة برضو كنا الروح يعني بعض احيان اغلب الاحيان اللي ما عندوش مفيش يعني ما يقاش سيارة ينجب الروح ماشي ما يكلن عشي كيلو ماشي يعني قصدك على الاخدام ولا لا لا راكب عبهين عبهين يعني السير ماشي تكريبا يعني السير مش السير غابي كبير يعني يعني حجمه قليل تنذكر على البساطة كين شرخت تحرك السير من يافة من يافة ما تمشي تنذكر شركة البساطة اللي كانت لا لا ما بعرف ولا السيارات ولا السيارات او مين اصحابهم يعني ما تكون احنا استخدام كوية يعني ضعيف مخالطة نعم مخالطة مع السيارات السيارات كان كنا نجهلها يعني ما نركبش فيها طيب كان نستعمل الدواب الله عزك كان في انكو عربيات جر يا حج عربيات جر في عربيات كان يشتغلوا عنهم اهل الغلد نعم يحملوهم سمسم ذرة اه في الصناديق تبعاتهم نعم اه يفتعملوهم يعني نقل احتياجاتهم مشان الفلحة مشان الفلحة نعم مشان عندهم الفلحين كانوا يعني الله نعطيهم الخير الكافي الحمد لله اه كان يعني القمح والشعير والذرة والسمسم يعني ما يدلوش وين يحطوه هم يحطوه في غرفهم ولا يروحوا بيعوه يعني ينتظروا لحتى يبيعوا ما يصدقوا بس يبيعوا نعم لانه بلوتهم كانت ملياني من جميع من جميع ما ربنا سبحانه وتعالى عطاهم طيب اعنتوا اه بتعتمدوا على العربيات الجر وعلى الجمال في نقل بضاياكم هذول الجمال مشان الشيل نعم ومشان نقل البضايا عندما بدنا نديع يعني مثلا نعم بدنا نروح نديع مثلا في الكرة نحمل هالجمال نحملهن قمح عدف يسعير دورة اه نحملهم وروح نبيع في الكرة طيب حتى يعني بعض احيان اذا اضطر الامر الروح وين على نابلس او على طول كريم او على كالكيلي الروح برضو محملين الدواء طيب عظيم يا حج اه طيب اه كوب القاسم كانت يا حج يعني مقسمة الى حارات حسب العائلات ولا يعني كوب القاسم كان فيها خمس حمايل خمس حمايل خمس حمايل طيب بالاول فيها حارات ولا فيها الحارة الشمالية والحمولة نعم والحمولة طبعا في منطقة مخصصة عظيم اه يعني مثل ما تقول اه كلهم اولادة عم و اولادة خال و نسائب و كده و اشي كلهم عبارة عن عيل وحده طيب يا حج يعني تعطينا اسماء الحمائل اه بعطيكم اسماء الحمائل يا سيدي دار عامر دار عامر دار الشيخ عيسى بس دقيقة شوي دار عامر مين وجيهم يا حج دار عامر وجيهم مين وجيهم يا سيدي اه كان الشيوق في هذاك الوقت اه محمد اه حسن نعم وسلامي سلام ايه سلامي احمد طيب هذول وجهاء الحمائل الحمولة طيب هذول دار عامر بايجه من كمان اه 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 طيب يا حج اه مثل ما تقول مش كلهم في منطقة واحدة نعم في مناطق بلد وغربة نعم اه تركيزهم في غرب يعني تركيزهم في الجهة الجنوب الجنوب اكثر شي يعني طيب و ش mày اسم العائلة الثانية العائلة الثانية دار الشيخ عيسى دار الشيخ عيسى في المنطقة الشمالية الشمالية طو مين جهاهم يا دولاء الشيخ عيسى الشياء بعي هذول الشوخ هم دار الشيخ بكل هم دار الشيخ عيسى تذكر اسم موجيه لهم كان يعني كبير لهم جبريل اسمه جبريل واحد اسمه جبريل كان شيخه مابو جبريل نعم ابو زكي ابنه اسمه زكي جبريل ابو زكي طيب وش اسم العائلة الثالثة يا حج العائل السياسي دار طاها دار طاها هاي ومتن جهات الشرق طيب مين وجيهم دار طاها دار طاها يا سيدي وجيهم واحد اسمه عثاني عثاني وش اسمه هذا ابو رضا محمد سعيد محمد سعيد ابو رضا نعم اه ابو رضا هذول اشيخه طيب ومين العائلة الرابعة يا ابو رضا العائلة الرابعة ضار بدير ضار بدير اه وين جيين هذولت عمه ضار بدير هذول بيجو من جهة الغرب للشمال طيب ومين وجيهم ضار بدير اه الشيخ بدير اسمه بدير نفسه تذكر شو اسمه يا حج نفسه الاسمه بدير بدير اه اولاده واحد اسمه علي نعم واحد اسمه رضا واحد اسمه احمد نعم هذول زلم هم نعم مجهة هذول الشيوط طيب يا حج اه والعائلة الخامسة شو حكيت دي خمسة عائلات الخامسة السراسرة السراسرة اه هذول مين وجيهم هذول الشيخ وديع مختار مختار البلد كله هو نفسه مختار اه وديع في هذاك الوقت كان وديع وين موقوهم جيين في النص هذول هذول من جهة الجنوب لجهة الشرق جنب دار عامر محاذين دار عامر طيب انت من اي عائلة حج من هذول العائلات من نفس دار عامر انت من بيت عامر اه اه يعني بترد لبيت عامر اه طيب كان في دووين حج لكل في كل حمودة انها ديوان يسموه ديوان انتو ولا مضافة ولا ترون نعم بنسمي ديوان 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 اهل عامر ديوان ديوان بيجمع الظيوف نعم وبيجمع اهل البلد نعم بيتعللوا فيه واللي بيه وظيف اللي بيجي بلتجئ اليه بروح عليه على الديوان والناس كانت كل يوم جمعة في هذاك الوقت كل يوم جمعة كانوا يخرجوا الناس على الديوان مشان الغريب اللي يجي يصل في البلد او مش من هالبلد مش من نفس البلد نعم مشان يجامل الناس ويتغدى معهم نعم الزيوف الكبار يعني هذه نعم اللي بيعملوا الخرجة هاي اللي بيخرجوه هم الكبارowana الكبار و الصغار اي واحد ما او هل عند النفس. طيب الدوين هاي كانت كبيرة يا حج ولا؟ كان الديوان يعني يأخذ حوالي من فوق الميت رجل. دوين مليحة. طيب جاية مستطيلة يعني جاية عقودة. عقودة. هاي الدوين عقودة هذي عن ابا وجدال. قديمة. يعني لهم مدة طويلة يعني مبنيات. نعم. اه فكل حمولة فيه الهديوان. كل حمولة. يعني فيه خمس دووين في القرية كان. نعم خمس دووين. طيب يحج يعني حكيانا الاستقبال الضيف. اولا. والتسلية داخل هذي السمو. يعني والناس يشوف باعه من خلال هذي الديوان. نعم. نعم. وبعدين القضايا. اذا صار قضايا في البلد. نعم. الحل والرب فيها. مشاكل. مشاكل. نعم. كانوا يلتجوا للشيخ. الشيخ دهود الرابي. دهود. اولاده. اولاده. كانوا شوق زيه. هذا شوق الدهود. كانوا هذولووظفتهم يحلوا مشاكل البلد من جميع النواحية. هو من البلد يا. وكروا. وكروا. وكروا الولاد. شوي اسم الشيخ?milاد البلد كانوا يكروا اندهم. شوي اسم الشيخ؟ وانا قريت عندهم. طيب شوي اسم الشيخ؟ داود. الشيخ هو الختيار. اه. ما كانش كرينا الختيار كان نسطور. كبير. exemplet. لو شو اسمه واحد. لكن عند كان يقررنا أولاده. هو شو اسمه؟ هو شيخ دهود. شيخ دهود الرابي. الرابي. لاهي عائلة بيتباع. هذا من دار الرابي. ععدتهم دار الرابي. ما ذكرت ليها من العائلات الخمسة. عائلة صغيرة? هذولا واحدهم. هذولة شيوخ. هذولة شيوخ دين. شوخ بقولون لهم دار الرابي يعني من دار الرابي يعني آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ودار الرابع كلهم مشيوخ وموزعين في البلاد موزعين في البلاد فهذول الناس اللي انا تعيشت معهم قريت عندهم في سنة واحد ختمت من نصحة ثلاث مرات في سنة واحد عظيم طالب الحاج بدنا ننتقل للحالة التعليمية بس قبل ننتقل للحالة التعليمية كان في ساحة في القرية مثلا ساحة الناس يعني يقعدوا فيها هذه الساحة كانت عند الجامع الجامع الكبير هو كان الوحيد في وسط البلاد وكانت في ساحة موجودة والساحة هاي كانت في ريال الجامع الساحة وسيعة في ريال الجامع وكانت الناس تقعد في دكاكين هناك ودكاكين من جنيع ما تشتهي الأنفس وجزرين كل شيء طيب الحاج يعني عبارة عن سوق ساحة موجودة سكانها سوق موجودة اه طيب الحاج بدنا نحكي عن الحالة التعليمية حضرتك حكيت انه يعني قرأت انت عند الشيخ دهودة وعند ابناء الشيخ دهود اه لما انت درست كانت كتتيب ولا مدرسة يا سيدي هذي الشيخ كان في داره نعم في عريشي باب الدار من برة نعم عريشي وفي عليها عندي نعم وهذي العريشي كانت كبير يتوقض حوالى مئة واحد مئة ولد نعم وهذي العريشي اه خلال يعني اغلب الاحيان كنا احنا نقرأ فيها نعم وبعدين لما يجوا اهل البلد في موسم الكتابي ومكتاب وحده المشاكل نعم انت عارف بكوا الناس يرهنوا من بعض ويداينوا بعض نعم ويقرضوا بعض وكانت عن طريق الكتابي نعم ومين اللي يكتب لهم الشيخ دهود الشيخ علي فهو عارف كل اله فايحنا وقت ما انه صير زحمة نعم والناس الصريت تروح تيجي على العريشي نعم عند الختياري وعند هالنا نعم احنا فينا فينا غرفة لوحدنا جنب العريشي كنا نلتجئ فيها نقرأ فيها ونبعد عنهم لحتى يروحوا وبعدين نطلع على العريشي طب تذكر عدد الطلاب هاي الغرفة يا حج؟ الطلاب كانوا يعني بقدر اقول لك انه كان عددهم مشكلي يعني فوق الميت ولا لكن بعدين اهل البلد جاوا وعملوا مدرسة من جهة الغرب طب خلينا قبل مدرسة يا حج الناس لك لما كنت تروحوا عند الشيخ دهود نعم قلت لي انه حوالي 100 طالب كان يكون موجود شو كان يدرس كل الشيخ دهودة وابناءه؟ الشيخ دهودة يا سيدي وابناءه كانوا درسونا اول بداية درسونا علي باتا ثاجي محا خا دال لغاية الياب هاذي لغة عربية نعم هاذي لغة عربية وبعدين نبدأ من اول صورة نعم اللي هي صورة الحمد حكى النهاية وبعدين ننتقل على كل عوضة برب الناس ونسند فوق نعم وجميع اقرأتنا للصور هاي الصغيرة كلها عن غيب نقرأها عن حاضر ونزرس عليها ثاني يوم نحفظها عن غيب نيجي حظين عن غيب وظلة العملية مستمرين معنا لغاية صورة عمه في ربعة بقولها ربعة عمه هاذي اول بداية يعطونا ربعة عمه لحتى ربعة عمه نختمها عن غيب نعم بعدين نيجي لربعة ياسين يعطونا ربعة بقولها ربعة ياسين يعني بس لغاية ياسين نعم هاي نبدأ فيها من اول صورة لعند ياسين فالشاطر فالشاطر اللي عنده مثلا مقدرة يحفظ عن غيب بحفظ واللي ما بحفظش يحفظ طيب حاج عندنا القرآن وعندنا العربي حساب كان درسوكو حساب فيها هاي الشيخ دهود وولاده كانوا درسونا جغرافي تاريخ وحسابات طيب تتذكر شو اسم أبناءه للشيخ دهود اللي كانوا درسوكو كلهم بعرفهم الشيخ عدي الكبير فيهم كان هذا يكتب لش لأهل البلد كان منعذل للكتابة البلد يعني بس يمشي أهل البلد معاملات أهل البلد واللي كان يوقف لنا يعلمنا الشيخ شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن الرابي شيخ عبد الرحمن وبيجينا الشيخ محمد كمان ولد كمان أصغر منه شوية وكلوه الشيخ محمد هؤلاء اثنين كانوا متفرغين لدراسة الولاد طيب يا حج تتذكر زملائك اللي كانوا معك في الكتاتيب زملائي والله يا سيدي اللي أنا بكيت يعني مثلما يقول فيه عندي مسابق ربيني وبينه واحد يقوله الشيخ ذيب نعم ذيب الرضا في الأخير أجل صار مختار في النصحة نعم السامة المختارة والله أعطاك عمره هذا كان زميلك وكان بنفسك عام هذا كان زميلي وكنت فيه منافسة بينه وبينه طيب غيره تتذكر يا حج غيره يعني كليل نادر طيب شو كنتوا تستخدموا يعني للدفاتر كنا نستخدم الدفاتر وتشياس الماتنا يخيطنا تشياس كماش يعني نعم نحط الدفاتر في قلبها تشيس طيب هذا المكان مكان الكتاتيب وين كان بالضبط الحج وين بيته للحج للشيخ دهود الشيخ دهود تقريبا بيته بيجي تحتية جمع اهم تحتية جمع شوية طيب شو كان يتقاضى منكو كان يا سيدي يتقاضى منه اخر السنة اخر السنة اللي بقدر يجبلوا اه جدي من اه اذا عندهم غنم يجبلوا جدي اجبلوا ما بقدرش ولا يجبلوا حاجة هدية شغلات مصيطة وبعدين هم بار الشيخ هذود كانت اهل البلد بالاجماع كلهم فلاحين كانوا لمنونهم زشاك الغل اللي عندهم ويعطوهم اياها مقابل دراسة هالولاد كان يعني يصير عندهم غلي اكثر من اكبر فلاح في البلد لانه الله منعم على اهل الناس كلها والشاطر اللي وديهم هل قمحة لانه بار الشيخ انت التاريخ متفرغين لهالناس طيب عظيم اه لا بزرع ولا بزرع طيب يا حاج بعد هيك صار في مدرسة؟ بعدين يا سيدي نرجع للمدرسة المدرسة هذي البلد قررت انها تبني مدرسة نعم هم هو المختار بنوا مدرسة غربية البلد على حسابهم؟ على نفقتهم الخاص نعم بنوا مدرسة واحد طيب تتذكر اللي كان يدرسنا واستاذ بقولوله نور الدين الحنبلي من نامس نور الدين الحنبلي من نامس وكالت السيارة توصلوا للمزلكان شو مزلك؟ نعم يعني اللي هي الطريق اه مزلكان بكون مزلكان هذا اللي عندي الاسفل نعم الاسفلت المعبدين شو يعني المزلكان يا حج؟ مزلكان هذا اسمه مزلكان يعني مثل ما تكون زي جسر نعم زي جسر محطة يعني وهناك الجسر هذا فاصل الطريق وبتيج الطريق من عنده اطرابية ليش مزفتي نعم اطرابية بالسند وين؟ عبدال نعم احنا بكينا الروح اللقية الله يعزك نوخذ بهينة او بهين والروح اللقية عن مزلكان ان احنا اللقية هو كلنا كلنا في اليوم الفناني انا جاي في الساعة الفنانية نعم والروح نستنى هناك لحتى يجي والرقبة على الاحمارة على الهين ونصحب وين نودي نوديه على المدرسة طيب يا حاج المدرسة اللي انتو بناتوها على حسابك الشخصي انا فقط اهل البلد جاي غرب البلد نعم تتذكر بنائها من ايش بتكون؟ بنائها يا سيدي حجر نعم كان حجر خارجي نعم وبعدين كانوا فيه بناي في البلد هذولا من عيلي بكلهم عيد الدار عبدالله الصارى هذولا فيه منهم ناس بابنه حجر نعم وجماعة ثنيين في البناء وكل واحد بكى عمر كانوا عمروه نعم بنا حجر وبنا يعني يعجبك طيب تتذكر كم غرفة بنوا؟ بنوا نفس الغرفة هذه على دوري انا نعم نفس الغرفة وانا التجاهد غرفة واحدة بعد ما طلعت من عند الشيخ دهود نعم وختمت المصحة نعم وخلص ما بليش عمل عند الشيخ التجاهد للمدرسة ابوه وداني عن المدرسة ودخلوني في صص ثانى من بداية الامر نعم دخلت صص ثانى طيب حج تتذكر كم غرفة كانت المدرسة واسه غرفة واحدة؟ المدرسة واحدة مدرسة واحدة بتتذكر مدرسة غرفة واحدة قصدى ولا اكثر؟ غرفة واحدة اه طيب كان فيه الهمرافق ملعب حمام مغاسل مغاسل؟ اه غبرة بريت لها المدرسة نعم كلها يعني مفتوحة مفيش ابنة ولا فيه عمار طيب فيه مرافق ثانى حمامات مغاسل؟ حمامات انت عارش ولاده صغار ما قلتش فيه السهل مفيش لا ابنة ولا فيه ناس طيب يعني اخر بيت مبني هناك اللي هي المدرسة المدرسة اه طيب تتذكر لأي صد كان يدرس الأستاذ بالصف الرابع بس بالصف الرابع والأول والثاني والثالث غرفة كنت تكون في نفس الغرفة؟ في نفس الغرفة تتذكر عدد طلابي حد جديد؟ عدد طلابي يعني تقريبا عدد عمار 50 ناس بس هذول هم اللي كملنا الرابع؟ طيب هي غرفة واحدة طيب تتذكر شو كان يدرسك الأستاذ؟ الأستاذ كان يدرسنا يوميا يعطينا درس القرآن يوميا وكرينا لما يعطينا درس القرآن هذ يقول لنا بكرة تكون تيجوا تتذكروا حاضرين عن غيب نعم وإذا ما حافظوا عن غيب إنه مش حافظوا عن غيب بنقيموا الفلكة نعم وفعلا كان هذا العمر المشي علينا إحنا بدورنا مش نروح نلعب نظل ندرس على هالحصة اللي أخذناها ثوان كان تاريخ جغرافي القرآن أن القرآن يوميا درس نحفظ عن غيب طيب فيه تاريخ جغرافي كان ندرسكو؟ تاريخ جغرافي حساب وحساب ولغة عربية ولغة عربية هذاك الأستاذ كان من جميعه يعني طيب كنتك تعملوا طابور صباحي يا حج؟ كان يعملنا الطابور صباحي فيه نشيد كان كنت تلقوه ولا؟ لا نشيد ماذا تذكرش ما فيش نشيد فيه كل وقت مزيد فيه جرس كان يخرج؟ جرس هو كان بس رمنا الجرس نعم نفوت على تخوت نقعد عليه تخوت ولا مقاعد؟ مثل ما تكون زي مقاعد هيك نعم كل اثنين مع بعض جباك نعم نقعد عن مقعد نعم بعدين ولا واحد منا يتحرك ولا يفتح ثمه طيب كان فيه لوح يا حج؟ كان عامل نعلق لوح ويكتبين على اللوح انتو كنتو تستخدموا الدفاتر؟ او بعدين احنا كنا الدروس اللي يعطينا اياهن نسجلهم في الدفاتر مشانيس مشان نحفظهم طيب حساب تاريخ جغرافي اه عربي شغلات من هالنوع القرآن برضو ندرس عليه لما نروح من المدرسة نعم نظل ندرس على هذا القرآن وعن غيب لحتى فعلا يحفظه عن غيب طيب حج اه هذا المدرس مين كان يعطي راته؟ اه ما بدريش لحد انا وما بدريش هو كان موضى الحكومي نعم اه على حسابه الخاص مبع اما اعتقد لك المدني هال نعم معقول على حسابه الخاص مش معقول لا مش احسابه يعني كانوا انتو ما كنتوا تعطوه اشي ما احنا ما كناش نعطوه ولا حاج يعني اعتقادك انو على حساب الانتداب البريطانية حكومة الانتداب وطبعا حساب المصاري من بريطانيا في كاز بريطانيا وين كان ينام هذا الستاذ؟ الستاذ كان ينام هنا في المدرسة؟ في المدرسة كان فيه لو تخيط نعم ونام في المدرسة كل جمعة يروح يروح وين لكيه على هناك في المنطقة اللكين لشان نودي نجيبه على المدرسة طب يحد تتذكر زملائك اللي كانوا معك في هذا المدرسة؟ زملائي والله هسا يعني تكريبا فيه واحد اسم محمد مش اللي طيبين اللي ماتوا حتى يعني اه هو نفس اللي حكيت عنه اه احمد عثيف كان اكبر مني شوية نعم كان في الصف الثالث الصف الرابع من ذلك الصف الثالث نعم وكان واحد بقولوله عبد الرحمن اليوسف كان تقريبا في الصفي انا في الصف الثاني نعم صار استاذ بعدين نعم في الشهور تاثم هناك اه وفيه يعني ان كان واحد كان اصحابي يعني هذول الجماعة يعني شاطرين في المدرسة وانت صاحب ان الشاطرين اللي انك شاطر المرترزمين اه مشان نرتفيد منهم اخرى نعم طب احد اللي كان بدو كمل دراسته اه وين كان يروح يكمل دراسته والله في الثانيوار اذا اعتقد لك لما يعني بعد الرابع ابتدائي واحد بدو كمل اه واحد مثلا بدو ابو يلحقوا في الدراسة نعم كان روح ودي على نابلس على نابلس اه تتذكر المسافة بينكم بين نابلس تقريبا؟ والله هي يعني في تقريبا ثلاثين كيلة طب كيف كان نروح على نابلس الطلاب البيان؟ كان نروح فيما تقول لي الساجر هناك ينام هناك اه كانت الحيار خيصة هناك اه اول طب تتذكر مين اللي راح على نابلس من اهل القرية؟ عبد الرحمن عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن يوسف اللي صار استاذ بما بعد اه في حد غيره راحي حاج تتذكره انت؟ باسفو الوحيد اللي كان اللي انا بعرف المراعى لنابلس طيب بناتي للقرية كان يدرس ان يحد؟ لا فاذاك الوقت فيش ولا بلس ابدا ابدا طيب ننتقل لموضوع ثاني يا حاج كان في مسجد في القرية ولا اكثر؟ كان هذا المسجد الكبير ما شاء الله كان وسعوه احمد ويسعان من جهة الغرب نعم وكان يوخ الناس كتير وكان حدد من فيس البلد تقريبا اربع ثلاث مستم طب يعني تذكر قديش اللي بس اليوم ما شاء الله من فوق العشرين الف الحمد والله يا حاج الحمد والله الصالة هي خمس جوانب طب ايام قبل الاحتلال كان فقط جامع واحد جامع واحد الجامع الكبير وين هذا موجود؟ في وسط البلد في وسط البلد اه ما زال موجود هذا الجامع ما زال موجود وبعدين وسعوه وعملوه طابق شان ينفوه طيب بعد ذاك الزمن يا حاج تذكر ساعة هذا الجامع؟ بوخذ اكثر من 200 واحد ابدا ابدا 200 مصلي طيب مبني من حجر الجامع؟ من حجر كل البناء اللي كنا نستعمله حجر للدووين وللمساجد وللمدارس نعم اه وللمدارس كل حجر طيب فيه ملحقات هذا الجامع يعني فيه متوضى فيه حممات ومغاسل فيه اه فيه اه مشان لما ييجي الغريب من برا نا يتوضع طيب هذول فيه حنفيات ولا فيه يعني ابريق مثلا والله كانوا اعتقد فيه ديار مية وينحظوا منهن نعم شايفوا ابريق عبوز في هذا كل الوقت طيب يا حاج تذكر مين الشيخ اللي كان يأذنوا هم دار الشيخ دار الشيخ دهود الشيخ دهود أظل أذن حتى الله خلو داعته في البلاد في البلاد تذكر اسمه ايش يا ابو والله هذا الشيء هذا ناسي اسمه هذا ظل يأذن باسم راب بس يجي الشيخ يخف هالناس وصلّف هالناس الشيخ دهود الشيخ علي الشيخ علي ابن الشيخ دهود الشيخ علي نعم طيب أحد كان فيه ميادنة للجامع فيه اه كان في ميادنة عالية الميدانة كانت؟ والله مليحة لا بأس فيها يعني فيه والله عالية كانوا يعني لما يأذن المؤذن نعم كان على مسافة نعم على مسافة 30 كيلو تسمع صوته طب كان فيه سماعات ولا؟ فيه أعتقد فيه سماعات على الكهرباء ولا على البطلية؟ سماعات فوق حطيه على إيش بيشتغل هذول السماعات؟ والله ما بدل عليهش كانوا يشغلون بجزء على الكهرباء على شو اسمه؟ على حجار على الكهرباء والله ما بعدها ذاك الوقت ما بعرف كيف على بطاريات اشي؟ بجزء على بطارية لأنه أعتقد فيه في ذاك الوقت ما كان فيه قهرباء نعم من هي اليوم؟ ماذا كهرباء زي اليوم؟ طب يحاج كان فيه مقامات لأولياء داخل القرية؟ صالحين؟ أولياء والله في البلد داخل البلد ما فيش ما كان حولها؟ فيه مثل نسحكة الشيخ فيه كان واحد درويش هذا كان حداش يستجوي يحفر عنده عندهم هناك نعم اللي يحفر يصير يلتوي نيع أو يلتوي رجله يعني فيه شيخ عمر طيب أنا أما داخل القرية ما فيه داخل القرية ما فيه إشي اسمه مقامات أولياء مقامات الداخل الكفر قاسم لا طيب كان فيه أصحاب طريقة أصحاب بدقوا العداد العدة؟ لا ما كان ما كان الشعوة لهانية كانت مفخولة زوايا ما كان فيه زوايا؟ زوايا إيه؟ زاويا مثلا لا أصحاب طريقة لا أصحاب لا لا ما فيه ما فيه؟ كفر قاسم؟ والله يعني أعتقد لك أنه أنا عشت من حوالي أربع طهر سنة تكريلا أربع طاش خمسة سنة حتى طلعنا أنا كفر قاسم أعتقد لك ما صار في كفر قاسم دعرف اللي حالي وحالي مرض؟ بس حالي وحالي وكانتش فيه مرض وين ودته هذي الحالة؟ الحالة هذي ودناها على المستشفى مننا عملية؟ عملية؟ نعم بهذه الحالة وبعدين قاعدة سنة المسكينة في العذاب وماته عليها رحمة الله الله يرحمه طيب شو مرضها كان يا حج؟ مرضها السرطان خبيث بهذيك الأيام ما كنت تعرف أن هذا خبيث؟ نعم كنت تعرف أن هذا خبيث؟ السرطان هذا لما رحنا على واحد يهودي نعم في ملبس نعم وشاف المرض ويله بقول لأبويا عسرية بقول لأ لا لا رجل جوز الأنثى بقولها على السريع نعم بقوله على السريع خدها على المستشفى وإلا بتتحمى المسؤولية نعم لأن هذا السرطان هذا مرض خبيث أنا سمعته بقول له هي هي هذه الأنتلة من تقرب؟ تقرب لك؟ تقرب لو عليها رحمة الله طيب حج يعني يعني غير عائلتك مثلا أهل القريلة مثلا أهل القريلة تعالجون معقول كل هالفترة ما عاش اسمه؟ فيش إلا واحد واحد هذا كان يدرس زيت كان يشتغل في البدن طيب حج بدنا بعددنا كنوقت استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج محمود محمد عثمان أحمد أبو نضال من كفر قاسم وهذا الجزء هو الجزء الثاني من هذه المقابلة حج إحنا كنا بنحكي عن الوضع الصحي في القرية فإذا يعني تخدمنا وتتابع حديثك حول الموضع الصحي حكيت عن إنه إليك قريبة توفت وما كانش في يعني هي الحالة الوحيدة لكن أهل القرية الآخرين ما صربهم حالات مرض يا سيدي المرض كان مفقود الحمد لله وفضل الله ونعمه علينا كان المرض مسمع فيه سمعة في البلد بس حالات بعض حالات كانت تقع كانت تقع ثم تقول يعني إنسان مثلا صاروا شغلي شغلي هيك بدون قصد يعني نعم زي مثلا الشيخ زياد كان هذا كان قبل فيه مكابس مكابس زيت نعم تقول مكابس الزيت هذور نعم سحك الحجة أيوة كم الحجة حفظة يصيلي مكابس الزيت كانوا وقفوا عليهم رجل نعم علشان يشتغل نعم عالمكبس نعم صفت نعم نعم يكبسوا بعدين يكبسوا خدم المكبس يكبس على الزيت والزيت وين يكب يكب في حوض الزيت يكب في حوض وبعدين اصحابين الزيت يصيروا يغرفوا من هالحوض وديروا هين ثماء المواعين نحضرين نعم الشيخ الدياب هذا انا مش على دوري هاي صارت كبل مخلكة نعم وهو شب نعم هاي صارت في حالي نعم في حجر جوه كان مثل ماسوس عقبي قدام الناس فتشاوروا عليه الناس بدهم كمو اجوت لملموا حوالي شباب حوالي سبع ثمان شباب ما عرفوش كمو نعم الشيخ الدياب هذا كان واقف على البد الزيت هذا نعم وقبل كانت الناس يعني ما تنظر لبعضها البعض عن طريق شرب الزيت او اكل او كده اثنان نوع نعم بدهم يمالحهم يحبوا انه يتقرب منهم ونالحهم نعم ويوكب بنفس يعني بكل نفس طيبة يعني يعطوه عن نفس طيبة انه يحبوا انه الانسان يقرب منهم ونالحهم ويوكل معهم ويوكل من زادهم نعم هاي العادات الحميدة اللي كانت موجودة عند الناس نعم الشيخ الدياب هذا بقي لك التنكة يعبيها زيت من المكبس ويشربها شرب زي المي وماشاء الله الله معطيه القوة والعزم نعم فلما ما قدروش الشباب يلاحظوا الحجر ها انه كان عقبي قدام الناس قالوا ما المهان ما الناشي اللي نجيب الشيخ الدياب ما الناشي اللي نجيب الدياب بقيمه بفاهم هو الحجر ممكن يقيمه ان شاء الله انه بقيمه اجه الشيخ الدياب قال بسم الله حطة دي بتعتها الحجر وبدو يقيمه من هون لهون يعني يقيمه من قدام الناس يبعدوا وركزوا لما كاموا وشالوا ومشى فيه شويه بدو ركزوا يحطوا على ثبتوا يعني صاد اصبع من اصابعه قطع اصبعه حجر كبير بخول قطع اصبعه من اصابعه صارت دميه شر بكما فيش له سيارات في هذا الوقت ولا حاجة ركبوه على هالبهيم ودوه على ملبس اللي قلت لك عنها كبير فيها مركز صح ملبس ملبس هناك فيه واحد دكتور يهودي في ملبس اخذوه عليه لما وصله اعطاه ابر اشي اسمه بنج بنجه ثلاث ابر اللي ابر البنج ما كرطانش فيه ولا بقول اليهودي شو بقول ايش هذا 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 دمه ثاير قالوا له هاي ست ساعات والدم نهر من السواعة بتقول دم ثاير دمه ثاير قال خبيبي هذا دمه ثاير هذا دم وين الدم هذا منين جابه الدم هذا الي نحشك جسمه قالوا له هذا كان يشتغل على مصب الزيت على تبع الزيت المكبس تبع الزيت وكاني لكي التنكي قالوا بس هذا ثلاث ابر حديدي مش بقطع فيه مش بقطع فيه ولا هو قاطع فيه اشي المهم لفله في اصباعه وعملوا لعملية ولفله في اصباعه شايف وقرروا مع السلامة وهذا الحالة اللي صارت في هذا الامسان من جملة الحالات اللي بتكلب تسألني عنه تسألني عن الحالات وباكي فيه مرض كبير كان فيه طب شعبي معروف في القرية حاج طب شعبي كان موقوع ولا طب شعبي ولا ايش على فضل الله يا رجل بكينا نشبع في الشتوية ما نكدش خبز نكدر ما نوكل طيبعة وضرد ونوكل كمان فول الواحد من تطلع الاكل من شمه من قصر ما يوكل خضارنا الخضار هاي الاعشان وهذا فريطها كلها مفيدة للصحة ومنين بكي يجينا مرض ولا الواحد بكي يسكت من عن ظهر الحياة ما يصير فيه مرض ولا يمرض ولا يدري انه فيه مرض ولا فيه وجع طب موضوع جبار تجبير كان فيه مجبر في القرية حدا انكسر حدا انطباش الحلال بنكسر بكينا احنا يعني فيما تكون عندنا نوع من التجبير الحلال البناء عدمين ما بني عدمين نادر نادر تمنوا ينكسر واحد تقولوا فيه مجبر في البلد الفناني في قرية ما كان فيه مجبر والله بتذكر ما اعتقد والله كان فيه مجوز كان فيه يعني مجب يعني لا فيش حدا فخار قدامي لحتى اعرف انه فيه مجبر جبار طيب كان فيه دايا حدش في القرية نعم دايا دايات نعم كل حمولة الناس كانوا يفزعوا لبعضهم كل حمولة الها بخصوص المنسوان وباقوا يعملوا ختيارة جليلي محترمي كانت تفزع مثلا اي حرمة مثلا بدها توضع وتروح اساعدها فتتذكر شو اسم الدايات مستعدها لوجه الله تعالى تتذكر اسمها الدايات لا الداية لدايتك انت مثلا ما تتذكر اسمها والله ما بنذكر يعني طيب ما بتذكرش اما في نصحة بتذكر فيه حجي كانوا كدولها ان حجي ان الشببي كانت هذه داي طيب كان فيه مطهر يا حدش في القرية مطهر كان يجينا من بره تتذكر اسمه لا هذا المطهر نادر كان يجي من بره مطهر هالولاده فيه ورد المتوكل على يعطينا شوية هالرشوش بعد ما ما اياش تغل شغله بها الخصوص هالدي معه يعطينا شوية الرشوش وقول خلص انتو بيترشوا ينين ثلاث وخلص نطيد الولد طيب لما بعدين لما انطهر هالولد مثلا نوزع نعم نوزع مشان الناس تفرح نوزع اللي الله بقدر عليه وزع طيب يا حج اlaughs حلاويات كاذا طيب موضوع المياه المياه نعم كان فيه مجمع برك من برك مي هالولده في الشتارية كان ان يجمعنا الميه برك هالولده نعم هذا البرك واحدة بقولها ببركة العمود واحدة بركة مش بركة العمود بركة ناشا بقولها بركتين هذول بركة من جهة الجنوب بركة العمود هاي هاي المجمع مي برك انتو عاملين هاي البرك ولا برك خديمة انا عيت عظهر الدنيا والبركة هاي كانت تطفح مي الشتوية وظلوا اهل البلد وازين عليها لحتى خصلوا هاي شو اسمها البركة والله حاجة؟ البركة حجمها؟ شو اسمها؟ بركة العمود بركة العمود هاي وين جاي في القرية حاجة؟ هاي جاي من البلد وقبلة واطة شوية في ارض كاعدة تتذكر مساحتها؟ مساحتها والله يا ابنية كبيرة هاي كبيرة كبيرة وتخوئ بتيجي كده عالة يعني بتيجي والله بجوز في الدلم مربع نعم وقالت من ايش مبنيه يا حج؟ هاي مش مبنيه لهم تراب؟ هاي قصين حجر قص باكي العمود هالا فنصة العمود فنصة سبحان الله منطقة صخرية يعني هي صخرية يعني ما تكون زي مقصوصة قص مش عارش تيف قصتينها اللي قصتينها اهل القرية كيف الله خلقها هيت طيب هذي بركة العمود بتجمع راية المطر غيرها البركة الثانية شو سنادي هي بركة بطولها بركة ناشا هاي بركة ايش بركة ناشا اه هذي عن هذي من كنفر كاسم وغرج ليش يعني ناشا يعني يعني ما فيه بدون ما فيش فيه احجار ناشا يعني مكشوفة نعم اه مكشوفة مش قد البركة هذيك اقل منها يعني نصف تيجي تقريبا نصف طيب اه هذي مبنية بناء ولا لا برضو هاي من الناس قص لحن زي حجر نعم وباكين نحتين ونحت حجر نحتين على الداير وموسعينها طيب ما عندكو عيوني حاج كان فيه كان بيار بيستعمل الناس ببيار بيار الجمع بيار الجمع ام النبع ما كان في عنها طب بيار الجمع حاجب كانت كل العائلات ولا البيوت بيار الجمع كل دار نعم كل دار عائلة اقصتك كل عائلة نحطاطة على بير البير اه المقصود في العائلة عند دار عامر انهم بير نعم كل عائلة مثلا كل اسرة زي هي نعم 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 كبشر من هذه البرك البيركتين اللي حكيت عنهم بيركة ناشا وبركة العمود كنا نستعملهن للغسيل نعم للغسيل ولشرب الدول الحلال وشرب البشر والمي بكينا من البيار بيار الجمع لان البيار انظر المي يكون مليح ونظيف طب يا حجم كافيكو المي هاي البيركتين والبيار كافيكو طول السنة كافيكو طول السنة لانه البيركت بتساعد زي ما قلت لك بتساعد على الغسيل نعم وعلى شرب الحلاء الدواب استاعدنا على شرب الدواب نعم نسك الحلال طب كان في حدا يعني مسؤول عن هالبيرك هاي ولا لا لا هذي مشاعر الناس هذي مشاعر البلد كلها كل واحد منه لحاله ابدا ولا واحد اتدخل في شؤون المي النسوان بغدين راحات كل عشرين ثلاثين حل مع بعض بعبين وبروح طيب يا حجم الانهارة كنت تضوه على حالكو يا حجم استراج استراج عزيت لامضة عزيت ولا على لامضة على كاذ على كاذ وعقية ناس كانوا على زي نمرة اربعة ولا نمرة اربعة طيب وقنديل وكان فانوس زي فانوس قنديل فانوس قنديل قنديل هوا اسم وفي بعدين الناس اتطورت معهم صاروا ولعوا لوكسات شامبر اه شامبر يعني كل اهل القرية كانوا يستخدموا اللوكس ولا الناس معينين والله الناس اغلب الاحيان في الدور يستعمل الظو الظو الصغير نعم الظو الصغير واللوكسات الشامبر اللوكس للمضافات كانوا يستعملوا للمضافة نعم للقهوة للجامع للجامع نعم اللوكسات هال طيب يا حج منكم تشتروا كاذ الكاذ مثل المي كيف المي نعم من كثره وين وتروح اي دكان فلاكة فيها كاذ من الدكاكين اه طيب بدنا اروح على الدكاكين الان تتذكر كم دكانة كان في القرية يا حج والله بلد كان في حجمها بالنسبة للدكاكين نعم يعني بتقدر تكون كل شارع كل شارع ممكن تلاك فيها دكان كنتين كل شارع يعني في عندكم حوالي عشر دكاكين خمستاش في البلد اه ولا مئة دكان في البلد كثير دكاكين عند الجامع الحال بيجى اكثر من عشر دكاكين طيب تذكر اسماء بعض اسماء دكاكين اصحاب دكاكين والله كان في خاصة دكاكين كبيرة يعني خاصة دكاكين كبيرة يعني دار اه اللهواني هذول اللهواني دار ابو حبايب ودار الله يعني باسم عيل طيب باسم العيل باسم العيل طيب نذكر ايه هذول كانوا مثل ما تقول اشي منهم جزارين ينبح زبايح وعلقهم طيب خلين بذكاكين عادياته وفي الناس كانوا فاتحين قهاوي وفي واحد كمان من داره اسمه محمد كان فاتح دكاني فيها كماش طيب حاجين بس بدنا اول باول الدكان اللي بتفيها اسمانة سكر وزيت اه ورز وملبس وحلو تتذكر لي شوش ماذا يعني عدم هذول الدكاكين والله يا ابني هذولا يعني مكنتش خالصهم انا بكيت صغير لغم بكيت صغير وما خالقش لهذول طيب مظنيك ماروحش على الدكاكين هذول طيب اما مثلا الدكانة عنا قيدة لنا نعم مقدر اقول لك اسمها القريبة صاحبها مين اسم للدكان القريبة بينكو بكباب الدارنا نعم و احد فاتح دكاني اسمو عبد الرحمن التاي عبد الرحمن التاي عبد الرحمن التاي هذا كباب الدار تبعتنا نعم اه غير وقريب في غير وقريب بينكو كمان بعدين الحج عكوب في حارث الثراسة حج عكوب نعم اه وبعدين كمان فتح دكاني خالي سليم سليم الجابر خضر الجابر الثاني فتح دكاني في هداك الوقت هيدا كيكين كانت بيع كاز وسكر ورزه من جميعه طيب حاج كان في القرية قهوة قهوة قام يستعبوا القهوة لمن صاحب القهوة محمد الحبايب كان نادر لستعملها بس في الدول لا لا مقهى 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 كانت عند الجامعة مقهى شو اسمه صاحب المقهى تذكره محمد الحبايب محمد الحبايب هذا يا سيد محمد الحبايب كان فاتح للقهوة وتقريبا تقدر تكون جميع الشباب اللي كانوا فاضين اشغال نعم والختارية في نص عمرهم نعم كانوا فاضين اشغال قلوا على القهوة كانوا يلتجوا لالقهوة محمد الحبايب كبير القهوة طيب كان يلعبوا منجلوا يلعبوا كذا شدة فيها شدة؟ فيها اواء فيها اعتقد فيها شدي بس الختاري اللي ما كانوش يلعبوا شدي نعم كانوا يقعدوا فيه يعملوا سيجي من الطراب وكانوا ضبطوها في القهوة هاي؟ لا 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 خاذ القهوة طيب خلينا في القهوة يا حج في القهوة كانوا يلعبوا شدة كانوا يلعبوا منجلة وكانوا يشربوا شوه في القهوة فيه شاي شاي بس كازوز فيه؟ شاي بس شاي بس شاي كازوز ما فيش طيب في هذا الوقت كان شاي وقهوة طيب كان فيه راديو يا حج في القهوة؟ والله الراديو ما كانش في كوركاسم راديو اللي عنده واحد صاحب دكان اسمه صالح القطيط صالح؟ القطيط القطيط؟ اه لما صارت الحرب بينما بين اليهود والمناوشات كنا اهل الزلد يروحوا جميعهم يناموا على بطومهم على الكش في هذاك الحوش ويسمعوا للراديو تبعوا والراديو تبعوا شو حط فيها؟ حط فيها حجار الحجر بيجي طول ايدي منكبروا منذول حجار بطريات مش عارس منين بقى تجيبهم بطريات مش كهربة بطارية نعم بطارية جاثة هلو اللي بقى حطهم في هالصندوق بطريات بطريات على حساب مين بشتري الحجار هاي؟ هو على حسابه حسابه اه وجمع الناس عنده مشان بيع اه دكانة مشان يستفيد بيع دكانة ايوة ايوة فيها كل شي طيب يا حج تتذكر شو المحطة اللي كانت تبثت في هذه الايام؟ المحطة؟ والله كانوا اعتقد لك انه اخبار الاردن كانت تجينا ومنصر فيها نعم من البسط طيب اه في برامج غير الاخبار بس الاخبار اخبار اغاني ما كنت تسمعوا عليه لا في غاني ولا في غناء ارخي ارقيص زي اللوم ولا في صياح ولا في حاجة من مرنة الا بس هالكلمتين ثلاثة اخبار والسلام عليكم طيب مين كان يا حج صاحب ملحمة عندك في القرية؟ انه هو هذا اعتقد لك الجماعة قلت لك عنهم ضرب وحبايب كانوا فاتحين هناك ملاحم وبيفبحوا وبيعون اهمس في كان ملحمة واحدة ولا اكثر يا حج؟ والله كان يعني تكريبا ملحمتين ثلاثة دربوا حبايب فيه حاجة غير دربوا حبايب كان يتباح؟ لا يعني الزبايح اللي كنت انا اسمع فيهن والناس روحوا يشتروا وقولوا اطلع على الجامع بتلاكوا ضحم هناك وبيشتروا اما غير الجامع لا طيب حاج كان فيه يعني بيتباحوا العجول وخرفان ولا بس يعني كله بلدي معروف كله بلدي جديان نعم خرفان ها بذرة طيب كانوا عجل يشتري لحمة بالفلوس ولا بمقايضة؟ عجول كمان بلدي نعم طيب كان يدعوا لما كان يبيعوا اللحمة كان يبيعوها مقايضة ولا بفلوس؟ بفلوس برضو الدكاكين نفس الشي كانت بيع بفلوس بفلوس مش عالموسم يعني؟ لا 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 بفلوس كان فيه فلوس طيب حاج كان فيه حلاك في القرية؟ فيه حلاكين برضو هناك عند الجامع؟ عند الجامع كان مشهور حلاك مشهور؟ كان اكثر من حلاك ولا حلاك وعد فيه؟ والله مش يعني اكثار بعددين على صابع بس تتذكر حدا منهم؟ واحد اسمه صالح صالح ايش؟ صالح القطيط بك يحلق صالح القطيط؟ اه هذا القطيط لا اي عائلة تابع يا حج؟ هذا دار عامر دار عامر اه كان عنده ماكنة هو انت عارف الحلاكة قبل باكي زي اليو؟ لا شو كان عنده؟ صالح كلها عالصفة نعم بقوا يحلقوا هالنا اسمها يعني طيب كان شو يستخدم غير الماكنة؟ الماكنة بس موس مزيان و... موس نادر تاين صغير اذا اذا بيحلق لواحد شبير نعم رجل اه ممكن استعمل الموس اما شغلها الشباب و هالولاد كلها كلها عزيرو كلها يمعطها على السم طيب كان يوقد منك فلوس ولا على الموسم برضو؟ الكرش بك يوقد تعريف كرش تعريف كرش هذا البك يوقد طيب الدكان دكانت في بيته او دكانة عادية عند الجمع؟ دكان جنب الدار جنب الدار كان يروح للبيوت مثلا يحق لناس كبار في السن طائنين اثلان؟ والله الختيارية نادر نادر بكيس اشوف الختيارية اروح ليحق نادر اه طيب يا حج مخبز كان فيه مخبز في القرية؟ كانت الناس كلها تخبز على الطبور تخبز وتخبز في الطبور نعم بس ما كان ما كان فيه خباز يعني خاص؟ نعم فيه فرن من المرة في كبر كاسم كله طيب الطبون منيش مصنوع يا حج كان؟ الطبون هذا كان مصنوع من من الطراب حور بقولوا الحور نعم وكان النسوان شاطرات في هالشغلة نعم كان انا سوين هذا الطبون نعم وظبطنه مظبوط كان الله ازك يزبلوه بالزبل الكش والكش وزبل الغنم والدواب والبكر هذا الوقود له يزبلوه من فوق يعني من الخارج نعم يحبولوه باب نعم وزبلوه مشان يحمى وحطوا رضف وين؟ في كاعو الرضف اللي هي غار؟ الرضف يعني رضف صغيرة حاجة غار صغيرة نعم يحبوه رضف وين؟ في كاعو نعم وكانوا يخبزه كله رغيف فيك تقول عنه سدر من وسعوه نعم رغيف ما شاء الله وتأكل من الخبز وتشبع منه بدون غماز طيب يا حاجة انتو لما كنت تخبزه على الطبون خبزكو كان يكون من طحين القمح ولا مخلوط؟ كان من طحين القمح يعني تكريبا في ناس كانوا يعملوا خلطة على الخفيف نعم مع طحين القمح يحطوا ذرة ولا؟ طحين ذرة بكوا يحطوا مع الكمح وبعض احيان كانوا يخبزوا كربيش ذرة نعم هذه ذرة بيضة كانت ذرة بيضة هذه كانت ما شاء الله ممتازة جدا طيب لحاج كنتو الطحين هذا يعني انتو لما كنتو تحطوا للذرة مع الطحين مع القمح كان يعني لانه في محل مثلا او في قلة مثلا لا 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 هذا شغل فني بالنسبة للحريم نعم ولا موش من ناحية النقصان في الطحين نعم شغل فني يعني بس طيب الطحينكو اللي من القمح كنتو تشتروا مشترة ولا من اا من عندكم ما كان حد يشتري طحين و بعدين كان فيه بوبير طحين ثنين ها سب نجي لها حاج ها سب نجي لهم بس خلينا نحكي انه يعني اا قمحكو من ارضكو فقط ما حد بشتري قمح من بره طيب يا حاج قالت الناس اتبيع طيب في دكاكين كان اا تاني حاج زي مثلا خياط كان عندكم في القرية خياط والله خياطين كانوا رجال اعتقد في هذاك الوقت ما فيه كانوا حريم اها كان خياطين طب خياطين لمن طب ازلام وين كان خيطين ازلام كانوا ينزو على كالكيلي ينزو على كالكيلي اا واحد بده فصل انا بكيت اروح مع جدي نعم واخدني على كالكيلي تتذكر الخياط اللي كان خياط له جدك على الحج كاسم واحد يقوله الحج كاسم نعم في عنده محلك ماش مهم وبكى تافوت فوتني عنده نعم وكله السيلي هالولد من قدم الراسل نعم وخيط عندك الخياطين وخيط السيلي خيطه من دمائم من تروال من قميص من نعم كلشي طب من اين حد في القرية كان في حد تبيع كماش عنده كلك عنده كماش عنده حاضر لأ قلت في كفر قاسم في كفر قاسم يعني فيه كماش بس مش كثير حكيتلي او تحدتلي قبل بداية اللقاء ان في واحد من اولاد الشيخ ضهود كان وبيعه اه عندي جامل كان يبيع اكمشة كان يبيع اكمشة حسب طلب الناس نعم شو الناس بيحتازوا اه بيجيب لهم ما يجيبه يعني مش يجيب فوضى هي حسب طلب الناس وهذا جارنا نعم جارنا الثاني الحج عبد الرحمن كان يجيب بكماش على هوع طلب الناس طيب حج كان فيه مصلح بوابير كاسس في القرية مصلح بوابير ياسيدي كان فيه مصلح بوابير تذكر اسمه اه فضل لا ما تذكرش اسمه لا مصلح البوابير ما تذكر تذكر وين ان البوابير من اصله كانت مفكودي ما حداش يدري عنها استخدامتوا عنها البوابير كن جميع طبيخنا وشغلنا وخبزنا كنوا فى الطوابير فى الطوابير ابدا البوابير هادان وينتا اسمعناه مثلا اخير صلنا نجيب بوابير وقال لك ابن الناس كانت عايش عالبركة اتفخن ميه على الناس تخبز وتطبخ وتنفخ وكل شيء فى حطام طب مين فى كان حطب فى حطب مثلا حطب اه ما هو الحطب مع بيق مع بطول ما هو ما اديدك هاش بتلاكك عشرين حزنة فى الدم والحطب مال الدينة كلها يعني كل واحد بحطب لحالة بحطب لحالة الحطب فى ريال البلد طيب اذا حجب الناسوين بكين اروح اصلا ايام العرص نعم لما صير عنا عرص اروحي نحضر النتش لهالرجال نتش شو يا نتش وطول الليل والناس فى هالدقارين يولعوا فى النتش اللى جبنا النسوة شو النتش حاج نتش نتش هاذا بطلع طبيعا من الارض يعني شجر هذا هذا نتش بكون نتش يعني بشوج بكين يخلعوا من الارض وسوين احزن احزن وروح نتشبين وين عند باب دار العريس ودار العريس هاذا طول الليل والنار لسه ما طالع فوق نعم تولعه وبهالدقارين ينزيحه وهالناس تضحج وتغني وتركز طيب طيب حاج كان على حطم طيب حاج كان كان في منجرة فى القرية حاج مناجر ما فيش ما كنتش فيه بالمرة ولا محادد ولا اعتقد لك محادد ما كنتش فيه هذول المناجر شببيك وباب وكذا نعم بالنسبة للمناجر هذول اللى عنده منجرة بده يفصل للناس اللى 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 تشتري منه نعم وقبل كانت الناس عايشة حتى لما كان الواحد بده يتجوز فيه صندوق كانوا جيبوهم للعروس صندوق صندوق خشب صندوق خشب صندوق خشب نعم يعني لو حطيت فريوتك فيه بتعبي صندوق صغير هايش كان هاذا يا سيدي هاذا هكبر خزئني صع طيب وين كنتتتنجروهن هذولي شو من اي منجرة كنتتتجبوهن من اي محل بلابس هزور كله من نابلس كله من نابلس من كالكيلي من نابلس من طول كريم حاج مين كان يصلح لكوا سكة الحراثة نعم اللى يصلح سكة الحراثة مين فيه الله يعزك كانوا يجوا نوهر نعم عزبوا في ريالي حول القرية نعم تحتها السدري فيه سدري نعم غربي الولاد نعم كانوا يرقدوا تحت هذول البرامكين نعم اللى اللى كانوا يحسموا السكة واطروح الناس تبعين هاللي عنده سكي حافي نعم اروح عدده طيب الخيل مين كان نحذيركو يحد الخيل كان واحد بقى يجي علينا بقوله ابو الياس ابو الياس ابو الياس هذا نصراني من وين هذا يا سيد ساكن كان ساكن في بياري في بيارة في عند رأس الاين قرب رأس الاين قرب رأس الاين وكان هذا يجي علي البلد مشان يحذي الخيل بس طيب السككين مين كان نجلخلكو اياها نعم السككين السككين حدا كان نجلخلكو اياها او لنتم كنت نجلخوها عندكما بارد مثلا يا سيد السككين يعني تقريبا استعمال هنا نادر يعني مش يعني زي اليوم نعم شوالنا اليوم اللي عنده عشر سككين بتكون ما عنديش اشي قبل بكت الواحد يتضمن من الله لاك يخو صحافي متلكي هاش عندها طيب كان في حدا يقول لهم بس والله فيه كان مبرد نعم نعم كان الواحد يمضل هالسكينة على هالمبرد او على صواني او اي حاجة طيب يا حاجة طيب يا حاجة يمشي حانه التناجر كو كانت انحاس تناجر انحاس او مين كان بيضلكو يا حاجة كانوا ييجوا ناس يقولوا عنهم مصاري مصاري فيه هناك عند الجامع ساحة نعم وفيه بيت انهم خاص نعم بيت عقد هذا معروف للمبيضين هذا للمبيضين وكلنا طناجر انحاس يوديهم اللي عنده طنجرة يوديها عليهم هم يحطوا نادي نعم في هالكاعة للطنجرة ويا كيف واحد يبجليه وصير يلف فحة طنجرة خمس دكايك لما حطها المادي وينها طبورا شو بك يحط محنى ما يبيض كل واحد يوخ الطناجر وعندها المبيض عندها المبيض ما في واحد بيليم الطناجر مثلا و لا 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 بتوديهم عنده وبتجيبهم طيب يا حاجة بدنا ننتقل لموضوع ثاني وانت صغير شو كنت تلعب انت وزملائك واللبسنك من اصغير كنتوا يعني اوقات فراغ وكيف كنتوا تقضوها انا قضيت قضيت حياتي وانا صغير في المدرسة وفي عند الشيخ اوقات الفراغ اوقات الفراغ شو كنتوا تلعبون اوقات الفراغ كنا نلعب في الحارة يعني كنا نسلح بكيشربورتكان شوالب شنو نعم هو القد الحارة نعم شوالب شنو كنا بعد ما نوكل اللب الداخلي نعم نظل الكشر الكشر نشكه نعم بعضه نشكه في بعض البعض نعم ونعمل ايش مثل ما تقول زي شرشور نعم هذا كله كشر بورتكان ونصير نوطش في بعضنا نظر في بعض ونزح يعني بطريقة المزح اه شو اسمها اللعبة ها كانت اي نعبة العادية يعني مالاش يسمون حدث رتنية طب غير هالأبتو احد بكينا كمان نركض اركاض مسابقات اهه كان في حد يبش تبع هذه المسابقات دولاد دولاد والانتو بعض يعني لا احنا بعضنا مثلا نحط علامة ويهم نعم علامة في المدين حوالى تكريبا 300 متر او 200 متر نوضواقفين ها نقول الشاطر اللي بصن الكبر نعم واحد اثنين ثلاثة ومنطير تتذكر مين كان واحد يكون سريع دائما نجيب الاول مثلا والله كنا بعض احيان مع بعض للبعض جميعنا وبعض احيان نصنا حا يعني مخلوطة مخلوطة طب في العاب اخرى مثلا قلول بنانير قلول كانت هذه القلول هي الفم الوحيد اللي كنا نلعب فيها نعم لبلول لبلول بنانير نعم هذولا بكى الواحد يجابه مليانة والخاص يعني ثمان الاخير طيب سبع اجوار سبع احجار نعم سبع احجار سبع اجوار لعبتوها هاي لا ما لعبتوهاش طب الكبار شو كانوا يلعبو الكبار ما كانوا يلعبو ما كناش نشوف ميلا يعني سيجا ومنقلها قلتلي قبل شوية هم بيعملوا بالتراب لا لا منقلوا ما منقلوا وشغلات ثانى مثل هيك ما كنتش يشوف اما شغل اذا ما حكيتلك اه الركاب البنامير لا انا الكبار الكبار في السن الكبار في السن كانوا يلعبو السيجي نعم بريت القهوة نعم على مثل مثل شوية اطراب نعم اه طلقوهن هيك زي دائرة يجوروهن ايوه زي دائرة يجوروهن وبعدين يلعبوا بالحصل او بالشغلات الثانية في الليل بيش يسلوا يا حاج بالليل بقوا يتعللوا في الدوين اه يتعللوا في الدوين انت بتعرف يعني اه ثواليف الخترية شو والله يا فاة كابل كانت ثواليفهم كلها اغلبها في الزراعة نعم في الزراعة وفي البيئة وفي الشراء طيب كان في حدا في القرية حكواتي يا حاج حكواتي لا لا يعني يحكي عن ابو جيد الهلالي يحكي خصاص يحكي لا 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 ما كان موجود ما كانش موجود طيب هذول اللي كانوا في ما تقول يشعروا ام ينشدوا في الاشعار كانوا يجوا من بره معتمدين يعني كاي من بره خصوصي ما الشغل كنا مثلا صار عرص نجيب العراني العجاوي في هذاك الوقت طيب يا حاج النور كانوا كأنك ذكرت انهم كان يجوا كانوا يجوشتوا احت السدرة كانوا ينصبوا الشوائل فيوتهم نعم لها الشغلة هذا شغلة الحسن شغلة الحسن طيب بس لهذا الغرض كانوا يجوا كانوا يجوا لهذا الغرض باستمروا طويلا في القرية والله ما يقعد يعني فترة ما قولفوا عن القرى جميعا شهرين ثلاثة لا 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 يقعدون نسوان زمان طيب هم 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 عائلاتهم بيجوا يعني النور هم عائلاتهم خلص هم يعني مثلما في التزمين مع بعضهم طيب كان النسوانهم يلقصهم في الليل او يروهن على المنظفات يعني على الرخص او غناء لا ما كنتش يشوف ولا في المكان اللي هم شغل تركيز هل ما كنتش يشوفهم تسمعش انه كانوا مثلا يعملوا هيك شعلات لا طيب كانوا اعتمدوا على رزقهم او جمع رزقهم من موضوع حسم السكاك بس ايه كانوا اعتمادهم اا لما يثير عرص برضو هم مثل ما تقول يروحوا يعني يشتركوا في العرص ويقضوا نصيبهم من العرص يعني حتى لو معنوش اشي نعم اهل العرص يعني يشفكوا عليهم يعطوه طيب حج اه صندوق العجب صندوق العجب صندوق العجب هذا كان بذكر في واحد كان يجيب صندوق على ظهره نعم ويجعل هنا ونقعد فيه شو معه مثل ما تقول خشب هيك طاولة غيره وقعدنا على هذا الطاولة ويقول حطه حطه كل واحد يحط عينه فيه اه دائرة بيجيب السور من جوه نعم وهو بيحرك طبعا بيحرك السور هلي بيحرك مره حركهم الشمال مره حركهم يمين اه مشاني خذلك شو تعريف مكلوبة حضرت على صندوق العجب هذا شفته اه شفته شفته مزولة وحطته وبرضه تفرجت عليه وشو شفت فيه حج يجيبه سور سور مثل ما يقول نعم اللي بتكون في النجلات نعم طب في حدا استقرب من خارج القرية ايجي استقرب في القرية حج وعاش وصار من القرية يعني ايجي زي الشيخ دهود مثلا اصله مش من القرية الشيخ دهود لا من القرية طب دار الرابي هذول اه مثل ما تقول يعني عن من ابا عن ابا وجداد يعني كانوا متزمين يعني من بداية اهل اه جدود الناس نعم هم من التزمين الشيخ دهود الشيخ دهود هذا الخطيار كان مسكين عمره من فوق ثمانين سنة فيه ايده فيه ايده اب اسمه الشيخ علي من قبله نعم طب فيه غيره عد يعني طب فيه سلالة سلالة ومش ما تسمى اللي عندنا نعم ضد الرابي اكثار في كل بلد موجود له ناس وظفتهم نشر الدين كيام الدين والصلاة بالناس والعبادة طب وتعلم ولاد الناس على العدادة وعلى الدين وعلى وعلى الدراسة وعلى القرآن وعلى كل شيء غير هذول الناس فيه حدا يجي على القرية مثلا بقصد العمل او الشغل واستقر في القرية وظلوا في القرية مثلا نعم ما تتذكر ما تتذكرش طب وحدش كان فيه في القرية نادي رياضي نعم او جمعية او مسرح نعم ما كانت فهذاك الوقت ما كانش هالاشياء هذه طب كان في عندكو اثار يا حاج في القرية لا في البلد ما فيش ابدا اثارات ما فيها اعتقد ما فيها لا كل ناش نشاهد يعني طب يا حاج بدنا ننتقل لموضوع الثروة الزراعية شو كنتو تشتمر بالزراع احكيت لي انت خلال حديثة هادي يا سيدي موضوع الثروة الزراعية نعم طبعا شاملة 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 كل شيء بكل من زرع قمح الحبوب قمح ضرع نعم سمسم نعم شعير نعم فول فول كنتو تزرعو نعم فول فول بقين زرع وبندورة هاذ خضار اه خضار فول بندورة كوسة نعم شمام بطيخ وين كانت البيادر يا حاج نعم بيادر القرية وين كانت بالبيادر كانت مثل ما تقول الحماير نعم كل حمولة فاتجاه كانت بيادرها فاتجاه فاتجاه نفس الحمولة فاتجاه الحمولة يعني كان عندكم حوالي خمس بيادر خمس حماير كل حمولة الهدى بيادر طيب بيادر كبير يعني وكلهم متر صالح طيب يا حاج غير فيه عماير كمان عماير زتون اه بدي اسأل ان عن اشجار زيتون و تيم وعنب نعم هالي كانت موجودة يعني انا احنا كنا نعم بينا عماير تيم وزتون تسموهن عماير مش بستين نعم عماير اسمهن من كلهن عمارة من كلها شجرة من قطعة العرض المزروعة من كلها عمارة من كل عنها عمارة 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 يعني مزروعة مزروعة شجر نعم طيب برتقال وحمضيات كان مزروع؟ نعم برتقال وحمضيات ما فيه اللي كان بيارة في السهل مختار شو زارة فيها برتقال وحمضيات؟ فيها برتقال وحمضيات نعم طيب انتو غير الزتون حكيت لي انو زرقين تين وعنب اه وفواكتين تفاح مثلا بلوز لوز نعم وبعض احيان شجر التفاح يعني على الخفيف طيب هذي المنتجات الزراعية اللي انت حدثنا عنها كان المخصود منها اكتفاء ذاتي ولا برضو تجارة؟ اكتفاء ذاتي ما كناش نبيع حتى لو عنا اكتفاء زيادة نعم عن اكتفاء ذاتي نعم نعطيه بدون مقابل هذا له القرية اللي ما عندوش اشي نعم نعطيه بدون مقابل بس انت تحدثت لي بداية تحدثك ان كنت تتبيعه لل للكوبانيات كنا نبيع الكوبانيات مش نبيعهم تين قمح وعنب كنا في الكوبانيات كنا نفتعمل البير الجاج يعني القمح الفائض على حاجتكم القمح الفائض وين كنت؟ نعم كنا نوديه على المدن على المدن نعم اه على نابلس على طول كريم هناك في المدن نعم شايف الحابين المخازن نعم ياخذوا منا يجيبوا سيارات حملوا يجيبوا سيارات القرية؟ اه احنا كنا نروع عليهم مثلا بدون بدون مضاع نطلع عليهم زي مشوار نروع عليهم نعم وروع التجار هناك نعم ونتفك احنا وياهم التجار نعم نتفك احنا وياهم ويجوا على الفلاحين الكبار هذو اللي عندهم قنح او في عندهم درة او في عندهم سمسم وقلوا لنا ونتفك احنا وياهم في اليوم كداش ع السعر نتفك ع السعر نعم وفي اليوم الفلاني يبتيجوا بتجيبوا السيارة نعم وتحملوا وبتعطونا نفو والأبضالين عنك يعني النا كل زي موعد بصير بيننا بيجيبوا السيارة شحنة كان عندهم هذول المدنيين نعم التجار الكبار نعم وعندهم سيارات ماسيس كدير يعني بتوغل عشرة طون خمسة طن بيجي بولموا على البضاعة ما بيجيوا بأخذ البضاعة بوين بدوها بكرسوها وين عندهم نعم في احنا وين تم نعتازهم نعتازهم عندنا بدنا نفذر الغلي نعم نفذر يعني نفذر سمسم نفذر ربرة نفذر قمح نفذر شعير نفذش عنا الروح عليهم نشي من عمش يعني ما بتخزنه عندكم انتم البدار والله مش كل الناس لعنا خزنه طيب اللي عنده اللي مش عايل بخزنه والعايل ممكن انه ما يخزنه طيب حاج بدنا بعد انك ناخذ استراحة ونتابع حديثنا ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج محمود محمد عثمان احمد ابو نضال من قرية كفر القاسم قضاء طول كرم وهذا الجزء هو الجزء الثالث من هذه المقابلة كنا نتحدث عن موضوع الزراعة والتسويق للمنتجات الزراعية وانه تجار نابلس كانوا يجوا للقرية بسياراتهم الكبيرة ويخضوا محصولكو الزراعي ويشتروا منكو لنابلس طيب حاج انتو يعني الاشجار المثمرة ما كانت ما كان القصد منها انه فقط الا الاكتفاء الذاتي بينما القمح والحبوب بشكل عام السمسم والذراء كان مقصود لبيع الفائض نعم طيب الزيتون يا حج كنت برضو بتبيعه منه ام لا فقط الاكتفاء الذاتي الزيتون اغلب الناس كانوا اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي طيب كنتوا تعتمدوا على العشاب مثلا كونوا منطقتكو شوية قلتلي على راس جبل كان يطلع عندكو مثلا ميرامية زعتر اشياء زيه كان يطلع عندكو كل شيء كفر كنتوا تستخدموه كنا نستخدمو اما الحامل للاكتفاء الذاتي برضا اكتفاء ذاتي طيب حاج استخدمتوا اساليب زراعية حديثة يعني زي التركتور زي التنقيط زي البلبيش فيها باقي الوقت ما كان في تركتورات كان في خيل نعم كانوا يحفو الناس على خيل جيكا عل عود الجوز نعم عود الجوز يعنى كان جز خيل نعم يتحمل عود نعم عندي الفلاحين اكبار كانوا يستعمل عود الجوز والفلاحين الصغار كانوا يم يستعمل والفلاحين الصغار شو كان يستخدمون افن الله والصغارעدي نعم يعني كان الواحد يمشي حالي بأبسط الحاجة بأبسط الشيء يعني في العود يحراث على بهم الله عزك نعم على بغلة على حصان على كذا يمشي حالي وما الثلحين الكبار على عود الجوز كان عندهم جوز خير ما يقدرنش يسحب من العود إلا جوز خير لأن العود هذا كان يكلب الأرض كلادي زي تركته طيب يا حج漢 كان في ناس حرفين يعني متخصين في عندهم حرفين فا لا اصحابين الرزق اصحابين الرزق هم بيحرثوا لحالهم فا hog male وهم اللي بيقلعوا لحالهم وهم ونحريبهم طيب حصادات استخدمتوا يا حج حصادات استخدامنا كان في حصادات كان يحصدن بما تقول الغمر إرمان ورمي مش شوالات طلعش ورميح نعم شو صلو الأشملات تغمير كانت لما ينتل الحوب طبعها ازيحه بالدولات طبعها طب مين صاحب الحصاد كانت تحصد آخر شي لما هذا نعم دولات ازيح الغمر هذا اللي كان في الحوب يزيحه على الجنب وهكذا كانت تعملوا طريقة هذة طب تذكر مين صاحب الحصادة يا حاج كانت؟ كانوا اللي عندهم حصادات كانوا فلاحين الكبار مثل دار الدريس عيلة دار الدريس نظر القودي مثل دار الحد الحمدان هذول ايه عائلات يتبعوا يا حاج؟ باكل ناس يعني بتتبع حمولة نعم دار الدريس لا ايه عائلة من دار الحد الحمدان من الصراسة دار الدريس من دار عامل من دار عامل طب كانوا لما يستخدموا الحصادات كانوا يستخدموها لنفسهم لمزارحهم وقمحهم ولا للاخرين برضو لا لهم لا ينفسهم يعني ما بيعجروهم للفلاحين ثانين لهم لا ينفسهم لانه عندهم فلاحين اكبار هم نعم عندهم عراض كبيرة عندهم الاف الدنوع طيب باقي سكان القرية لما كانوا بدهم يحشدوا كانوا على المنجل بيشتغلوه؟ كانوا اغلبهم على المنجل طيب كانوا يكون في فزعات يا حاج؟ كان في فزعات كانوا بالنسبة للدرسات هاي نعم يعني ممكن انه كانوا استعينوا من بعضهم البعض نعم استعدوا بعضهم من بعض مستعدة طيب يا حاج كان فيه يعني اهاذيج 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 هم يحشدوا؟ تذكرها يا حاج؟ وكمان لما كانوا يبنونهم بنائي نعم برده في فزعات كانوا يعمل اهاذيج يعني يفزعوا بالعظم البعض مش بياخذ مصالي فزع تذكر شو الاهاذيج هاي؟ تحكي لنا اياها احد؟ والله الاهاذيج هادي مثل ما تكون كانوا يتكلموا بالفرح وبالتشجيع الشباب في العمل في الشغل وبالفرح والانبساط نعم اللي هم فيه يعني كل بترجيع ما تذكر يعني الكلمات اللي كانت اه اه كانت هاذيج القتري هاي كانت اه ما تكون تحمس هالشباب وهالناس طيب يا حاج بدا غلبك يا حاج اه كان فيه معصرة في القرية؟ معصرة زيتون معصرة زيتون ما فيه كانوا زينا حكيت لك على المكبس يعني لحد ثمانية واربئين ما كان فيه معصرة على المكبس معصرة ما فيه انت شرحت لي عن المكبس بالامكان ترجع تشرح لنا مرة ثانية على المكبس؟ المكبس يا سيدي هاذا في كثاف كانوا يدر ايش اسمه الحب يدرسوه على الحجر نعم بعدين عبوه في كثاف وبعدين صفته الكثاف واحد مخصص ناس مخصصين للتعبات الكثاف وتصفيتها في المكبس يعني علشان ما واحد يفوق الثاني بالشكل الصحيح ممتاز لحتى اخر شي اخر كفة في المكبس يأخذ كفايته المكبس رأسا سكر المكبس ورأسا فيه ما فيه ضغط للمكبس يضغطوا عليه المكبس بدوره وصير يعصف الكثاف يعني زيما فولين شوية شوية يعني يكبس عليهم شوية 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 الغاب الزيت طبعا بهذا الحالة يصير يجير وين في الحوض نعم في الحوض والحوض هذا طبعا صحابين الزيت يقلونوا مالفين إجرارهم وتنكهم وهالموعين اللي محضرين بس يرى يغرفوا عن طب هاد المعصرة وين كانت او هاد يعني شو كنت تسموها هاي معصرة ولا هاد كنا نسميها معصرة يعني مكبس مكبس زيت مع مكبس زيت مشان مكبس اسمها مكبس زيت مكبس زيت طب هاد المكبس وين كان موجود في اي منطق في اي مكان من القرية والله المكبس هذي كان في اكثر من مكبس طبعا يعني معينة لما تكون مش في جميع المناطق نعم يعني معينة في المنطقة زي بودير الطحين طب في القرية كو وين كان هاد المكبس في كان اكثر من مكبس وين مكبس واحد احنا عنا في البلد اعتقد كان في بجوز مكبس ثميل بس تتذكر لمين الحق؟ المصحابين ما بعرفش ما بتعرف لمين تتذكر مين مواقحهم في القرية حد المكبس هاي والله بالزرس من الوربك ماشي لانه احنا يعني في بعدين اللي عندو عندو زيتون كتير كان يدرس على ايدي على الحجر ويطح الزيت على ايدي ما كنت تودوا لقرية ثانية فيها معصرة كلها روح على بلد اسمها بدي بدي هادي كان فيها معصرة فيها معصرة وفيها مكبس مكابس لانه هاي بدية مشهورة في الزيت نعم يعني كل واحد بصويله موتين جر الزيت موتين جر الزيت فعندهم بهذه الحالة بيئن وجد يعني صار عندو ميش مكابس كثيرة فإحنا كنا نضطر الوحوين على مدية ونوخ الدور طبعا على الدور ناشي طب كنتوا تخزنوا الزيت بجرار بفخار؟ الزيت كان تخزينه في الجرار جار الفخار هاي نعم لانه جار الفخار ثبت بانه حفظ حفظ للزيت أفضر من التن طب يا حج وفي إليس اللي عندهم زتون كثير كانوا حطوه في بيار في بيار؟ وبينها البدية كانوا ديروا في بيار يعني خصصوا البيار والنظاف والملاح والزبطات وضبطوهن ووضفوهن خزنوا زيت فيه؟ نعم من طفل كمية الزيت كثيرة كانوا يجلوها في البرمج في البيغ في البيغ طب يا حج انتوا لما كنتوا تقدوا على المعصرة أو على المكبس كانوا يأخذوا منكوا فلوس ولا كانوا يأخذوا منكوا زيت؟ كانوا يأخذوا زيت ما بيأخذوا فلوس؟ لا زيت فلوس ما بيش طب الزيتون كنتوا تعملوا له رصية يا حج غير الزيتون غير الزيت غير الزيت غير الزيت كان يأخذوا واحد احتياجي الرصيع اه رصيع احتياجي طب كان فيه بابورة حين حاج في القرية؟ فيه عندنا كان بوابير ثمين تتذكر صحابهم؟ حين واحد لدرباس لابن درباس كان يشتروا عليه نعم واحد لغضب محمد سعيد دار محمد سعيد في المنظار طهر نعم وهذاك من دار الشيخ عيسى درباس درباس وابنه نعم كانوا فاتحين يشتغلوا على البلد وين موقع هنه دول حاج كاين؟ هذا يسدي اه درباس وابنه اسماعيل نعم كانوا في المنظار الشيخ عيسى هم نعم كانوا في المنطقة الشمالية نعم في منطقتهم نعم وكانت الناس تروح وين عليهم نعم تحمل وتروح عليهم نعم تضحن عندهم ودار طهر برضو كذلك الأمر اللي بعيد روح عليهم اللي بدروح عليهم روح عليهم واللي ما بدروح عليهم بروح على تبه لدار الشيخ يعني اثنين شيخ غلق طيب حج هاد البوابير كانت تاخد فلوس ولا طحين كمان؟ خمع البوابير يا سيدي والله مش متذكر يعني ياخده مصاري ولا طحين مش متذكر طيب حج الحكومة الاتداب البريطاني ساعدتكم في اي اشي بموضوع الزراعة؟ الحكومة البريطانية ولا كانت تدري اشو بيساوي يعني الحكومة البريطانية يعني بتذكر لك في فورة الستة ثلاثين انا حقت فورة الستة ثلاثين نعم كنت صغير نعم 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 هم كانوا يحشرون نسوانة الجوانع الحريب والزنم ياخدوهم كل اثنين عسكر وياخدوا واحد شد وسكوين وحملوه قزمة وكريك ومشان يش مشان يروحوا يبحشوا تحت الصبر بثكروا انه في سلاح مدفون يروحوا ودوروا على السلاح طيب حج يعني ما كانوا ساعدوكم بتاتهم في موضوع الزراعة؟ ما كانوا وبعدين هم كانوا يجينا من وراهم الزرا هذول الانكليون بقوا لما يفعلوا على الناس شايف نعم كيف ساووا يحصوا الناس يحبسوهم وروحوا على البيضر البيضر يكون ايش البيضر زي قيمة يعني بمعنى قيمة يعني انه مدروسي وجاهزي نعم مشان يذروها ويطلعوا الحب من التبن وودوه على وين يشحنوه على البابور على الدور نعم على دورهم ومن ان دورهم اللي بدو يطحن يطحن ولي بدو بيع ببيع شو كانوا يعملوا كانوا لما يزعلوا على الناس ايش يصيروا فيهم يحبسوا الناس في الجوامع وروحوا على البيضر يحركوها يحركوها كلها طيب يحد نحن نحكي في هذا الموضوع بشكل موسع اكثر في القسم الثانية ان شاء الله طيب بدو نحكي عن الثروة الزراعية الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية انتو كأنك يعني تحدثت خلال لقائك انو كنت تبيعوا الدجاج نعم كان عنكو دجاج كتير مثلا الدجاج كنا نلموا من الكرة من البلد انتو كنتوا تلموا لما كنا نتعامل في تجارة الجاج والبيض والتبن نعم يعني غير هذه التجارة مكنوش اني هو دي طلبوا حاج نعم بس التبن وجاج وبيض كنت تروح على القرى المجاورة كنا نحنا نلف على القرى المجاورة نعم اللم بيض وجاج والتبن هاض برضو من الكرة طيب إذا فيش موجود في البلد التبن نعم الروح نشحن التبن نحمله على الجمال من الكرة الثانية طيب وين نخزنه؟ نخزنه عنا في البلد في بيت يعني مخصص للخزين بيت زين فيه بيت كبير طيب يعني بيجي مثلا 50 في 50 نخزنه في هذه المنتجات الزراعية نخزن التبن فيه نعم وبعدين لما نخزن التبن في البيضر نعم ناخد عازتنا من التبن وانت نصير نورد نشحن من هذا التبن وقت ما يكون ما فيش لا حصيدي ولا في درس طيب يا حج كان عندك خرفة كان عندك عجول كان عندك بحيوانات يتاج يتاجز الحلال فيك ناس تتجار حلال في ناس تتجار حلال باقروه على سوق البريل يبيعو طيب في اللد على اللد طيب واحد ما نباعش هذا كله وانت مثلا جاري بش عندك حليب نودي لك حليب كانت الناس في عندها تعاون لبعضه البعض نعم كان في ناس بصنع مثلا محلات بتصنع المشتقات الحليب مثلا لا لا بكى على دينا نشتر بكى نشتر على دينا الروب على دينا نمخض بالكربة الكربة هاي نهزها نعم بين عمدان اثنين مع عمود من فوق ونربطها في العمود الفكاني وتهدي الحرمة تنفخ هالكربة وتدير فيها حليب وبصير اتخذ اتطلع الزبدة ما فيش لا بيع برضو استخدمت الحيوانات للنقل واستخدمت الحيوانات للإحراطة نعم كانت هذه الحيوانات تستخدموها للإحراطة أو النقل كانت تكون موجودة في كل بيت ولا يعني عن ناس محددين مثلا وناس بتأجرها الحيوانات بالنسبة للسلحين نعم كان عندهم كل شي موجود جاهز يعني فيش داعي روحوا يعني بدهم يشتروا يكون عندهم جاهز هذا الصيف انشتاء دائما الحلال هذا عندهم موجود وطبعا قامين بالواجب شاهد؟ نعم بعدين على الناس الوسط الثانين برضو عندهم كل واحد عنده الكفاية يعني ما يعتدش حاج طيب يا حاج إذا نحكي عن موضوع ثاني اللي هو مهنتك شو كنت تشتغلي حاج انتك قبل في هذاك الوقت نعم كنت أبوي بعد ما بطلنا من المدرسة نعم كان مشغلني معه في التجارة انت ليش بطلت المدرسة حاج؟ ليش ما كملت؟ والله يا أبوي بطلني يعني كلنا إحنا الفلاحين نعم ما نلحقش أولادنا ما أهلنا مع الأسف نعم ما فيش عندهم نوع من من الثقافي لحتى إنه يقدروا مثلا ينظروا للمستقبل أولادهم وعلموهم مع الأسف كانوا ما يفكروش هذه الذكرة كان الواحد منهم يفكر بأنه ابني يروح يشتغل وجبلي بس أول بأول طيب يا حاج أبوك شو كان يشتغل لما كنت تشتغل معه انت؟ كان فينا نفس التجارة تجارة شو؟ فينا الجاج والبيض والتبن والتبن يعني أنا لما كنت صغير يعني ما أقدرش أروح أتاجر في البيض والجاج عزمان اليهود نعم ثم كان أروح ونجع اليهود نعم كان أبوي يأخذني معه يحمل لي هالجمل نعم فلعن البيضر يحمل هالجمل وكل يودي هالجمل هذا جملين ثلاث أربعة أصحبهن أروح وديهن على البلد وديهن على البلد وهناك أمك بتجيبنا فزعة من جماعتنا ما هون هم تعارف ان اسوان بفزعين لبعضهم أربع خمس اسوان بجين في خلال ربع ساعة مالساعة وان هم ناكلات الشاس ومفضياتي يجب لي هالجمل أصفتهم أنا على هالجمل وحبل عليهم وأركض على أبوي أبوي يكون محضر لي الحملة محضرها وجهل معبيها وجهل بس أصينه يحمل لي هالجمل واسحبه محضر تروي لحالك يا حاج تبيع ولا يروح والدك معك أنا بكيت لحال اسحب جمال وودينا على البلد على ملبس نعم كنت تبدونا على الكبانية نا احنا بكينا نخزن بلوي بلوي نخزن لكن عند البيع أبوي يروح البيع طيب يا حاج احنا بدنا نحكي عن الناس الناس القرية يشتغلوا في ناس كانوا يشتغلوا في الرائية مثلا ما كانوش حد يشتغل في الرائية ما كانش في واحد رائي مثلا كان في واحد فرع العجال عجال بقوله عجال البلد عجال البلد كل حمولة نعم في منها واحد يلم البكر كلهم الله يعزك تبعات البلد يعني تبعات المنطقة اللي هو فيها يعني كانت واحدة المعجال يعني كانت واحدة المعجال ما تكون قدم إنسان بده يجيب لهذا الإنسان بيحب ليش لأنه آخر السنة بيأخذ فلوسة بيأخذ على كل راس غلّة نعم غلّة كمحة طيب مشان يوغل صير عنده اكتفاه ذاتي ويجيه وصير عنده مونة وفي عنده قصول مشان الطابون واكتفاه ذاتي كمان تبن مشان الدواب اللي عنده اللي كانيه انتداره ويكون العجال هذا مين هو يا حج اللي كان عندكم مثلا؟ دار عامر اللي كان يصرح مع العجال واحد بقول له مطر مطر تذكر اسمه الآخرين العجالين الثانيين؟ لا هذا المطر قريب مننا نعم كنت حاضر اسمه طيب يا حج غير هذا الميناء وفيك ناس يشتغلوا في الكمب الانججيش وبعدين غلب الشباب نعم كانوا يشتغلوا في الكمب اللي حكيت لك عنه طيب غير هيك شغلات شو كان الناس يشتغلوا؟ تجار ومزارعين في ارضهم وهذا العجال وكانه في ناس في الكمب الصهيم كان في ناس يشتغلوا مثلا سوقين سيارات لا لا شغلت السيارات هذي كانوا يجهدوها الناس طيب مش موجود مثلا حدا يشتغل يروح على يافا على قلقيلي مثلا لا نابلس لا عندهم اكتفاء ذاتي وبس طيب يعني نفيش داعي يروحوا يتغربوا لحتى يشتغلوا بعضا محطة قطارات في قريبة من القرية؟ القطار على رأس العين كان فيه قطار في رأس العين حدا كان يشتغل في هذا القطار؟ لا استخدمتوه عندو ركبتو فيه؟ القطار؟ نعم القطار هذا يا سيدي كانوا الحجاج متذكرلك سيدي جدي الله يرحمه طيب كان يروح عن طريق القطار ما بدري وين اي شيء وين يتجهوا طيب حجي حطر هذا وين يتجه وين يعني طريقه متجهة ما بجعرف ما بجعرف طيب عما 보여دنا عما كنا الروح لنودعهم اللي عنده قطار عند رأس العين طيب عمي تذكرى ماذا أملاك والدك؟ نعم أملاك والدك أملاك والدي يا سيدي الا والدي؟ ولا جدي؟ اه أملاك جدك ووالدك بصير يعني أملاك جدي فقه في الكاسم نعم أملاك جدي شو عندو من الالاضي؟ فقه في الكاسم عندناارض السهل نعم لا shear الاضي صادروها اليهود وراحت والعماير برضو صادروه للجهود وراحت طب تذكر كميات الارض اللي كانت لكو يا حج اللي في العماير كمية اه يعني بحجود تقريبا 20-30 دنم 20-30 دنم يعني 30 دنم هذول شو هذول اللي في السهل هذول نص نص مشجر والنص الثاني نعم بكاني نزرع وإزرع وكمح والعماير قديش العماير زتون والكين وعند طب كله على بعض 30 دنم 30 دنم والمنطقة اللي كنتم سكني فيها حج البيت نسحة لأ بيتك اللي في كفر خاسم بيتنا اللي في الدار هذي الدار طبعا شاني راح تذكر شو مساحتها حج مساحتها يعني بتقدر تقول يعني تقريبا ذلم هذي لجدك البيت ولا لوالدك لجده ووالدك والدي في مسحة طبعا طب ليش رايح في مسحة والدك طب ليش رايح في مسحة والدك طبع تناوية على هوا الحوادث اللي كانت تقع حرب اللي صار بيننا بكهو العرقية انه طيب حج خلي كان في رماية وما رماية هذا بثماني واربين طلعتم شو ما يعني؟ حج بثماني واربين طلعتم اه انا بقصد انه والدك كان له املاك بكفر خاسم وليتها عن جده عن جدك عن والده هي هي الاملاك هاي اللي تراه لما اطلت هذي لجدك هاي لما اطلت عن جده جدك ظلوا موجود في الكفر خاسم ظل موجود هناك ما طلع من كفر خاسم بس صادروا ارضه بس طبعا بعد ما مات انت اليك اعمام اعمام والدك الاخوان ابوي ملوش اخوان وحيد وحيد علي رحمة الله الله أكبر اه طيب يا حج شو كان لكم املاك اه من المواشي في الكفر خاسم في الكفر خاسم كان في ان الله عزك مواشي من البقر نعم كنا نقنا بقر بس غنم كان عندكو غنم مواشي بقر غنم لا بقر الجمل عندكو جمال والجمل كان نوجود واحد ولا اكتر كان ابوي كان جمل من يومة ما يعني وعي على ظهر الدنيا نعم اتعامل مع الجمل يعني كان عندكو جمل يشيل عليه القمح نعم وشيع عليه كل شي طيب خيل كان عندكو خيل خيل لا بس الجمل بس الجمل ولما كنت تحرص وكأن الله عزك بهيم نعم هذا البهيم مشان نركبه ونروح نبيع عليه جاج وبيع طب لما كنت تحرصه على ليش كنت تحرصه يا حجم انت على المناقل المنجل الحراسة 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 على البهيم على البهيم نعم عودة 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 صغيرة طيب بيتكو كيف كان مبنى حج بيتنا كان مألف نعم باس البلد اغلب البنى نحراك الوقي نعم كان كله زينكو مش من حجر زينكو زينكو نعم تذكر مين بنا الكوية من زينكو ونت ما انا ما بذكر اللي بني بس انا اخلكت وانا وهالبيت بكنا ننام فيه تذكر كم غرفة كان معلف البيت لا المن فيش غرفة بكى هذا البيت كبير بيت العيني نعم بكنا نفوت النام النام جوه عن مصطبي والجملي نام في الحوش تبع البيت من جوه طب كان في حمامات كان في الحمامات كان الحمامات في السكيف برا اه فيه للبقرة الله عزك نعم فيه هناك حمامات اه عندي السكيفة هاي نعم وفيه قسم منها للبقرات اه قلت لي قديش بقرة كان عندكو حج؟ يعني بحدود سنتين ثلاثين نعم للمونة هدو يعني اه للمونة عشان الاكتفاء ذاتي يكون عندنا يعني حاجاتنا موجودة يعني طلعت بثنان رين انتو والدك وما كان عندكو اي بيت حجر وفيه هناك الكفر قاس هناك كان فيه بيت حجر بزينكو متستة زينكو اه هو حجر جدران الحجر اه بس سكفو زينكو السكفو زينكو مش عقدت اه زينكو من النوع اللي اللي بيقعد مية ثني بضل عمهو كنتو مستخدمين خشب الول زينكو فيه؟ اه في اساسهم السين هو الغربة وبعدين ستة متر سبعة متر خشب ولا خشب نعم خشب طب يا حج اه ما زلت تحتفظ باوراق ثبوتية للقواشين؟ والله هادي عندي في بسحة عند الختيارك عند ختيارك؟ بابوي اتوفى ختيارك؟ اتوفى ختيارك؟ بابوي اتوفى طبعا انا اخوتي اخوتك موجودة عندهم هاي الاوراق؟ موجودية نعم طب يا حج ما عندك انت او لوالدك او لجدك من بوجودتي اي هوية؟ اي وثيقة سفر مثلا؟ لا هدهم smell موجودn فيه عندهم هناك طب عدنا نحكي في منضوع اخر من كان رموز القرية؟ غير الروجهالي انت ذكرتم ولمغطار في رموز اخرين؟ يعني فيه شيخ ازهري في القرية لا يعني الشيوخ اللي حكيتلك عنهم نعم فبرى هذا اللي كانوا هما يعني مشهورين في البلد يعني مصارح البلد كلها ومشروها طب صار يعني في القرية حد طبيب في هذاك الوقت اللي عشناه ما كانش فيه ولا طبيب اصلا ما فيش حدا يمرض منشان نروح على الطبيب مره ما فيش الا نادر زي انا حكيت استاذ مدرسة صار ما عندكو استاذ مدرسة مش في هذاك الزمن هذاك الزمن كان فيه استاذ اللي حكيت لك عمي هذا من نابل نور الدين الحنبلي من نابلسة لا انا بقصود يعني من اهل القرية مثلا من اهل القرية انا في هذاك الوقت ما كانوا ولا مدرسة طيب قائد عسكري فيه عندكو كان؟ ولا فيه قائد عسكري ما كانت طيب وحد كان عندكو مركز مركز البوليس مركز البوليس كان مش عنا في البلد وين كان؟ كان في كالكيلي في المدن يعني اقرب مركز بوليس بطول كريم في نابلس في سلفيت اقرب شي سلفيت اقرب شي عليكو كان سلفيت وكالكيلي كالكيلي كان فيها مركز بوليس وكان فيه سجن هذا المركز؟ نعم كالكيليا كم تبعد عن كفور قاسم؟ تبعد حوالي ستة كيلو كالكيليا طيب هاد المركز رحت عليها حاج؟ المركز بيها ما رحصل شعب بتاعرف شكله تاعرف كيف من ايش مبني؟ البناء بناء الحكومة كان كله حديث كله حجر طابق طابقين موجود فيه؟ كانوا يعملوا غter المركز البوليس المركز البوليس الشفتو انت يركز البوليس من بروا؟ المركز البوليس شفناه كان تلك كبير يا حج؟ يعني كبير المش اياع المركز البوليس كبير مش اياع ليش لانه في هذا الوقت كانوا يعزك ياربط خيل في الإصطابة الجوه ياربط الخيلём جوا يطلعوا يركبوا على الخيل فرسان ولفوا على الكرة بصير مشاكل بصير شكوات بصير كذا بطلعوا مشان ايش بقولوا البوليس اللي بطلع اغلبهم عرب ولاد عرب نعم طب يحج هذا المركز البوليس كانت كونه اقرب مركز بوليس على قريط كفر قاسم كنت تشتكو يعني حدا كان يشتكي على حدا من اهل القرية شكوات مفيش ما كنتش تشتكو على الابدا ولا واحد اشتكي على ثان طيب انت هذا مركز ما فتتمين كانوا يعني اذا صار سوى التفاهم نعم بين الناس نعم يحضلوها الخكارية الشيوف طيب يا حاج انت عمرك ما زرت المركز من جوه مركز البوليس لا ولا حتى الموجيز في سلفي فذاك الوقت اللي ابقيت اتغير وما رحش ولا اجي عسى المراكز طيب بكرتلي انه في مركز بوليس قلقية كان فيه سجن مركز البوليس عادة بكون فيه سجن سجن او نظارة توقيف يعني او نظارة توقيف تتذكر خايد المركز اللي فيه لا ما عرفوش ولا ورحت عليه يعني قلبي ما سمعت مين هو لا لا وكانوا عرب وانجليز فيه كانوا عربا مثلهم طيب يا حاج انت شو المدن اللي زرتها في فلسطين اثناء قبل 48 48 قبل 48 قبل 48 اعتقد ما رحتش الا عقلكيلي فقط اني لما كنت روحا وجده نعم وروح يتسيني كل سنة من عند الحج كاسب حج ونقول حج كاسب نعم هذا كان عنده محلات يبيع كماش وعلى طلب الناس في هذاك الوقت نعم كل شي عنده موجود طيب على نابلس وكان وكان اولاده يحمل الله عزك على فيه عاملين ساحير على بغل نعم بغلع وبغل ولفه في القرى يعني انه ما عرفه احنا انا ما عرفه معهم بنعرفهم بنعرف محلهم وينفي كالكيلي يعني ما بعرف الا كالكيلي والمحل تبعه اللي بكينا نروح ونيجي عليهم بس طيب حج يعني نابلس طول كرم يافا ما زرتهم طول كرم يعني صدفي صدفي اذا صح اذا فيه كان سوق سوق حلال هناك نعم اذا يعني صدفي راح ابوي بدي يشتيله حاجة يخذني معه يعني زرت ولا لا مخصور يعني تكريب بذكر مرة او مرتين بس نابلس 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 لا نابلس لانه ما كنا شروع عليها في زمانة برطانة نادي الكريم بكينا نروح عن نابلس نحن نشروع نابلس كان السوق تبعنا قلقيوي سوق الكريم طيب يعني الهدف دائما كان من الزيارة بقصد الكسوة بقصد الكسوة كان جدك اللي بيأخذك لاؤنات جد او طيب لما كنت روح انت وجدك سو كنت يتركبه بكينا نروح الله يأذك اه مر بعض احيان متذكر ماشي او ارجلين او على الدين بس عمرك ما تلقسه البعض طيب اش ما صارت ما كانش فيه بس طيب حاجة بدنا نحكي بموضوع اخر اللي هو موضوع المولوث الاجتماعي لما كان رمضان يعني شارف على الاختراب موعده نعم الناس شو كانت تستعد شو كانت تعمل شو كانت شو كانت والله الحدي الله كان في رمضان نعم لا تعد ولا تحصل كانت الناس محضرة تضيخ عناد نعم تصنيع نعم تطلي يعني اه كان فيه يعملوا لبني نعم ويعملوا لبن يعني هنا تكون رايب هل بخصولة اه كانوا فيه يعني في هذاك الوقت بنتذكر كان فيه هذا البيض غير بلدي موجود يعني كثرة نعم 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 اه وفي نفس الوقت كانوا جبني وما جبني يعني الناس يستعملوا والتطلي والطبيخ العناب زي اللي حكيت لك عنه قمردين كنت خيرات كثيرة وقمردين مين كنت تجيبوا قمردين قمردين بكوا يجيبوا النايا من ياسر ينزلوا هذول التجار نعم صحابي دكا كين ينزلوا على ياسر على كالكيلي يجيبوا قمردين وجيبوا جميع طلبات الناس يجيبوا طب يا حاج كان يعني يكون فيه صلاة الترويح فيه صلاة الترويح كان وكانت لانس ملتزمين في الصلاة بالشكل الصحي والجوامع الجامعة الكبير هذا كان ملال طب كان فيه مسحر حاج وكان فيه مسحر هذا صوته كان يرعد اهل شفر كاسم وهي العزول من المغرب نعم شركة يعني مكبر صوته كان لما يكيف لما يكيف على تجاه واحد وصيح نعم شايف يا سامعين سامعين الصوت صلوا على النبي صلوا على النبي وقوموا الصحروا نعم صحور يا نانس صحور يا عالم فيكم من النوم هذا صوته يرعد الناس لو انه الواحد ميت بدي بيقعه تذكر شو اسمه هذا الشخص؟ اسمه اعتقد اسمه محمد محمد من اي عائلة هذا الشخص؟ هذا من اه هواه يمجاير من من اي عائلة من عائلة دار فريج فريج مين بيتبعه دار فريجة حدس؟ هذا ذا مثل ما تقول عائلة مستقلة صغيرة اه صغيرة طيب كان يأخذ فلوس من الاهالي كان الفكير هو الزلم نعم اه كان الناس يصدقوا عليه يجي صدقوا عليه غذي يعطوه غذي طيب كان يفطر على الاذان من الـ على الصحو لا الافطار الافطار يفطر على الاذان ولا في مدفع؟ مفيش مدافع مفيش مدفع قريب منكم اه كان المؤذن نعم هذا مثل ما تقول صح الناس بكر بكر نعم يقعدوا للصحو نعم وبعدين تجامع في وسط البلد يعزن الشيخ يعزن اول اذان ويقول هذا امساك بعد الاذان الاول اه في امساك يا جماع في امساك مشان ما تمنونه عن الاكل الاذان الثاني خلف انتهى الامر طيب الناس كانوا يعني كانوا ملتزنين لا كمان يعملوا ولائم وعزائم لبعض يعني كانوا اه كيف يا حج هذا كانوا كانت هذه انتما تقول يعني العادات النحة كانت عندهم كانوا يأزموا بعضهم البعض طيب انا اعزم خواتي اخواني ايه جيراني نعزم بعض من البعض هم يأزمونا وحنا نعزمهم ونوكل مع بعضنا وبعدين اه بعض احيان نخرج على الديوان نعم الاكل وتلاكي هالغريب مشان يصحر معنا اغلب الاحيان نعم يفطروا السحر انه نروح نود الفطرة وين نفطر مع بعضنا في الديوان مشان الغريب اللي موجود وبدو نام في الديوان يفطر معنا ففي حلويات في رمضان خاصة في رمضان في حلويات كان يعملوا رزب حليب وهي طلية مع خروب عنكم خروب؟ في خروب اه كانوا يجيبوا خرب نشتروا خروب يعملوا مع حليب يعني؟ يعملوا اه زي هي طلية مع سكة واشي هذا في رمضان قطائف كان معروف عنكم حاليب؟ قطائف مكنش مولود في ذاك الوقت مكن كانوا هم على ديهم. يعملوا على ديهم الحريم. نعم. تعمل على ديهم. على ديهم. طيب. يعمل الحريم على دينهم. نعم. يعمل الزلادي. فرايك. يا حج. تاني يوم يعني اخر يوم في رمضان بكرة مثلا العيد. بصير فيه يعني ترتبات معينة للعيد. عيد الفطر السعيد. نعم. شو ترتباتكو للعيد. التعداد للعيد. شايف كيف. نعم. الناس بتكون مستعدة اه توزح حلو على المقبرة. الصبح. اه. بعد صلاة العيد. نعم. لكن المقبرة تنغل نغل. واللي عامل زلادي. اللي عامل فرايك مع سكر. نعم. واللي عامل زلادي. واللي جادي بير مسلوك. نعم. واللي جادي اكل. اه من جميع ما احب بدل. اللي جادي سطل بحتة. رضي اتوزي على هالناس. على هالأولاد. وعلى هالبنات. وعلى هالحريب. طيب. هذا على الروح النموات. كل الناس بيصلي صلاة العيد يا حج. نعم. صلاة العيد كل كل بيصليها. صلاة العيد. انا اللي بيعاش هو في هذا الوقت ما كان يستثمي ولا مخلوق. في الجامع. كل الناس كانت بيصروح يصلي طيب. اه. وكانوا انها سلموا عبعض بعض صلاة العيد مثلا. المحابب. وبيتزاوروا في اله. وبيتزاور اه. بروحوا مثلا على. وبيتزاوروا بيجوا عبعضهم نعم. ولياهم او بناتهم. نعم. بصر والرحم. نعم. بالشكل الصحيح. نعم. ولا واحد الا بصير رحمه. الحمد لله. طيب اه كان يكون اه في معاهدة للولاد الصغار. يخذه معاهدة للولاد الصغار. يعني عيدوهم. اه. والله هذا يعني كان شغلة خاصة تكريبا. اه. يعني انت بتعرف لما واحد مثلا بده نقط ولده صغير. علشان يعني امه بيكون رحمه وكده واشي. نعم. اه. ما فيش معاهدة. طيب كان في يعني لهم مراجيح. كان في اه مراصل يعني فيه اتصال مع بعضهم. طيب فيه مراجيح كان الزار؟ في الحب. فيه مراجيح نعم. المراجيح هذي كانوا يستعانوها في حارات مخبصة. يعني بالأجر. بالأجر ولا بايش. لا لا هذي كانوا يعملوها مشان يلعبوا الولاد فيه. اه. اه. يعني مثلا تكون لهم الحارة. نعم. يتفقوا مع بعضهم. يعملوا مراجيحة مشان ولادهم. طيب اللي له اخت او اخ خارج القريب اروح لها حج. خارج القريب. نعم. على طول ولا. ما يتخرش. تتذكر شو كان ياخذوا لبعض فلوس ولا حلويات ولا. والله كانوا اللي باعرفوا. نعم. انو كانوا ياخذوا معهم اكلات يعني. نعم. اللي كانوا اروح على اخته. نعم. برا. نعم. هي مثل ما تقول اه. ياخدوا طبخة. بعض احيان باكوا يشتروا هدوم. 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 ملابس. اه. وبعض احيان الناس ياخذوا مثلا مأكونات. اه. محببي. طيب يا حاج شو بيختلف العيد الصغير عن العيد الكبير. عيد الافحام مبارك. والله العيد الصغير شغل حلو. نعم. يعني تعامل الناس الحلو. العيد الكبير. العيد الكبير طبعا يكون محضرين ضحايا. نعم. كل اهل القريب بضحوا ولا يعني. لله اغلب الناس تكريبا بضحوا. شو بضحوا عجول ولا خرفان. خرفان. اه خرفان. بكى بخروفة حسن خروفة تخضب لي. كانت الناس تأدي الزكاة في رمضان. ذكا نعم. كانوا محابضين عليها الزكاة وأدوها بالكامل. اه. طيب يا حاج. انا واحد عنده حاجة اللي يفعل ذكاة. طب عيد المولد النبو الشريف يا حاج كنتت يحيوه? في هذا الوقت والله اعتقد لك اه كانوا الناس اللي يعني فيما تكون متعودين. نعم. يحيو هذا الموسم. نعم. كانوا ما يتأخروش. اه. لا شك كانوا ما يتأخروش ألو. يحيو هذا في البيض الشريف. طب خميس البيض حاجة بتعرفوا خميس البيض. نعم. خميس البيض. خميس البيض. كانوا الناس يسركوا بيض. نعم. وصيروا في هالحراطة تقشوا في بيض. كانوا شغلون. نعم. كانوا شغلون. نعم. كانوا شغلون. الراس في الراس والعيس منهم. الناس بقول يأخذونهم عشر بيض. خمسة شهر بيض. يربحهم بعضهم البعض. الشباب الزغار؟ الشباب خدري بقول يلعبوا. طيح. بقي يجيبوا البيض لنكونكة. اه. 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 صيروا تقشفوا البيض هالله. هالي ولادوا يخضونهم. في البيض خاص. نعم. هذا لما تحطوا على سلمكة. يصيري رن رن. انا بكات تاجر في البيض. ابيعه واشتري في البيض. نعم. بكات متسمن في هالشغلة. شايف. ألملي عشرين ثلاثين بيضا. شاطر كده. من هالي ولاد. اه. طيب المواسم. مواسم النبي روبيو والنبي صارح. كنتم تروحولها يا حج. بكاء بقى الناس روح. بكينا الروح على القدس. طيب يا حج بس بعد ادنك. بكينا الروح على. بعد ادنك نتابع بعد شوية بس خاني نقد استراحة اذا سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحج محمود. محمد عثمان ابو نضال. من قرية كفر قاسم وهذا الجزء هو الجزء الرابع من هذه المقابلة. حج كنا نحكي اه باخر الجزء الثالث عن اه احتفالات ومواسم النبي روبيو والنبي صالح. حكيت له كنتم تروح على القدس يا حج. اه فعلا كنا نروح على القدس. نعم. كنا نروح على القدس مقدس نقعد لنا يمين في القدس او ثلاثي. مع مين كنتم تروح يا حج. بكيت انا اشترك روح مع الخطوة عمود. هاي لما لما سألتك زرت المدن بقيت لي ما ما زرت مدن. نعم. هستذكرت اناك زرت القدس يعني. اه ها 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 هذي مواسم خاصة. نعم. اذكرنا انه فعلا كنا نروح على القدس مع بعض احيانا روح معي حياة جدة. نعم. شايف بكت جدتي وانا ظهير تخذني كانوا مجدة في حالة روح مع جملة حريفة ابوي كذلك الامر كمان رفايكو اللي معه من سنه رفايكو زملائه كانوا يروحوا معه يروحوا مع بعضنا وإحنا نوخذ كل واحد يوخذ ابن معه بكنا نروح على الكدس نتعبت هناك يومين ثلاثي في الحرم الشريف وكنا الروح على ابونا ابراهيم الخليل الخليل بعد الكدس الروح على الخليل كمان نتقدس هناك نقعدين نخرى كمان ليلتين كانت الحياة في يعني من أحلى من أحلى الزيارات اللي فعلا طعمها لليوم ولا بكرة ما بننسهوش بهمنا نعم بنبكى عليه على هذيك الحياة والعز هو طيب يا حج النبي روبين كنت تروحوا للمواسم المواسم اللي وش يزموا النبي هاي النبي فالح وكذا وشي المواسم هاي اللي كان يكون فيها هذه المفكول يعني نمر عليها نمر الكرام يعني قد بلنا يعني الساعات معدودية ونمشي شو كان نعملوا في المواسم يحدد؟ كانوا يصلوا يتعبدوا الناس وصلوا تجارة يبيعوا اه ويذكروا ويذكروا مع بعضهم البعض نعم طيب يا حج يذكروا الصالحين والألب والياء نعم جورهم مثلا هونا وهونا 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 طيب يا حد كلها انت عارس بلاد مقدسة الحمد لله الحمد لله كلها بلاد مقدسة جميع الصالحين والأنبياء الصالحين وكلهم هام في بلاد مقدسة الحمد لله الحمد لله طيب يا حج بدنا نحكي عن موضوع الزواج لما كان انت زوجت في كفر قاسم ولا بعد ما طلعت من كفر قاسم لا هو بعد لانه كنت صغير في كفر قاسم بعد ما كبرنا عاج يعني كانوا نزوجوا صغير مهم بعد ما كبرنا نعم فيما تقول احنا طلعنا بكير شوي من كفر قاسم طيب وكان عمري بحدود الأعضاء في جيل السنة طيب يا حج تتذكر وانت شاب صغير وانت طفل لما كانوا مثلا لما كانوا واحد يتزوج واحدا كانوا ودي مثلا امه واخته يعملن بالاول يعني زيارة لها العروس ينقدن العروس والله يا ابني تقدر تكوب انه احنا نعم يعني عاداتنا كانت في هذاك الوقت نعم انه بنت فلان بنت فلان معروفة يعني كنت تشوفها انت حتى ولو ما يعني بدون قصد يعني نعم تشوف هتلقيها فيها الطريق مش مرة ومرتين وثلاث واربع دائما يعني الناس كلها معرفين ببعضهم البعض بعدين الحريم اللي مثل ما تكون فيه انهم شد توصل مع بعضهم البعض اكثر من الرجال نعم يعني الحرمي مثلا انا والدتي مثلا انا بدي الزوج والدتي بتروح بتختار تشوف اللي بنت بتقول هذا انا بختارها لك هذا محترمة هذا من عائلة طيبة نعم هادي بيحة هادي شلبي هادي كده نعم يعني بتدخلها في دماغي انه هادي هي منتم طب لما تروحوا وهكذا يعني الناس كانوا في هذاك الوقت لما تروحوا جاها لما كانوا روحوا جاها بعد النجدة هاي مثلا او يعني بعد ما تروح الام العريس على ام العروس كويس كان يعني يكون اه مثلا في ترتيبات معینة في هذا الموضوع فيت覆ami فيت كثبت اذكروني يهاد حج كيف كثبت أخذوا لني يعني مثلا انا داعرف واحد جدا من الناس محترم ختيار شيخ جليب نعم نعم نشوف انه النكم واحد من هال اجاويب نعم وبنطب ايد مثلا بنت يد من الناس نعم وبيجي المأذون نجيب المأذون نكونوا اتفقين يعني فالمأذون بعقد العقد وبنهي كل شيء نعم وبكون رضى الطرفين يعني وفيه شهاد موجودين طب مين كان معدون القرية حاج والله في بتذكر احنا انا يومتنا جوازت جابه معدون من بره وش من ناس البلد نعم لانه كان في النسحة احنا النسحة انت عارف مش يعني لا بدنا كفر قاسم كفر قاسم في هذاك الوقت كان الشيخ علي نعم الشيخ دهول هم اللي بيكتب الكتب هم اللي كانوا الوحدين اللي كانوا يكتبوا في البلد اهه بين الناس ويجوزوا عن طريقهم هم طب كانوا ياخدوا فلوس مقابل اه انهم يكتبوا كتاب فلانة او علامة كان انت عايز اه الشغلة متى انت شغلت فلوس نعم بس كانوا الناس يعني كانت تعطيهم هدايا يعني طب تذكر حاج يعني شو قيمة المهر كانت في هذاك الوقت والله المهر كان يعني فيما تكون اه صالع نازل مش كل اوقات يعني حد الادنى تذكروا كم حد الادنى حدود المدد حد اعلى حد اعلى غاية اربع مئة كانت يعني كانت فيه مهور غالي اربع مئة والله انت عارف فيه ناس يعني بكون عندهم فيما تكون البنت عزيزة وناس فيما تكون فوق نعم نحبه يعني طب يو حاج كان يعني تتفاوت اه قيمة المهر طبعا لي او يعني لانه والله هذا قريب او هذا غريب او هذا من القرية او هذا خارج القرية فيه تميز فيه تميز نعم الغريب نعم كانوا يحملوا زيادة عن طاقته شوي نعم اه والقريب كانوا يعني فيه تساهل مع القريب طب تذكر شو كانت كشة العروس يا حاج والله كانوا فيه الاجهزة هاي اللي كانوا يجهزوها للعروس نعم كانت يعني هنا تكون مو زي اللوم كانوا يروح على التاجر نعم مثلا موجود في المدينة ويجينا هالنسوان حسب الطلب اللي كان فيهذاك الوقت موجود يعني بلبك لهالعروس او بلزم لهالعروس كل جميل نعم نباس مثلا احزيمة عصبات مناديل شغلات اللي كان فيه الوقت كان فيه انهم طلب يعني والناس كانت ايش تتعامل مع الموضة اللي كانت موجودة مو زي اليوم اليوم شغلات غير شكل يعني طيب يحد صندوق العروس كان موجود يحد فيه كانوا كانوا العروس كانوا طلعوا معها صندوق وحطوا بوعيها بكلب الصندوق الصندوق هذا يعني مستقل يعني بيجي ما بجيش حتى تد التخت لجايش ولي زي التخت علوي يعني صندوق يعني كنت تشتروا من وين هذا الصندوق من وين كنت تشتروا هذا الصندوق كانوا جيبوه من المدينة عندنا متجرين بكوا يضبطون وبعدين زرخ فوق زرخ فوق زخرة فيعملوا زخرة في زي زخرة طيب يا حج كان فيه اشي اسمه هدم العم و هدم الخال والله بذكر فيه كان هدم الخال بكيت اسمع فيها الحكي نعم هدم الخال و هدم العم كنت اسمع فيه منه بس احنا دوم اعتقد هذي الموضر احتمت احنا نحكي عنه زمان لعضاك الوقت كان موجود طب كان يعني تذكر قيمة الهدم الخال هدم العم قد كم كان تكون والله يا ابني كان فيها ذاك الوقت انتع عدد كل شرخي اسم بلعش طب يعني احسن هدم بجوز بحدود بارة ليس تيمس طب كان هناك ينقطوها الخال والعم للعروس طبعا لما مثلا يجي الخال يأخذ الهدم طبعا بيكون موزم بيكون موزم تنكوت طب يا حج تذكر كم ليلة كانوا عللوا الناس والله السحجي كان يسحجوها الناس للعروس نعم كانت يعني دياني دياني مش ليلة واحدة ثلاث ديالة اربعة ديالة ديالتين نعم واخر الليلة تكون حامل محظرين يعني هما تكون اللي طول الليل يظلهم يسحجوا اخر الليلة والله اول ليلة ثانية الليلة يعني تحماية بتكون اه بعدين لما تحمى اخر الليلة لا الصبح تظل الناس الصيح لا الصبح ويتدفوا على هالنار ويجبشوا وغنوا ويرقصوا قلت لي كنتوا بتولعوا في شو في الاعراس في العرايس في السحجة كان حطب لشان تضوي على الناس كلها الحطب وبالكركات يرموا الحطب وين على النار النتش ما يرموا النتش على النار إلا تهب زي الكاز زي البلزين تشلهب طيب تتذكر مين اللي كان يحيي الاعراس يا حج؟ نعم اللي كان يحيي الاعراس في الليالي كانت فيه حدا معين؟ فيه كانوا يعني في نفس البلد كانوا ناس يتعاملوا في الغنانة الغنانة والسحجة في الغنانة والسحجة نعم ناس مخصصين يعني شباب مين منهم مثلا؟ مخصصين واحد اسم زكي زكي الجبريل نعم فيه بعض ناس منهم هذا كول كولي حدايا يعني كنت تجيبوا حدايا من خارج القرية؟ بعدين ناس يجيبوا من برة حدايا أقوى مثل العراني العجاوي مشهورين هذول هذول مشهورين في هالشغل شغلت الحب يعني في كل يعملوا زي كل واحد يرب على الثاني الشباب وتشجيعات طب الشبابة كنتوا تستخدموها وفيه شباب كان مين كان يلعب على الشبابة عند تنقل؟ شباب كان أي واحد يشبب من هالرعيان كانوا شبابه رعيان ماهرين في هالشغل نعم لما صيروا يجبوا الشباب نعم في أثناء الاستراحة نعم يروح يستريحهم في كل ساعة الزمان تحت السدري هاي يفقور كاسم سدري كبير هذا تأخذ مية زلمة كانوا يحيو الحفلات يحملوها تحت هناك كنا نقعد نعم نذكر كنا نروح هناك وصيروا الشباب يدلكوا وتبعين هذول على الشبابة وعن يرغوط كانوا يحيو الحفل طيب لما كانوا يحيو الليالي التعليلة هاي كانوا عند بيوتهم ولا في الليالي عند السدري؟ لا يوم القرص بالذات يوم الاستحجي في الليل يوم القرص في النهار كانوا يجوا على السدري لكن بالنسبة للتعليلة في الليل نعم كانوا قريبين على دورهم دور دار العريس يعني حطوا النتش في الساحة اللي دار العريس قريب عليها اها ويوم الزفة السحجي طول الليل هنا ويوم الزفاف عند السدري يوم الزفاف جميع البلد اللي ماشي في الزفة كانت تتروح عند السدري طيب آخر ليلة كانوا يحنوا كانوا يحنوا كان 2 يوم السحجي طيب يحنوا العريس ويعروس بيحنو tr Cara او زبان يحنين العروس ويزنوا Yani بيحنوا العريس طيب 2 يوم الزفاف 2 يوم يوم الزفاف في مager فيه سحجي وبعد السحجي مباشرة في طبيق شو طبيق؟ مناسف كان يذبحوا كتير للناس؟ والله حسب المقدرة نعم عندك مقدرة تذبح كتير نعم المهم الناس ينبسط يعني قد ما يحضر من الناس كان ينبسط ويعقد ويشفع طيب يا حج كان يكون فيه انقوط يا حج فيه انقوط مش كل الناس اللي تنقض نعم لنقطة مثلا غريبين كانوا بنقطة قوايد بعض احيان يعني كانوا نقطة انقوط كان حاصل كان حاصل نقطة كانوا نقطة قوايد يجيبوا معهم خرفان مثلا يجيبوا معهم جداية انقوط هذا بعد الاكل اللي بقدر عليه الانسان بقدمه مثل طراهج خصاري نعم طيب العريس كانوا يودوه على محل مهين اني يختسلوا انت صاحبه له كانوا يوصلوا مشان ما تكون فيه أنا قرابتك بدك انت تروح بدك تحضر لك الزسي في هذا اليوم نعم رأسا انا قرابتك اروح نجهز لك الحمام نعم كلك تفضل على البيت تبعين نعم انت وهالشباب وهالهذا بتتحمم في البيت عنا وبتنبس لوعيق وبتطلع وبنزفك طب يزفوه ومشي ولا على الخير والله كنا نركب على الخير ويغنوا نركب على الخير وميور ولوين توصلوه كنا انلس مثل ما تكون بث يعني لستين نعم في الشارع قدر ساعة ساعة ونصف نعم حسب الوقت اه بعد الزسي نعم مباشرة يعني كنا اعتقد انو كانوا الناس يتغدوا وبعدين يتغدوا نعم يتغدوا بالأول وبعدين يروح يزفوا العريف يزفوا مع العريف يزفوا فيه وضوا على راكب على الحصان لحتى بعد العصر محريبا نعم وبعدين بصيروا وطاردوا الناس على الخيل لما يستريحوا بطاردوا على الخيل وهذا وبعدين بكون هي اخذ اخر المطاف بكون زفة العريف اخر شيء طيب العروس اذا كانت من قرية كيف تجيبوها يا حد؟ والله العروس اذا كانت من قرية ثانية ممكن يجيبوها قبل بيوم ممكن يجيبوها في واحد عزمها قربة العريف يعني عمه خاله قريب منه يقول هاي ضيفي عندي نعم اه بظل عنده معزز مكرم شايف حين ما انه تم الزفة اه تم الزفات كله طيب وإذا من القرية بتكون عنده بيت اهلها ولا طبعا منه فدات اهل طيب كيف يخرجوها للعروس من بيتها؟ من الحريم بروح بطلع عنها نعم بطلع عنها وبودينها وين؟ له العريف على دار العروس طيب في الزفة بزفوها على جمل على فرس عليش بزفوها؟ العروس نعم العروس ما بزفوها النسوان بزفينها زل ما تقول اه بل ما بعرضش كيف النسوان يعني بتعاملين مع هاد العروس يعني بمشينها بناتهم يعني ما بركبينهن على الحصان او على حودج اللي بركبينهن على الحصان غيرش العريس يعني بكيتها ما شبش الا العريس بس لو كانت بعيدة شوية تمشي ماشي على الأقدام العروس اعتقد لك ما بدلي يعني كانت بعيدة ممكن نركبوها طيب مين كان وجود الفرس اذا كانت على فرس؟ او مين كان وجود العروس نفسها بيدها مثلا ومشيها ابوها خالها عمها؟ نعم واحد منهم واحد منهم اقرباء وبتتنقت العروس؟ العروس اللي بمكتنا الحريب النساء طب العروس وهي باتجاه بيت العريس حدا بيعزمها حدا؟ بعزموها القاندين طبعا القاندين على أهل العريس طب اذا مرت فاردة من قريتكو لقرية أخرى تعزموهم اشي تقدموهم حلويات؟ بالنسبة للناس الثانين؟ الفاردة اللي بتخترق مدن قريتك؟ الناس الثانين طبعا نعزمهم نعم نحن بم نجيب بنت من ثاني بلد نعم بجيبوها أهل البلد نعم بجيبوها فالطريق احنا بنلاقيهم نعم بتكون هي راكبة راكبة على مثل ما تقول على حصان أو بعامل عاملين هودج على بعير نعم ومركبين لها عروس واحنا بدورنا بنلاقيها بكوننا التفكين يعني نعم على مصطف الطريق مثلا نعم بنأخذ العروس منهم بشاركي وبنحييهم وبنحترمهم وبنأزم عليهم طيب يا حج فيش اسمه ذبيحة الشباب كان موجود في القرية؟ ذبيحة الشباب؟ نعم هذه العادة كانت موجودة؟ والله أنا جاء هذا ذبيحة الشباب ما كنتش اسمعها ما كنت اسمعها نعم طيب كان فيش اسمه يعني زيارة صباحية العروس مثلا؟ فيه صار فيه كانت تروح مين؟ أمها للعروس؟ صباحية العروس على الصبح طبعا أبوها وإمها نعم طبعا يحملوا اللي تقدروا يحملوه وضروه على على ابنتهم وسلموا وباركوا لا إلهة ولا جوزة طب العريس بيرد هاي الزيارة؟ العريس اعتقد ما بروحش بس الواجب اللي بروحه اللي من أهل العروس أهل العروس طب حج بدنا نروح على موضوع الوفاة كان في مقبرة ولا أكثر في القرية؟ والله المقبرة المشهورة اللي كانت في القرية نعم دمروها العراقية لا خلينا من أول ما أنت ولدت لعندي 48 47 47 هيا لس المقبرة الكديمة كانت في مقبرة واحدة؟ مقبرة واحدة كيش عندكو مقبرة ثانية؟ لا هاي الثانية بعد بعد 48 بعد ما تدمرت هذه طيب هاي المقبرة حاجة وين جايها بالضبط من القرية؟ كيف الموقعها؟ المقبرة كانت اه اعتراها في البلد من غربه من غربه؟ الغربه للجنود طيب اه يعني مساحتها كانت يعني داخل الاراضة يعني داخل القرية قريبة من السكان وين بينا شوية؟ القرية نعم كان حجمها موش كبير فيها نعم القرية كانت يعني شوية يعني قدر أربع ثلاث مسلم والناس كانوا يبنوا يبعدوا عن المقبرة وعموا نعم المقبرة كانت تقدر تكون المقبرة نادئ كليل يعني العمار فيه قريب منها قريب منها وبعدين الشارع مع جنبها الشارع مع جنبها فكنا اه الشخص اللي توفع كان رجل وحرمه فروح مطل رجل طيب يا حاج لما واحد يتوفى كان اهل القرية كلهم بيطلعوا بعد جنازة ولا يعني المقربين الوه؟ لما كان واحد يتوفى كانت الناس كلها تكون قوموا واحد بيتركوا اعمالهم واشغالهم ابدا ولا يعني عندهم هذا العادي منتاز جدا نعم كانوا كوموا بالواجب الشكل الصحيح وبعدين طيب حظوا اكل حمولي من الحماية حجي متحظر اكل لأهل المية نعم اللي توفع وبأزموهم الحمولي كلها حمول في المية نعم بأزموهم على الديوان الحمول السابق نعم مش بس اهل مش بس اهلوا اهل المية كل الحمول كمان الحمولي كلها قرائبوا كلهم نعم بالضبط يا عمي واذاكو عندنا يعني كل الحماية تتحمل عزيمة اله بالضبط كل يوم عند حمولة ثانية بالضبط يعني فيما تكون باحترام عندهم انه حمولة هادة تحترم الحمولة الثانية طب سوان كان فرح او كرد اقولوا خمح الله يكون في عزب نعم يعني يكون متبادل بناتهم الحكي هادة طيب يا حج المتوفي وين بيغسلوه المتوفي طبعا في بيتوله في الجامع المتوفي بغسلوه في مثل ما تقول الكاربين في دارهم فيهم جران مثلا جران وداية عمهم وداية اخوان نعم بيم العنش من الوجود في مصدار هاي host طيب وبعدين بودوا على الجامع councilوا عليه وبعدين بودوا على الجامع نعم وصلوا عليه وبعدين برويا عالمقبة وبعدين بادهم بحملوا وبودوا عم الكتاب طب كيف يتم اخبار هل القرية بوفاة خلان مثلا عين طريق الجامع يا طريق الجامع وины يعنى في هنا واحد مثلا بحكى في السماعة في الجامع طيب يا حاج يعني بيجوا ناس من برية القرية على العزياتها على التقديم العزيات والله اللي بكون يعني فيه له معارف وفيه له نسائب وفيه له اقرباء في ثاني بلد طبعا بيجب كم بستمر تقريبا كم بستمر ايام العزيات حاج ثلاث ايام العادة ثلاث ايام طب النساء بيلحقن الرجال على المقبرة النساء طبعا بيكون انه واحدهم بعد ما الرجال يرجعوا عن المقبرة قريبات الميت مثل امه مثل اخته خواته مثل عماته مثل خالاته او هاللي بيعرفوا طبعا هاللي بيعرفهم بعضهم الحرين فبروح هنقول لهم بروح هنبكون بالواجب يعني في التضبيط القبر نعم وبعدين بوزعوا لهالولاء على هالولاد اللي موجودين هناك نعم العيال الصغار طيب يا حاج كان يكون بوزعوا الروح الميت بوزعوا مثلا بوزعوا فرايك زلابي اه قمر مثلا موجود نعم اه فواكه موجودة ان الله بقدرهم عليه بوزعوا على هالولاد طيب يا حاج صار انه استشهد حدا من القرية وصار له عزاء اذا واحد اه يعني خلال قبل 48 حال استشهد من القرية ودفنتو مثلا وسوتو له عزاء في القرية ولا ما صار اه قبل 48 اه قبل 48 اتوفت الختيار لا بقصد كشهيد شهيد اه 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 راح شهده قبل 48 اه راح شهده واحنا وكانوا يطلق حراسة 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 على رأس العين من البلد وغربه نعم بين اليهود وبين اه وبين نحن نعم اهل البلد نعم كانوا اهل البلد فيما تكونوا طلبوا حراسة وين على الحدوث اه فيه اثنين صف والله يرحمهم اه مين قتلهم احد اليهود اليهود طيب اليهود لما قتلوهم دفنتوهم انتو في الخارجة تكون دفنتوهم الى وين في قريتنا طيب كان عزائهم يعني مختلف عن العزاء العادي اليهود 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 اه اجوهم ماش من خارج القرية مثلا نعم اليهود اليهود كمان طب صار فيه زغاريت صار فيه طخ والله ايه شغلة الطخ هذه كانت يعني قليل الزغاريت مثلا الزغاريت كانوا شعور بالفخار كانوا برضو يعني مادر كليوت من الناسوا نعم اه واحد اللي توفوا الله يرحمه بيه خلص بيروحوا بكبروا وامتهت المشكلة تتذكر اسماغوا ما دول اتنين اشياء احد اليه اللي توفوا الله يرحمهم نعم واحد اسمي محمود حمود ابن عبد الحميد من ايه عائلة معام من العائلة الدار الطهر نعم والثاني حج والثاني والثاني هو ريع عن ذادي يعني مثاني حمود الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه طيب حج بده انتقل لموضوع الحج كانك ذكرتلي خلال المقابلة انه جدك راه على على الحج اه فيه يعني تتذكر عدد الناس اللي راحوا على الحج قبل 8 ربين من القرية والله كانوا في هداك الوقت اللي كانوا روحوا لان المستنفي بعيدة نعم وفيه تكل فيه نعم يعني سيدة جدية الله يرحمه ايش كان روح يزيبه شهرين ثلاث لحتين راح مرة ولا اكتر هو والله راح تقريبا يعني مرتين ثلاث عظيم كان متدين يعني جدا كان متدين وبعدين عظمه قوي يعني كان روح شايف وغب شهرين ثلاث ويل نعم نزل على الترين يركب في الترين كان يروح عن طريق القطار عن طريق القطار طيب حج لما يرجع فيه غيره حد من القرية لا حج والله هي اقلة 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 يعني اللي فيما تكون معزيدين على الأصابع عشرة خمسة عشر واحد تذكر حدا منهم احد عشر واحد والله كان بتذكر في هذاك الوقت جدتي جدتي ام ابوي وجدتي ام ممي روحنا على الحج روحنا على الحج وبعدين طبعا جدتي ام ممي هي وجوزها نعم في سيدك نعم اه يعني زيدك راح يعني سيدك ابو امك و سيدك ابو ابوك بالضبط سيادة سنين وستاتة شمية سنتين سنتين طب يحاج كنت توزد يعني توصلوهم لمحطة القطار لمحطة القطار لمحطة القطار كوداع كوداع توصلوهم طب علش تركبوهم يعني لما تودوهم للقطار عجمال على كانوا كانوا لما روح ركبهم نعم نخدهم ركبهم على عزك على الذهاي يصلوا لهنا ونخدهم مصر يخدوا معهم شوية حج على الحج والله كانوا يخدوا شوية ذات زوعة انت غشي نعم محظين مثل ما فور فرائق وكلا وبيض مسلوق وطمر ومصمر يعني لشان يوكلوا على الطريق وبرضو في الطريق في الطريق فيه اكل وشرب في الطريق بيشتروا فيه اه بس يخدهم هنا تكون يعني شيء قليل بس انت ما بتعرف بعد ما يطلعوا بالقطار ما بتعرف كيف يطلعوا ويوصلوا لله ما بدل لما يروح يطلعوا بالقطار ما كان حدثوك عن انه يعني بعد ما يصلوا لاخر محطة في فلسطين مثلا كيف كانوا يطلعوا بعد ذلك عالبحر عالجمال والله ما كان ما فيه خلص ينقطع الاخبار عنهم الاخبار عنهم طب لما كانوا يرجعوا برضو كنتوا تروحوا تستخلوهم كنا عرسلين طيب اهل القرية بدوا زروهم نعم لما روحوا الهجار عالبلد نعم يجوا الناس يهنوهم بالسلامة يضاروا تقولهم في الحجة أو يعني أدو الواجب العالف الناس كانت الناس فيه يعني هنا تقول فيه شدة توصل بناتهم متينة كوية كانوا فيه حب زيادة عن اللزوج طب انت كيف كانت علاقتك مع جدك ابو والدك علاقتي كانت ذهب كنت تحبه كثير معناتك انت تحبه زيادة عن اللزوج شو كان يجيبك معهم من الحجة حجة والله يا سيدي الله يرحمه يعني كنتنا الوحيد معاني في المهجودة هناك في الضار نعم كان كل سنة يخذنا عن الحج كاسب في كالكيلة نعم ويشتينه يشتينه كامل يعني يشتينه من قدم الاربس طب شو كان يجيبك معهم من الحج من هناك والله ما ننذكر باك بعض احيان يجيب طرفيش ويجيب شغلات دعاب ويجيب معهم ميت زمزم وباك يجيب ميت زمزم ويجيب قمر والناس اللي تجيوا عندهم مثلا مثاويت بيجيب للناس بوزع يعني للزوار طيب كان لهم هيب هذولا امام الناس انه هذا حج بيت الله كانوا يحترموا كثير جال عن نزوج انه كان روح نعم في هذاك الوقت وغبل شهرين ثلاثين لقبض الحج كان لما يجي كانوا نازل عليهم من السماء كانوا يعزموه يعني الغريبين والقريبين كانوا تجور دعوات اه عزام والله كانت عارف يعني الناس اللي بنا عارفهم بيعرفونا شايف وفي الناس في الارحام والقريبين علينا كانوا سعلا يكونوا ذو الواجهة كان يحدثكم حج عن زيارته لمكة وشو كان يعمل وشو كان يتعبد كان اه كان يحدثنا وشعوره كانت تعالي فيه على درجة كان يعني دائما وابدا يعني كودي لالله سبحانه وتعالى بدي يسعده وبيدي يعطيه خير الكثير الربنا بوفق وبروح على البلاد المكدسة وبحج يؤدي واجب الحجي قبل ما يموت انت حجيتي حج؟ الحمد لله بعد ما طلعتهم الباع حجيتي حجيتي الحمد لله طيب البيوت بيتهم مثلا كانوا يعني زينوه مثلا بشجر بورود كانوا اه في ناس كانوا زينوا كانوا جيبوا مثلا شجر خطوه على البوادات نباد دورهم خطوه خشبه ألقوا ثور وكتابه على جريدي نعم او ضبطيها وكتبه عليها مراحبا حج مبروط وساعي مشكور اه وساعي مشكور حج مبروط وساعي مشكور وهكذا يعني كانوا اه اه طيب يا حج اه الحمد لله الحمد لله والاكثر ينبصوا من الانسان اللي ربه سبحانه وتعالى اعطاء القوة وروح بالصحة والسلام الحمد لله طيب يا حج بعد انك بدنا ناخد استراحة وانتابع حديثنا شكرا جزيلا اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحج ابو نضال وهذا الجزء هو الجزء الخامس من هذه المقابلة وبه نفتح اسئلة القسم الثاني والمتعلقة بفترة الانتداب البريطاني وتفضيل العصبات الصهيونية واثار النكبة ورحلة اللجوء والشتاث اه حج سمعت بثرة الستة وثلاثين كان عمرك سنتين ستة ثلاثين في عداك الوقت كان عمره حدود الاربع تتشفين كان عمرك سنتين كان عمرك سنتين كان عمرك سنتين يا حج من من الاربع ثلاثين نعم لغاية كان عمرك سنتين في ستة وثلاثين كان عمرك سنتين نعم كان حتسوق على ثورة الستة وثلاثين اه انا كنت يعني دور بدي صاحب نعم صاحب طيب شو يعني حدا حكالك عنها حدثك عنها طورة الستراثين اهلك والدك جدا لا احنا كنا شاهد نعم في الراك الوقت شاهدنا الانكليز لما حصرونا شاهدت مين الانكليز بمأدوا على البلد القريد ودمدموا الحلين الجانع واخذوا الظلم رجال يدوروا على سلاح طبعا السلاح طبعا في العناير في تحت الصبر نعم فورا يعني تحت الرجوم نعم يبحشوا ودوروا على السلاح السلاح يعني متهمين الناس انه عندهم سلاح ومخبينهم متفنين نعم وبعدين الساجعة اللي فاجعونا فيها نعم وتأصرت حتى الولاد الصغار يتأثر منها حركوا البيضة حركوا رزق كلها اللي كانت موجودة على البيضة تذكر اي سنة يا حاج هذا الكلام؟ نعم اي سنة هذا الكلام؟ هذا سنة 36 طيب اه حاج اهل قريدك او حاجة من عائدك شاركت في كورة 36؟ كان مع الثوار يعني؟ لا لا على اينا ما كانش حبيب طيب في هداك الوقت كنت انا صغير صغير يعني بس شبته البيضة لما روحت اركض مع الناس نعم لكات البيضة فحن سودة نعم البيضة قريبنا ونسايبنا واهلنا كانت فحن سودة طيب حجي اه صار انه يعني خرج حدا من قريتكو مثلا نجدة لقورة اخرى لا ما راح طيب حضرتك حكيت عن المداهمة اللي صارت في القرية واللي حرقوا على اثرها القمح والحبوب وهي مبادر مضغوط ولا لا وهي يعني بدون نذريها بس مجرد نذريها يعني هي في البيضة مكوّمة صامع مكوّمة نعم طيب حرقوا كل البيضة ولا بس بيضة اهلك والقرايبة والله شهادنا البيضة اللي روحت عليها محروقة جنيحة اما البيضة الثاني ما بتعب ما بديش عنها طب هم لما دخلوا القرية وداهموا القرية كان في عندهم يعني اي معلومات عن وجود اسلحة او وجود ثوار داخل القرية لا ما بديش شو سمعت شو أقولك هم فاجعوا الناس نعم بانهم ضبوا الناس حشروهم وحصروهم نعم من خوف واحد يشوف الشو يساهم نعم وراحوا فعلوا الفعل اللي فعلوا وانسحبوا يعني ثووا الجريم وانسحبوا طيب غير انهم حرقوا البيضة يا حج غير المحضر هل هدموا بيوت؟ البيوت ما هدموا ما هدموا لا حرقوا ملابس ااا اقطية ايشي حدث يعني غير البيضة ما شاهدت الشمال طيب الصبر اللي انت حكيت عنه وراحوا بحش تحتهم اختلعوا كتير من اشجار الصبر يعني؟ ما بدريش انت كنت انهم راحوا هم انا كنا نشوف كنا نشوف يعني انه كانوا كل اثنين معهم عربي واحد من البلد نعم روح يبحش لكن الشو بحشو الشو قطعو لانه كنت صغير يعني من عمر سنتين طيب واحد والدك وجدك ما روولك ما سمعت منهم عن اضراب الستة اشهر اللي صار في الستة وثلاثين لا ما سمعت في هذا الاضراب هذا الاضراب اللي صار في يعني يمكن يكون تأثيره وتأثيره على المدن اكثر من تأثيره على الكرة وعلى الريف انت ما سمعت فيه بالمطلق اه ما سمعت الشيء طيب كنت تساعد الثواء بأي طريقة من الطرق الثواء والله إن كانت بكوا الناس يساعدوهم ما بجعله ما كانت ما كانت على قديدك مثلا بدون يختبوا بدون يختبوا ما شخصي ما شخصي يعني الان الثورة تستة وثلاثين حج امتدت من ستة وثلاثين إلى تسعة وثلاثين نعم تقريبا يعني فخلال هذه الفترة انت شوية كبرت يعني وقيت على الحالة ما كنت تشعر مثلا أو تسمع انه فيه ثوار وانهم مطاردين من الناس كان شاهدين على الانجليز هيدو على البلد وخلص شعران ما نشاهش طيب اليهوء الانجليز فقط مرة واحدة داهم القرية ولا داهموها أكثر من مرة وما هي كان هيدو أكثر من مرة نعم بس في يوم حركوا البيضر نعم حصروا الناس حصروا في الجنة الجنة الكبير كل النساء المرجال أخذوهم استعملهم في البحش حصرين يدوروا على السلاح طيب يعني ما روى لك حدا من أقاربك أبوك جدك يعني شو السبب مش ما اقول انهم يجوا هيك ما ذريت اشوه السبب وحتى سلاح دوروا مالكلوش بس هم هم يعني أجوا بحجة أجوا بحجة إنه فيه سلاح وثوار عمله وكذا طيب اعتقلوا حدا من القرية أخذوا معهم لا ما بدني شوه ما بدك ما بدك طيب حج طازي بينك وبين مثلا أهل كبانية ملبس أبدا صار في بيكم منوشات غير على بعضنا مثلا والرب بعضنا الشيء ما شاهدت أبدا ما شاهدت أبدا أه حج يعني بالأربعنات يعني عرفتوا أو علمتهم بأن هناك مخطط صهيوني ليه أفراغ القلب الفلسطينية من سكانها أصليين لا ما ديتوا ما عرفتوا هذا لا ما كانش كان في هداك الوقف كان كانت كلنا نحن وجود في حال السلام يعني مشاكل ما قلناش شاهد مشاكل أما من اللي كانوا وشوفوا شاهد المشاكل طبعا الظلم الكبار اللي كانوا يعني يروحوا يجوا نعم في هداك الوقف لكن الطفل مثل الحجاتي ما كانش يدري ولا يعني شيء طب يا حج قرار التقسيم قرار التقسيم اللي صدر بشهر ١١ عام ١٩٩ سمعت في هذا القرار؟ القرار التقسيم عام ١٩٤٧ هذا سمعنا فيه من اليهود أنفسهم كيف سمعت فيه عندما كنت أروح مع الخطيار عليهم كان يعني في حال السلام طب شو كان يحكولك كانوا يهود متوقعين بقولوا أنه هذا السلام هذا القرار تقسيم فلسطين تقسيم فلسطين بين يعني بين العرب والأسرين وما بدنا المخطط تبعهم الشو كامل أنه دولة مشتركة دولة مشتركة الزعمة كسموهما على بعضهم البعض يعني المناصر كسموها على بعضهم البعض بالدولة المشتركة هاي ولا كل دولة بحال مفصولة عن بعض البعض هذا الشيء ما كنتش أول شيء طيب حاج لما كنت تسمع من اليهود أنه فيه شيء اسمه قراءة تقسيم عاونتهم يقسموا هاي البلد اسمه فلسطين لقسمين قسم اليهود وقسم العرب شو كان ردة تفعل اليهود كانوا مرشوطين كانوا فرحانين اليهود كانوا في حالة انفراج عليهم يعني ما دوش حدود يعني كانت زي بشراجتهم بالتأيير لهم خاص طيب في المقابل شو كان ردة تفعلكوا انتم العرب 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 في عذاك الوكل أنا ما كنتش أدل شو كانوا كانوا خططو فلانين وكانوا يستهدفوا أو يهدفوا إنه إحنا فلسطين إنا لوحدنا أو بالأنصير إحنا واللهود والناس دولي هذا الأمر ما كنتش أدل الناس ما كنتش أدل مثلا شو تفعلهم على قراءة تقسيم كان عمرك أيام حاجة حوالي 13 سنة بس 47 ما كنتش مثلا تسمى أو تلحظ ما كنتش مثلا تسمى أو تلحظ شو ردة تفعل الناس على قراءة تقسيم إن اليهود هم يأخذوا جزء من أرضنا وخليونا جزء آخر كيف كانت ردة تفعل الناس طبيعية عادية مثلا ولا زعلانين ولا بحضروا نفسهم لما هو يعني آت من ظلم والله يبني أنه بالمسفل العرب تقدر تقول أنه كانوا هم يعني يعني هم تقول في نوع منهم قسم منهم كان في عنده يعني بشرب بشرب الدول الذي بده تصير وفي القسم الثاني كان ما بكبليش مش قابل مش قابل إنه يكون شريك لليهود أو اليهود شريكين يعني نقول إحنا هاي فلسطين إنا لحامل يعني ما بدنا نصير إحنا اليهود إحنا وليهم هم دول وإحنا دول واليهود نصر بشي يعني كان الثاني يقولوا هاي فلسطين إنا مش للعرب طيب الأيام الاختلال البريطاني يا حد كان اللي يمشكوا معه مسدس أو طلق أو في عهد بريطانيا كان اللي إذا فقطوا مسدس مع الواحد أو بندفيا أو حتى طلقه كانوا حطوه بسجن عشر سنوات نعم عشر سنوات بسجن على طلق انسجن حدا من قريدكو على هذا الأساس يا حد نعم انسجن حدا من قريدكو على هذا الأساس هم فيش عمش يتمنوا 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 يعني عمر ربما سقطوا حاجة نعم يعني تمنوا يشوفوا واحد معه سلاح أو يضبت سلاح نعم أو يفوتوا في دار وذاكو فيها سلاح نعم هذا ما كانش يبين يعني طيب يا حج قبل الاحتلال مباشرة هل حصلتم على أسلحة في القرية؟ ما حصلناش ولا على شيء ما اشتروك فيش سلاح؟ آآ السلاح اللي شرنا مع الأسف قلت لها مش مضيحة مبرد؟ خربان شرناه من دمنا من دمنا يعني مش مضحة تحكيه طيب من من كنت فيشترو سلاحة؟ من من كنت فيشترو سلاحة يا حج؟ والله فيه وكنا المختار نعم راح جاب الناس شوية سلاح من مصر نعم والمصاوي خانونة في هداك الورفة طيب المصاوي يغشونا يعني مرديش خانونة ولا غشونا كيف بدأ تفسرها أنا مش عارف باعوكوا أسلحة مش يعني حطونا أسلحة في صناديق من بر الخام ومجور ومجور هدا اللي حصل طيب الوحده راح المختار لمصر لوحده ولا أخذ معه وحدا؟ نعم المختار راح لمصر لحال ولا موحدا؟ المختار مسكين راح لحال طيب ما راحش مع واحد يفهم بالأسلحة؟ والله يا ريت له راح أولاده أولاده فهمني انت السلاحة صيابين بس ما خدش أولاده طيب هو راح لحال طيب كان حدا من برية القرية يجيب دبيع أسلاح عندكم مثلا؟ نعم حدا من خارج القرية كان يجي لعنتكم دبيعكم سلاح؟ ماذيش ما شفتش؟ طيب الأموال اللي شارتوا منها فيها الأسلحة كيف فورته واحد؟ هادي كل واحد لم 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 كرشات مرته؟ مكرشاته وسلم هنا المختار أربعين ولكة، أربع عشرات طيب تتذكر كم قطعة سلاح اشترى المختار؟ نعم المختار تتذكر كم قطعة سلاح اشترى؟ وطبعا طلعوا عليهم اللي داعفوا للسلاح طلعوا على السلاح وعالبنابك ونظفوا السلاح ونسحوا كذا وظبطوا بالزيت نعم بالزيت السلاح وجابوا السلاح هذا كله لم نمون وجابوا حطوه بتاعت عبايب في المظافة المختار وفي هذاك الوقت جابوا الشيخ الشيخ الرابي هذا نحكي لك عنه علي الشيخ الإمام البرد نعم الشيخ علي الشيخ علي ما بدي الشيخ علي ولا الشيخ دهول واحد منهم نعم جابوا وقالوا نقعد على هالعبايب ورقموا البنادق رقم أول ثاني رقم واحد اثنين ثلاث رقم ثلاثة أربعين رقم واحد ستين رقم اثنين خمسين وكتبوا على كل البندقية وركب هذا الركب وقالوا يا الشيخ بتسحب انتحت هالعبايب اللي بتلاقي اسمي على الوركة مع الرقم رقم واحد اثنين اثنين اثناثة طبعا نحنا نحاسبه ونلحقه بعشان الله عشان الله عشان الله لدفعه وفوق البندقية قلوا عين طبعا اللي اللي حطوا الامين اللي هو الشيخ يعني عشان ما حداش يشك في الامر يعني الشيخ اللي يسحب بنا وكل البندقية عليها اسم اسم المشتري مع رقم البندقية رقم واحد اثنين او ثلاث نعم مثل احنا رقمنا ثلاث اثلاثة خاصة يعني اثلاثة خاصة نعم طب كان يفرضوا الضرائب على بعض الاهالي عساس انه يوفروا ثمن الاسلحة نعم كان يفرضوا ضريبة معينة على الاهالي حتى يعني يجمعوا ويفروا ثمن الاسلحة لا لا مفيش ضرائب كل واحد يدفع اللي اختياري هذا الشيء طب حاج يعني عربين خمسين بندقية هذا الشيء هذا حصل اختياري طيب من قبل الناس يعني انت حضرتك حكيت حوالي اربع تلاف نسمة هل يعني كان عدد البنادق متناسب مع عدد السكان يعني اشترتوا لكم اربعين خمسين بندقية والله بتقدر انه مش كل الناس اشتركوا في هذا الامر طيب يعني اشتركوا بحدود الاردعين حوالي اربع تلاف دينار يعني بحدود الاردعين خمسين بندقية طيب بتتذكر امتى وسط الاسلحة للقرية يا حج كانت اعتقد في اول من المناوشات اللي حصلت بنا بين يهود اولها امتى حصلت المناوشات يا حج بداية الثمانة واربعين بداية الثمانة واربعين حصل الصراع مش بسبع عربين تنوشتوه لما انجليز نعم لما انجليز بدأ ويسحل طيب الانجليز اعطوكو اسلحة يا حج لما انجليز عقود بالله بقولوا يزفطوهم اصلحة روح فداية الاسلحة وصلتكم قبل مصير في مناوشات بينكم بين اليهود الاسلحة وصلتكم قبل مصير في مناوشات طيب يا حج تم توزيع هذه الاسلحة على اللي دفعوا ثمان الاسلحة مضبوط ولا لا طيب مين كان يدرب الشباب على الاسلحة تتذكر المدرب يا سيدي اللي كان يدرب على الاسلحة انه هو الاسلحة في هداك الوقت اسلحة انكلزية مشط فيه خمس طلقات يعني لحمة بحط المشط في المندقية وبيسحب الطرق الى اقسام بيسحب الى اقسام وبوقف الطرقة في بيت النار على السريع يعني بدهاش تعليم بس شكل وحده بأطباء الخشل وحده طيب يعني اقطر مشط نعم في كله المخزن وبتسحب الطرقة توديها في ذات النار وهاكذا طرقة بعد طرقة سلاح بده كمان تنظيف سلاح بده تنظيف احتمال سلاح توقف في الطلقة مثلا في بيت النار بأ هذا مش بده ستريب كيف الله بده يكمن المندقية بسهول شديدة نعم وجوفها نظيف نعم نعم ما فيش طرقة ما بتفلعش نعم إلا بتفلع بسهولة لكن المندقية اللي بتكون من جوه نعم جربة والصدم كلها قد يجوز انها تقتل صاحبها نعم احتمل لها تقتل صاحبها نعم نعم اه والمندقية ضيفة طبعتي بحالها طب يحج البواريد او الاسلحة اللي اشتركتها بكلها نوعها انجليزية انجليزية ماشي ما انجليزية هو اللي جائب بنادك اللي جث من مصر انجليزية والله ما بتعريفها على اي طريقة ماشية يعني هو من برة احنا الخشب كان يلمع والناس فرحاني الناس غشميهم بيذكروا انه من جوه من جوه البندقية نظيخة زين من برة لكن مع الاسف طلعت وانهيت يعني في المكان المثل من دور الخام من دور الخام من دور الخام طب تتذكر يا حاج مين كان مشؤول عن تنظيم اه الدفاع عن القرية مين اللي كان يعني هيك معني انه بد يعني نظم هالناس كيف يدفع عن القرية والله يا ابني في تنظيمات مكان ما فيه بحكيش عن تنظيمات والان انتو عندكو خمسين سلاح تقريبا وانتو الان بصدد الدفاع عن القرية كانتو شخص مثلا انقود هالي العملية من اهل القرية مين كان فيه شخصية بارزة مثلا كان فيه شخص نعم متدرب تدريب عسكري نعم لا ضاق الوقت لكن انكتر الله الحمد تغيش ماذا شو اسمه اسمه محمود 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 ابن عبد الحميد هذا حضر الحروب في العالمية الثانية نعم اه جميع اللي معه كانوا موتوا في البحور وهو يستمر براسك ودما جاء علينا وصار الدرد في هالناس فجأ وانه ازايا يتف وفاة طبيعية لا توفى هيك اهواة خطأ حرطخوا عن الغرار اهواة خطأ وحنا حرصات كان في الناس في حاجة تجيه يعني غشنين وتفاجأوا فيه وفتش على الوضايا اهواة حضرها عليها طريقة اجدت فيه فسكينة اتوى الصابعي عن طريق الخطأ يعني طب تتذكر يا حاج يعني شو الخطة اللي كانوا كان يعملها هو او اللي يعني قائمين على تنظيم الخطة الدفاع تتذكر تفاصيل الخطة كيف؟ والله هذا الرجل كان هدفه الوحيد نعم انه درب الناس وبعد ما يدرب الناس ما بدني شو كان يفكر انت كنت مع الناس اللي اه انا كنت اه يعني ما اقدرش يعني ما يرشنوش علي احد السلاح نعم شو كان في كان لك واجب في هذه الفترة اخدش؟ والله يواجب كان يعني ممكن انه في الداخل البلد اما خارج البلد ممكن طيب اه في ثوان من خارج القرية يساعدوكم بالدفاع عن القرية؟ ناس من خارج القرية؟ نعم ما كناش نشاهد ولا مخيوط طيب اه جنود نظاميين اجوكم من الدول العربية المجاومة؟ ولا واحد ولا حدا ولا حدا طيب حدا من قرية قراح لقرى اخرى فزعة مثلا صار عنده مناوشات كذا ولا حدا ما راحشوش؟ ولا حدا طيب يعني هو الشهيد الوحيد هذا الشاب هذا الشاب محمود طيب رجل كان صاحب دين متدين وكان ما يجتمعش مع اي واحد اضعف كان اجتماعه مع الناس الطيبين ومع الناس ذوي العقول الحسن نعم وكان دائما ما يقطع فرق ابدا كل صلاة صلاة في الجامع عليه ورحمة الله الله يرحمه طيب يا حد بني انتش تحكمات للدفاع عن القرية؟ والله ما كانش هذا الامر ما كانوش الناس يهتموا فيه يعني لا عملت متريس لا عملت خناذر بدأنا هين تتعرف المنوشات نعم بدأت موش من تلينة نعم بدأت المنوشات من ثياسة وفي حيفن وفي البلاد البعيدة عنا نعم وطبعا كانت الناس كل هير في مدنها وفي قرها نعم 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 احنا ولينا اخر نفس الاخير بس احنا عملنا مثل ما تقول من نوعية الاحتياط احتياط للمستقبل عشان لا فوجينا نعم فيه مثلا هجوم اشي بعضه نقدر ندافع عن انفسها طب حرصتك ذكرت في اللقاء انه فيه اثنين استشهدوا وهما فيه خراسة قريب من رأس العين نعم بهذا الفترة استشهدوا استشهدوا نعم كنا نطلح حرصات على رأس العين فيه ارض كفر قاسر فيه ارض كفر قاسر اه هاي منطقة تابعة اننا للبدل نعم تذكرنا اسمعهم مرة تانية يا حج؟ وهو هذا الحمود الله يلح الله وشاني اللي استشهد هذاك مش عشو اسمي الحاجر عبد الرحمة عبد الرحمة نعم طيب حج فيه حالة من اهل القرية غادر القرية قبل الاختلال ولا واحد بل تكون في القرية اه طيب المناوبات كنتم معاحد بالنسبة الحراسة نعم انا طبعا ما طلعتش الحراسة معهم نعم لكن كان مثل ما تكون المناوبات نعم كل واحد مثلا يطلع الفترة اللي تطلع عليه يطلعها على طريق محمود عن طريق؟ عن طريق محمود كان محمود على مستري هو اللي كان المعاودة النعمة كان محمود عسكرية وبيعرف التنظيم العسكر نعم كيف يطلع الوبايل وكيف يسحبهم وكيف يجيبهم نعم هو كان مهمة وشغلها طيب كان انت الحراسة الوناوة بس من جهة الغرب وانا من كل الاتجاهات بل لا من جهة الغرب لانه في هناك مستعمرات يهودية من جهة الغرب لانه ما من مستعمرات يعني مننا وشرب وشامة وكبلي ما في مستعمرات نعم طيب يا حد في حدا اجي على قريتك ولي جاء من القرى الاخربية او القرى الشمالية اللي صار عليها اعتداء قابل قريتك اول الامر اول الامر ما كان فيه ناس يعني ما جون الناس نعم ما جون الناس وانت اجون الناس اجون الناس لما صار الحرب الحقيقي الناس الذايقوا نعم فروا من تحت الظرب والموت نعم فالناس توزعت طبعا نعم توزعت على القرى وش راع على اجع مسحة وش راع على صنيري وش راع على الزاوي وش راع على بديا وش راع على نابلس وش راع طوب كريم وش راع كمكيلي الناس طشوا لا انا قصد من القرى الغربية مين جاكم؟ والله يعني نادر قريب اجعنا ولكن هذول اللي اجونا محدودين طيب من مين كران وش راع من جا منطقة يافر منطقة يافر طيب شو خزنتوا له مع ذول الناس لما اجوه كل واحد؟ والله انت عارف يعني انت عارف كان في هذا كل الوقت لما يجينا واحد من بره نعم كنا نقدم الى المساعدة نعم نعطى دار مثلا يقعد فيها يسكن فيها يعني اذا اصحابهم فكريم جدا ناخد منهم شيء يعني ذاهي نعم يعني ساعدوهم طيب هم طول عندكو احدش القرية؟ والله في كسم منهم ظل ظل حتى يهود اخذ البلد وظل ابنيه وفيه كسم قريم نادر طلع خاف منه على روحه وخاف يهود كثير طفش شركة هج على الورد وش هج على المنطقة اه يعني طبعا عادي يعني فترة الحراسات والمناوبات تأثرتوا زراعيا تأثرت منتجاتك الزراعيا لا لا عادي كان عادي كنت تزرعوا وتقلعوا وتبيعوا وتشتروا كان الطبيعي طبيعي والله العمليه ماشي عندنا لحتى جانا الجيش العراقي الجيش العراقي امتى جاكو يا حد؟ جانا الجيش العراقي بين التسعة واربين ثمانة واربين بين سبعة واربين ثمانة واربين؟ يعني هكذا الشيء ثمانة واربين نعم لما اجانا جيش العراقي كان فيه عندنا كتيب نعم وقال احنا بدورنا خلص قلنا طال منه اجى جيش عراقي وهذا مدجج بالسلاح نعم معناته احنا مبادلنا الشهود احنا كلنا في الامر صرنا وقاعنا تحت الامر يعانى شو بدوا منه né moles الجيش العراقي نسب مثلا Divya الجيش العراقي طلب منا مسلاً انوا نضبط مثلاً الطريق نرصفها للسيارات خيراتهم طلب مننا مثلا انه مساعد احنا وكسم من المسولين الاراقية مساعد احنا وياهم على تحراسة من غربها على الخط الاماني عن بيارة بيارة مختار هناك مع المناظر والنسولين طبعا لهنا الكبار الاراقيين عشان يضغطوا الناس الناس ما يكونوش ثلاثين عروسهم مشان يتقيدوا بالامر العسكري نعم فيا سيدي اللي حصل انه كانوا في هذاك الوقت الجيش الاراقي كان بالواجب انه مطلوب منه قدمت له مساعدات اكل شروب مسكن ايش يعني زيت رامل حقوبة يعني ما كان هما محتاجين طيب احتلوا الصهاينة احتلوا ايش من القرية قبل احتلالها بشكل كامل مثلا احتلوا حقول مثلا كانوا يحاولوا يحتلوا بالحرب وما قلوش طيب العجل دسالك مجرة دير يسين اسمعت فيها هذه سيدي تبعة دير يسين هذه اسمعنا فيها نعم سمعة عن طريق نسبة من الناس من الناس عن طريق كلام الناس يقولوا انه الليهود في دير يسين يعني صارت زي ايش زي مجزرة الخيمة يعني تقدر تقول انه مجزرة هذه صارت في دير يسين اعظم من مجزرة كبركاسة نعم حبالة نسوان كانوا طلعوا المولود من بطن الحرم نعم يقتل المولود ويقتلوها مع اذنها نعم وكانوا الزلم يطخوهم قدام نسوان نعم يعني جرائم ما نستورهاش العكب هذا كان وهذا دير يسين كل العالم العربي والاسلامي حتى الاجنبي بشهد في مجزرة دير يسين هل خوفتكم هذه المجزرة هل خوفت الناس ودفعتهم باتجاه انهم يعني غادروا والله في ناس كلك مخفوش خط لانه الهود كانوا يستعمل وسائل هذه نعم عشان يطفشوا الناس ويقضوا الارض بدون ناس نعم استنوا الارض بدون ناس واحنا اللي طلعنا خفنا من الموت وخربنا مثلنا مثلنا خفت من الموت فقط ولا فيه مسألة العرض والله محافظة على العرض موجودة كان عن السرقة محافظة على النفس يعني كانوا عالم طلعين بطلعوا كانوا يطلعوا شعارة الناس نعم انه الهود كانوا يعني عندهم نوع من البهد اللي يباهدوا الناس بعد ما يقتلوهم من الضوء طيب يباهدوا ويعملوا أعمال يعني تغضي المجهية فإن إنسان كلك إغلاد 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 ولا أشوف هشوفات هالا طيب يا حج العراقيين الجيش العراقي طول عنكم في القرية يا حج لا موش كثير يعني الجوز عديدة ١٨٩ و ٢٩ بس طب حضرتك لما صاروا الهجوم على القرية تتذكر تاريخ الهجوم على القرية الكفرقاسم؟ بين ٨٨٩ و ١٩٩ بتذكر شوية شعر؟ كانوا بدون يعملوا اتفاف على القرية نعم واحتلوها نعم بعدين العراقيين ضمروهم بالفعيل نعم ضمروهم بالفعيل طب انت حاولتك بعدين كمان شغلة ثانية نعم حاولوا احتلوا البيارة البيارات المختار نعم احتلوها احتلوها كانوا فيها مناظمين المناظمين طبعا شهدوا وما قدروا يحمل البيارة فهنا البيارة لما احتلوها له اجل قائد العسكري العراقي كان احلما تقول يعني فيه صلة بين وبين مستار يعني نعم فيه صداقة نعم وصار عنده حماس انه كيف كيف هاي البيارة يوضوها اليهود وهي تحتية بمسؤول عنها شافها صعبة نعم فامر الجيش نزل مضرعات قد مع مضرعات طوقنا البيارة كل زاوية من البيارة وكفت عليها مضرعات تحت رمات المدفعية ظلت تقصب المدفعية في البلثان نعم لحتى حركة الشباب ان الليهود فيه واصح له الليهود وان المضرعات متوقيتهم 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 من بل ما شفيهم بحصيدة برا الششة الليهود بهذا الحالة اللي ظل منهم طيد طار بريشهم يعني ما صدقوا ويخلص حال ويشروا نعم اه ارجع البيارة بسهول يعني طب حاج يعني ساعد عنده رجوم على القرية وين كنت حبث بك؟ لم هجم على القرية والله بك ذكر بكينة ميسحة كنت خارجة من القرية؟ كنا قلقين أنا ومين رحين لمسحة اه اللي هي أراضيها لأهلك في القاسم بالضبط واحنا يمارض فيها طيب انت جانا انت جانا لأنا مسحة لأك ضلنا في مسحة لأول خطيرة يعني انتو بس اليهود بلشوا يضربوا على القرية وين كنتو كنتو في مسحة؟ احنا اه اطلعنا على مسحة وفي ناس برنا طبعا اطلعتوا يعني نتيشة الضرب ولا قبل الضرب لحد اطلعنا قبل ما صار الضرب مباشرة بس صار الضرب احنا حتحركنا على طول اي يعني الضرب كان الدنيا صيف ولا شتاء؟ صيف اللهم اتذكر الضرب شو كان فاكس كان صيفا الحصيدة شو كانت؟ يعني اعتقد لك بعد كانت الدنيا لما يبلش يضربوا في القرية صبح ظهر مغرب بالليل لما طوقوا البلد نعم بلشوا وضرب عليها نعم كان تالي نهار تكريبا تالي نهار تالي نهار حاجز يذكر شو الاسكى علي اتخداموها اليهود؟ اي ابني الاسلحة بتذكر فيه كانوا يرمو عالبلد مدافع حونات محونات مورترات شغلات من هم يوم اه وفعلا قتل مناسك فيها فهدي كان مضاك اليوم؟ لانه صار تبادل رمائي بينهم بين جيش العراقي فهم بدورهم باقي صاروا يرمو عالبلد العراقيين كانوا موجودين؟ اه فيه ناس كثير بتقتلهم من نفيجة القنابل اللي رمونا عالبلد طب العراقيين دافعوا بقوة عن البلد؟ العراقيين الناس اللي كانوا بشكلين خط حرب البلد نعم وقدهم وطوقوا البلد نعم حركوهم بحرك هذول المنعوبات اه المدفعية لأطبعتهم نعم صلوا طعام المدفعية المنطقة الجنوبية اللي كان أجوا منها وذو مطوقوا البلد من جهة الشرق ظلت المدفعية تقصف فيهم لحتى دخلتهم منطقة اسرائيل جوب ما كانش فيه اسرائيل حاجة نعم ما كان فيه اسرائيل ما كان اسرائيل اه يعني هما التفوا اليهود الصحاينة التفوا من جهة الشرق هم مدفعهم وصالوا يضرب عليكم من الشرق بالضبط هم ما وصلوا الشرق يضربوا الشرق هم من الساعد الساعد اكتشفوهم في المنطقة الجنوبية قبل ما أجوا بدهم يعمل اتفاقات كان سمينه عمر زباق من الشرق اه فهون الرمائة كبست عليهم رمائة الجيش العرق رمائة الجيش العرق قتل منهم ناس كثير والله من ناحية القتلى يعني يشاهدوا المنطقة محروكة نعم ناس كثير راح منه ومن اهل القرية راح من حذرهم طيب من اهل القرية فيه ناس راحوا بس الرمائة كانوا يغنوا على الولد نعم راح يعني الناس معذودين اللي تيجي فيه كنوا بنيموت تقريبا يعني فيه حرمة كانت نحاول تحمل أولادها على الحمارة نعم وماشي هي أولادها وساحبه البهين وماشي هي أولادها والولاد على ظهر البهين وهي كداهم أجا تكونوا بنيموتين مازوا جنيهم هم والأحمار طبعا والإم ضلات والإم معهم مع ذولاد أجا تكونوا بنيموتين الله طيب حد هذا كانت لهم من اتجاه الجنوب للقرية نعم هذا الهجوم كان من جهة الجنوب طيب من غرب شو كان يكون فيه؟ كانت بي كمان من الغرب مكشوفين نعم ما بيقدروا يجو منها فيه حاجز إنه هي البيارة نعم من البيارة وشركة وشامع وكبلة مكشوفين لأرض ما تكون للمنطقة مكشوفة نعم يعني فيش واحد بتحرك في هذه المنطقة إلا مكشوفه طيب والشباب الحرس المناوبات هذول الشباب هو شصمه شغلتهم وقفة يعني الأمر اللي كانوا ينفذوه قبل مأجوا العراقيين التغى ما ضرروا بشي يعني يعني وقف الأمر لنين؟ للحكومة طيب اثناء هذا القصف حج والرد من الجيش العراقي في ناس انسحبت تركت القرية؟ ناس أقلة ناس أقلة انت بنفس اليوم هذو غادرت ولا قبل؟ احنا غادرنا بدلنا شهدنا ما صار في المعنعة هذي نعم شاهد كيف؟ ما بدلي بأتذكر بكبلها أو بعدها مباشرة أو قبلها طيب تتذكر يعني أسماء ناس تشهدت في هذا المعركة يا حج؟ الناس اللي استشهدوا هاي الحكمة اللي قلتك عنها هذي وغلادها نعم استشهدوا وفيه مش عارف وفيه مش عارف واحد شو اسمه هو العزيوني؟ عبدالله شو اسمه؟ عبدالله عبدالله المزروعة نعم وكان تفضى طول الزمن وما الديد الله وهو ماشي في الضرمس فيه مانيت انتهى اجت الكلب وفيه ماذا؟ طيب حاج بدنا بعد انك مستريح دخلتين ونتابع حديثنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج محمود محمد عثمان احمد ابو نضال من كفر قاسم وهذا الجزء هو الجزء السابس من هذه المقابلة حاج ذكرتنا باخر الجزء الخامس بانه يعني هذا الرجل كان في مزرعة الدرة او حقل الدرة وانه اجته قذيفة وتوفى على الفور طيب في غير هذه المرأة واطفالها وهذا الرجل مستشهدوا من قريد كفر قاسم خلال هذا الضرب بحاج فيه فيه ناس بس ملع عشر سنين بس يعني عددهم تقريبا يعني بين ثلاثة اعلى واحد غير هدولا طيب فيه حدا جرح في هذا الضرب بحاج في هذا القصف جروح لك بس الجماعة اللي توفرها ارحمه نعم وكمان الناس اللي اخرين هدول مش حاجة سنين ببضل نفس الشي يتوفر طيب اعلي صوتك شوية حج بس طيب وين دفنتوهم هدولي حج؟ تعلي صوتك شوية بس هدولي سيدي توفروا طبعا من رماية رماية اللي دفنتوهم في القرية؟ اتوفروا في قلب القرية وين دفنهم نعم وين دفنهم نعم وين حاطين هدفهم الرماية على القرية نعم فالقنابل هاي اللي كنت لك عنها اجت في قلب الناس يعني طيب دفنتوهم لهدولي الناس اللي استشهدوا؟ نعم دفنوهم اللي كانوا في القرية دفنوهم الله يرحمه طيب يعني هذا القصف وهذا الطوق اللي عملوه اليهود عليكم تتذكر الفتر اللي استمر فيه هذا الطوق كم يوم الرماية هذي استمرت نعم تقدر تقول ايام معدودة بعدين صارت هدنة يومين ثلاثة اربعة يعني هيك اش بعدين صارت هدنة هدنة بين مين همين؟ هدنة بين اليهود والجنود العراقية واللي كانوا موتدين في الجبهة نعم صارت بينهم هدنة طيب هل يعني 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 الرماية مافي ممنوع يعني وقف الرماية من الطرفين من الطرفين بقي العراقيين في القرية بعد ذلك العراقيين او ضلوا في القرية لا اين تضلوا يحج في القرية ضلوا لوقت يعني اه انتهت ثمت كمالة أربعين كلها مثلا ووقت معين و بعدين اجاهم اوامر في الانسحل طب لما انسحبوا من القرية حج تركوكو لحالكو في القرية انسحبوا وطبعا تركونا لوحدنا وقالوا انه وقالوا 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 بين يهود العرب وحالبوا انتهى ومشحب يعني فيش مناوشات خلصة تكونوا 200 يعني ما تطلعوش من البلد خليكوين خليكو في القرية اه علصواتك يا حج طيب بعد ما طلوا العراقيين يا حج من القرية هل عادت المناوشات بين اليهود وبين والله احنا اطلعت انوابول قبل ما طلعو الجنود العراقيين نعم اطلعت انوابول وقعدنا في البلد على المسحة نعم وما بدلي من بعد الشوصة قبل نعم اشو حصل نهل البلد الشو صار فيه هم ضع ما كنت يسمع مثلا شوصة كان يصير في البلد لا قبل نعم كنا عايز عشنا في المسحة وبعدين ثم ثم ثانا يعني اذكر انوا كنت روح على الكريم اجيب بطيخ نعم واجيب رنبورة واجيب ظهر واجيب بطاطا وصلت ادير واشتر نعم واخدت جمل حمله وطيخ طيب يا حاجز ما كانش حدا منكم انتم اللي يعني خرجت من القرية قبل يعني خلنا اقول سقوط القرية بشكل نهائي ما كانش حدا منكم ان السلر يرجى على القرية يلو غراض يلو اقارب نعم نعم طب فيه ناش كثير يعني من اهل القرية طلعوا على مسحة ولا بس انت ووالدك والله اذا اذكر يعني انا اطلعت الاوالدك نعم شاهد وما كناش يعني نفتش عن الناس يعني طلعوا ونطلعوا نعم اطلعنا وركينا بيت اللي نسكن فيه بمسحة بمسحة اللي نعيدها ستة كيلو عن كبرقاسة عن ستة كيلو وهي هو محادي ذلك كبرقاسة نعم نعم وركدنا فهل اقعدنا فهل البيت نعم تقرينا فيه ونسينا كبرقاسة ملي فيها نعم هذا اللي حصل طب والدك كان له علاقة في الثوار وفي المعوشات نعم ما كان له علاقة وراق السبار ميوز طيب حج يعني بعد بعد ايك يعني كنت بصنعوا اخبار عن القرية عن اهلها عن اوضاحهم اوضاحهم والله يا انا يرى بكلت يعني كيف ما اصادش عن اهلها نهاية طيب حج يعني اللي بيقلوا في القرية من اهل القرية عددهم كثير اهل القرية اللي 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 ظلهم اللي استمروا باقين في البلد في البلد في القرية يعني اللي خرجوا تتذكرك كم عددهم تقريبا اللي اتذكر يعني بل كثير بل كثير ما فلعش حدود العشين تناثين واحد بس والباقي ظلهم صندين في القرية طيب عدد ما يعني ما سمعت انه بس خرجوا الجيش العراقي من القرية انه صار مجوم اخر على القرية مثلا اه والله ما فلعش حلال فترة التسعة وعارفين والخمسين ما اسمعت ما اسمعت ما اسمعت طيب اه لما انت طلعت لها تتذكر شو كنت لابس نعم تتذكر كنشو كنت لابس لمطقت من خرية لمطقتين قريب لمطقتين قريب بكيت اه يعني بمثل اللباس نعم كانت تعالش يعني سرواء مثلا نجداشة لباس عن هامش ثوب نعم ثوب سرواء قميص سرواء طيب انتو لما لجعتوا لمسحة لجع غيركم من القرى في مسحة لجعوا يعني ناس اكليات نعم اه الناس البريد يعني هنا تقول اه الناس اللي تتروا على مسحة نعم انقسموا قسمين يعني النص انضر في كونه الكاسب نعم وهذا الشخص اللي ببسه كونه الكاسب عكب عنده ولد مثلا وطلع ولد ثاني على مسحة او ولدي يعني بقول لك اذا متنا احنا فيه الناولاد برا واذا اللي لا كلا صمحة وصافة ومشي احنا هون يعني انسو ما تقول قسموا طار عندهم امل انه مهنة سيط ما حصل نعم اه بظل مني ناس عظهر الدولة نعم طب انتو لما اطلعتوا على مسحة اخدتوا كل شي معاكم اخدتوا ذوابكم اخدتوا ملابسكم اخدتوا يعني افافكم انا قلعنا هازين ما اخدتوش شي معاكم اطلعنا هازين خوف على الواحنا طب بحاج واندك طلع 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 طب ليس جدك اطلعتوا مثلا جده خطيار بقدرش يطلع وما بقدر يطلع وطبعا في البلد ظن ظن مات اخي تقولي وعمتي نعم واختي قبول نعم ظنوا هنا كاخر مسيبة اه واحنا طبعا بهذا الحالي حطينا اغشار محاط باك الناس عندهم اه شو عندهم باك الناس كان يعني بالكثير بالكثير قلدهم جنبيات وخركة الحاف مصده هاغ اللي كان وجود مع الناس يعني ما في فراش اللي اللي تصوروا يعني طب اخدت ادوات مطبخ معاك بو اخدت ادوات شو ادوات مطبخة من الحلال كلا وطنجرة خربان وحلت الحال والدت كانت معاك والدت كانت ميزة كان ابوين بتجوز عليها نعم طيب مرت والدك كانت موجودة معكو اه طلعت معنا طلعت معنا اه طيب انا كمان سألتك سؤال يا حاج انه هل التقيتم في مسحة بناس جايين من كرة اخرى من كرة اخرى اه غير كبرتازنة والله بتذكر كان جانا ناس من منطقة تيافة نعم شاهد من منطقة تيافة وكان فيهم اخت متجوزة في مسحة متجوزها واحد في مسحة نعم وبعدين ما طوروش وطلوه على اربي اجو على اربي نعم طيب يا حاج انتو اه ذهبتوا لمسحة لانه الكو ارض فيها اولا فيها والله والله ذهبنا على مسحة مشان يعني اه 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 يعني ولا ظن تحت التهديد يعني والخوف طيب يا حاج نعم كان عني الجمل كنت اروح اشتري اجيب بطيخ نعم اجيب منطورة الغهرة بطاطا نعم او نبيع اشتري طب وانتو طلعين يا حاج من كفوقفاس إلا مسحة كنت اريع على اقدام ولا على الجمل فلانة الله عزك معنى تبهين والجمل نعم او فلانة شوية هالأورادي اللي نحنة الحمدين اننا على هالجمل وحنا يا الصغار راتبين على هالجمل طيب يعني من لحظة الهدنة يا حاج من لحظة الهدنة اللي انت حكيت عنها ما صار بعدها اي قصف على القرية ما صارش بالذكر ما صارش ما لاحظ نعم ما يعني اعتكد الله وقال المصر طيب وانتو يعني باتجاه مسحة يا حاج كان لجاتكو يعني عصابات طهيونية ما لجاتكو ألغام لا كنا احنا نطلع حراسات نعم حراس وطني نعم كنت انا اطلع حراسة ليلية على ذياب البلد وكنا متوقعين ان اليهود يزاهمونا في كل وقت وميخذيت حضرنا وكانت الحكومة استاعدنا وعطتنا سلاح حراسة 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 للبلد حراسة البلد وكانوا مسؤولين المسؤولين علينا طبعا من الجيش اليهود طبعا هذا لك سؤال انتو لما انطقتوا لمسحة كان فيها سكان مسحة؟ او اقاربكو او من اقاربكو هذرا سكان مسحة؟ او طيب ساعدوكو مثلا في اول مواصل تقولهم اغادوكو بالطعام يعني احنا جميعنا اهل المسحة واحنا نعم من حمول وحدي يعني ماوش اغراب يعني نعم باعتباره جميعنا قراي من عيد وحدي نعم طب الحاج انتو شو اشتغلت في مسحة؟ قلتلي اشتغلت اناك على كنت اشتغل في البطيخ والبطاطا في البندورة طبعا يعني اشتغل في العنب اروح اجيب عنب نعم اشتغل عنب من منطقة الزيت والمولة كنت اروح اجيب بحمل الذين نعم واجيب بعض احيان نعم اضح اجيب على الطريق في اي بلد نعم ابيع الحمل كله واردك للحالة اروح اشتغلت وارحمل ثاني اذا صح لي مثلا مربح من وراء ديرت مصاري اكلبه نعم شايف واروح اجيب حمل ثاني طب يا حدش انت والدك ومرت والدك واخوانك اللي من مرت والدك لانتو استمرته في مسحة من يومة نجينة على مسحة نعم ولينا في مسحة لا ليسا ولينا طبعا لهذا اليوم بس انا انتصلت عن مسحة لاني كنت في الجيش يعني خدمت في الجيش الوردن اه يعني كل خدمتي في الجيش كيف انا خدمت في الجيش احادي؟ وحياتي كلها قضيتها في الجيش كداش خدمت يا خدمت في الجيش؟ خدمت 22 سنة 22 سنة اه كنت تطلع حرصات لانتك حرص وطني؟ الحرص الموطني كان قبل من خدمت في الجيش كنت نطلع حرص قروة نعم حرص وطني بس قروة يعني كل قرية منها جزء من الناس في حرص بوطني بس عساسي دافوا عن القرية او اثناء وبعد حرصة فيما لو مثلا تاجعنا بعصابة او تسلو او اي حاجة من قبل العدو نعم نقدر نقام نعم وننبه الناس النامين نعم انه اجانا عدو نعم يعني موش يلبحونا واحنا نعمين انه فهم انه هاي اجانا عدو نعم كيف بدهم يصحوا علينا؟ طبعا بالمتاجة بدنا نجرب على الصا Linh فلاك نار نعم انتوح على العدونا نعم واصير طخ بينهم وبينهم فالجماعلا نهانين بيثو وبطلع ط Excellent bo pardon Т talbe يا حاج انه تتذكري حاج انها صار أو معروف لدينا انه كفر قاسم صار فيها مذبحة شهيرة بسنة ستة وخمسين سمعت عنها انت مذحة صارتها ستة وخمسين احنا بكنا في مسحة كنت افعيض عن البلاد في مسحة نعم وهذا المذحة طبعا انه ابترفوها والأمام برده قابل القرية خلاص القرية قابل المختار يكون في منح تجوره نعم ايوه المختار كلهم هم اهل البلد في الشغل برده بش حدد كلهم في الشغل فما ردوش عليه ما ردو عليه ما ردو عليه ما ردو عليه والله ومشوا في الساعة اللي فعليوها نعم يعني هما لما نبهوا المختار انه في عدم تجول ابلغهم انه فيه هناك امام خارج القرية اللي هو اشص من اليهود لما اجعوا المختار نعم قالوا له يا مختار في منح تجول نعم في الوقت كامل انه انت عايشوا نعم بالذات في منح تجول هم لي ما اجوا تالم هار جلدهم اجوا قبل ان اجوا الامام روح نعم شاهد شاهد فقالوا من مختار الدول قالوا من بلد كل هافي الشغل وكام بدكم تعملوا منع تجول نعم البلد ما هي في الشغل في البلد ميش تغلك عادي نعم قالوا والله هذا بجاك احنا بلدهم نعم نعم فاعد جمعه طبعها شو اللي صالحة لو على علم هم على علم بالذات يقول على علم بأنه اهل البلد في الشغل خارج القرية خارج القرية خارج القرية وبالتالي بدهم يرجعوا نطبوهم كمين نعم في الطبقة غربي البلد نعم شاهد وكل السيارة كانت تطلع عليهم نعم على الطبقة فوق نعم وهم في هالسهل عاملين كمين نعم كانوا اه زي ما حكينا نعم انه اقترفوا هاي هاي الجريمي الشنعاء نعم علي ناس مسائمين راحوا يشتغلوا مشان اطعموا اهلهم خبز وعيشوا نعم وهم ما فيه يعني يعني مش مقترفين اي حاجة نعم ولا اي غلطة غلطوها نعم إلا كل ما في الامر الموحيد من الشغل على اهل ولكوهم هلولا الجماعة نعم شو ببضض الله يحد جعون نعم نعم هم تكريبا الليهود هم تكريبا الليهود تكريبا حذيرا يعني في اربع خمسة معهم واحد مسؤول عنهم نعم وكانوا يقولوا لنا بحسب السلاثة اللي اسمعناها من هلك الهركاس عندما بعدين لما صرنا روحوا نجا عليهم وصار تصريح نعم ففهمونا الوضع شو صار معهم فكانوا نزلوا الركاب من السيارة وكلهم صفوا على الجنب الثاني وشلحوهم ساعاتهم من عديهم نعم وهذا والمسؤول تبعهم أعطى عوامر فالرش رشه كل واحد حام الرشه فقد طلبوا منه قالوا له وين بنقى الرشه وين بنقى الرشه عجليهم من تحفة قلهم على المعدة على المعدة على المعدة نعم فالثلاثة الجماعة تعملوا الرشه الشه رشه أول سيارة طلعت السيارة فرقوا يرشوهم وراحوا للسيارة الثانية وعملوا فيها لا يصر السيارة يعني حوالي تقريبا خمسة ستعين وحن يستشهدوا فيها السيارة السابسة نعم الله سبحانه وتعالى غاثوا منه واحد راكب باسوكليتر نعم اكتشف الطخ والضرب كدامه رجع ينبه هندي وراه ينبه السيارات اللي يتأخره نعم قلهم فلوا ذبحوا البلد والهم ذبحوا العمال على الطريق فلوا فشوا عروسكم لا تروحوش أشوفوا الكاسم شوفوا الكاسم راح تمنوا فلت الناس بعد يسيدنا العزيز ما انه طخوهم راحوا جابوا ناس من بلد ثاني عنشان يتزموهم وروحوا يقبروهم قبروهم بعد ما قبروهم سجلوا على كل القبر اسم الوحل سوى ان كان انسى او رجل نعم هم معهم هويتهم نعم كل واحد شوفوا هويته يقبروه وسجلوا اسمه وين على المنصة نعم ثمعة القبر وبعد ثلاث تيام لحتى اجع عمر الهن البلد يطلعوا من البيت طبعا لما طلعوا الناس ما طلعوا مضعورين يعني ادلوا ولا تجدوا هني تجدوا يعني ما فيش واحد اللي فيه ناس راح يدور عليهم من راحوا شو صار فيهم راحوا عن مكبر راحوا سنهم هكذا صار دافلهم وخلص جابوا ناس هم يدورهم وهل البلد يطلعوا مع سيكتين شو كانت تجعل الناس وهو لو حقموا في الناس لوحة سجل اعسام الناس عشب الكاسب نعم سجل اعسام الناس الناس اللي ماتب الله عنه طيب سجل اعسامهم على اللوحة هذي العريبة كبيري زي موصة نعم تحبتوها في عمدار وهو السيادتين اللوحة هذي كلها كل سنة عالنعاد نعم دعنا المظاهر اهلكم فركز عالمجزره هذي يحوي ذكرهم ها يحوي الذكرة تبعهم يحوي ذكرتها كل سنة طب تنذكر حدا منهم يا حج الاستشهد في المذبحها اللي بتشهد يسير لي طبعا دولهم مقريبا اغلبهم مقريبا اغلبهم مقريبا اغلبهم دار عامر دار عامر دار السرسوس خلاصره نعم كل منهم احنا شرفي واحد نعم واحد اه يعني مقريبين منهم مش غريبين يعني تذكر اسماء حدا منهم؟ بذكر تذكر لنا اسماء حدا محمود محمود ايش؟ محمود اسم عطا عطا ايش؟ محمود عطا العقود ومحمود الجابر طب احد شكرا شو كان رد تفعل الناس في القرية؟ محمود خضر الجابر نعم وعطا يعقوب مصراثة الاسمين مصراثة طيب احد وفيه كمان اخرين فيه ناس طيب احد طيب احد شو كان رد تفعل اهل القرية بعد ما عرفوا في المجزاء؟ رد تفعل اهل القرية شبنا نساهم؟ صيح وصيح وصيح وقد ما صيح وقدنا هذا؟ شبنا نعم احتسبوا ان ماتوا من الله رب العالم وطلبوا العجر والثواب من الله والرحمة على اللي ماتوا والمغفر على اللي ماتوا يعني الناس مظلومين ناس مظلومين طيب احد احكد السبعة خمسة في الجيش العربي في الجيش العربي طيب اه وعلى اثرها يعني انت تركت مسحة؟ على اثرها انا انا ادخلت بالجيش كنت اخد اجازة وراه وعريسة نعم بالسبعة وشتين لحدود الحرب السبعة ستين نعم طبعا بهذه الحالة يعني الواحد لما انفصل عن اهله لابد انا بدي يجيب اولادهم واحدة نعم لما صار حرب السبعة وشتين وين كنت حاجة؟ كنت انا في الجيش وين كان موقعك في الجيش؟ وين في اي بلد؟ موقع ايه كان اذاك الوقت كنا في القرك في القرن؟ في القرك القرك منتقة القرك نعم بعد الاختلال السبعة وشتين يعني انت اه طبعا 가지لتك أنت وتجب اولادك على الأردن تجب اولادك على أهلتك ولادة sí على منطقة تقربge ب scholar أه وين سكنت في منطقة تقربge… سكنت في القفوريوب القفوريوبة لماذا اخترت القفوريوبة في أحدهم؟ قال اخطرت القفوريوبة قال لقد انخطأ هناك من الساكنين نعم نسيين نعم يأخل رحل أن هناك المسادة وكان أرختته يأخلما منه نعم وقعدهم في الكفوريوبة ورحتنا يدعل قاعد أي سنك سكنت المخيم الحصن الحد؟ نعم أي سنك سكنت المخيم؟ سكنت المخيم سيدي في 9 و 16 في صباح وإن درجت في هذا المخيم؟ صباح عدنا في المخيم حوالي فوق العشرين سنة فوق العشرين سنة طيب يعني خلال سكنك في المخيم أنت أول شي سكنت في خيمة ولا؟ لا أعطونا بركيات بركيات وعملنا تحسوا عليهم يعني بنينا جمعين ركعناهم تركيا وبعدين حطينا جيبنا يحاز زيته من فوق حطناهم يعني شغل بس هيك يا بس دتلك البيت اللي أعطوك إياه أنت ما سكنت في خيمة سكنت في بيت في غرفة اللي نقول لها سبست؟ من هذا سبست الأحمر سبست الأحمر سريع الاشتعال هذا؟ في واحد قريب الاشتعال في واحد طلع فوق طلع فوق على ظهر البركيات بنتو حط له ديكو واللي هو ينزل وين على المصطبة تحت يعني كسوة؟ بايد عنك انخارك اللوح وظلي مهود كنت بلو مع السلعة بروح انكسرها بالزلمة ولا لا ما صارش ليش يا لنا هنه سافة قريبة ليش انه سافة قريبة؟ يعني البيت مش عالي؟ البركياتنا هنه طوشي بريد يعني الواحد المد ييده على السكب بتكم فيه بتكم فيه هذا الزلمة اللوح اللوح اللي حطيه مع ظهر الزنين كلها عظهر البركيات ما حلوش فظلي مهود فيه هو نزل عالي شبك عالي بدو كان صفطين الواحد ازينكو كلها المروح مروح يا عمري طيب يا حج كيف كان فيه كهربا في المخيم حج؟ لما سكنت المخيم كان فيه كهربا؟ اول ما سكنت اول ما سكننا فيه واحد أقول له أبو العز أبو العز من ذا شدينه هذا شرى شرى مطور شرى مطور كهربا؟ أي سنة يا حج؟ يعني بعد السبعينات يعني بدات التمعينات عالي حاله عالي حاله قهربج الزلمين وصار التاجر بالهواء أجى شرى المطورات هذه وشغلها وكيف شغل عنه غشين شغلها يعني الكهربا إبا حدود نعم إبا حدود الكهربا كانوا مشغلين ومشغلين التلفزينات ومشغلين كل شيء فدورنا ما اتفجأنا ولا كل شيء محروق عنا من وراء الكهربا تبعثنا يعني ما صارت فيها هذا حطتها على خمثمئة فولد خمثمئة مش مئتين وعشرين نعم حارك الدنيا كل هوم الله سطرنا ولا ولعت النار في البراكية لا يا نعم ابيت تسلين يعني ما بدك إلا بس تبحث ضعي بحج قبل ما تكون فيه كهربا شو كنت تستاوي كنت تضوع حالكم زي ما كنت تضوع حالكم في كبر قاسم يعني سراج وقنديل بس وبعدين اجي ابو العزازي بعدين اجي هذا الأخ مشغل فيه كان علي بدأ جيب مطرات واركبها لما دار ايش طب كان فيه مرحي يا ريت يا ريت يكون المسألة اجتهم ليحة معهم تصبتهم بس ما ادمتش طيب فيه كان مرحيض يا حاج فيه ميت المخيم كان فيه كان المكانة عندين مرحيض نعم بعدين احنا بدورنا كل واحد مثلا اعطوه ميت متر مع براكية نعم براكية طبعا تضعها ميت متر ميت متر اه كل ميت متر لحة نمرة تقولوها نمرة نعم نعم فيه احنا بدورنا صدنا نعمل نبحش ونعمل اه مجموعة من الناس طيب كان فيه مدارس مخيم احد كان فيه اه اه بنوا مدارس نعم بنوا مدارس للبنات و للولاد و طيب اه ملابس كان يعطوهم ملابس ملابس كل شي كان يعطوهم طب كان فيه اه يعني وكانت تقول قدمت خدمات اخرى دالى مثلا المطعم والله كان يطعم كانوا في طبخين يطرخوا نعم وكان مزلوا اكل على الولاد يعني يطعموهم وجبة نعم وناس الوقت وجبة ساخنة يا حج يعطوهم اكل وجبة ساخنة نعم وكلهم كله ورف يعني فيه ناس كانوا يجيبوا أكل ووزوا على دوم طب كانوا وزعوا زيت سمات حليب للأطفال كانوا طيب الصليب الأحمر ساعدك واشي؟ الصليب الأحمر قبل لو كانت الغوث مثلا صليب الأحمر مكتش عندنا يعني شيء غرر يعني نعم يتدخل بكت معطيف مكتشي حتى الكاز كانوا وزعوا عليه طب الحج كان عيادة صحية في العيام عيادة صحية كانت تقدم يعني خدمات صحية كويسة كانت تقدم خدمات جيدة خدمات حض الله صلى الله عليه طيب كان مستشفيات ما فيه في المخيم مستشفيات لا بس عيادة بس عيادة وما فيه تحويل نعم للناس يحاولوا يحاولوا المراكز أعد شوية طيب مخيم طرقه كانت معبدة يا حج في عذاك الوقت نعم كانوا مستمدين في الشوية ما كانش معبدة بالبداية مش كلها يعني شوارع نعم مش كلها المعبدة يعني كانت قريب شوية كان فيه صرف صحي فيها حج صرف صحي ما كان مودي صرف صحي كان بايداتها يكتل عنها لا يعني صرف قصني مجاري صرف صرف صحي مجاري مجاري رأيت فيه ما فيه نعم كانوا عاملين قواعد قواعد أدوية حمامات نعم هذولا مركزين بحشينهم وبانين عليهم في نفس الشوية نعم أما المجاري المجاري هايش كانوا مش كادرين يعملوها لأنه بداية طيب يا حج كان اسمك كان الوزع معان عليكم 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 يعني المخيم كان يسكنه يعني انت سكنت عند اقاربك مثلا جوار اقاربك يعني كان موزع يعني حسب السكن البداية نعم كانوا مثلما تكون سبعة عربة خمس عائدة يتلملموا يسكنوا عن بعضهم مثل اهالي نسحة مثلا نعم وين في البلوك رحمة نعم كربين على بعضهم نعم فكل واحد نتاكلوا بركين نعم كربين على بعضهم طيب يا حاج بعد يعني ذلك الناس نعم شي زينا زرت تجلوك عندك تجيل في وكات الغوة مسجل كرت موان وكذا مسجلوا مسجل حبا مسجلوا سجلوا واحنا ولادنا نعم وعطونا كرب طيب زرت كبر خاسم بعد النكبة يا حاج والله اذا عدين اجانا تصريح زرت بعدما ترمجنا من الجيش نعم اه فتحونا مجال انو روح نزور احالين نعم في الضف فلسطين نعم وفي عرب الشمال والنكبة نعم ولو روحت ورحضنا يعني انا والحاج روحنا كيف شوكت كفر قاسم يا حاج بعد السنين نعم كيف شوكت كفر قاسم كفر قاسم والله اتطورت هسه في حوالي عشرين الف نسمة اه كيف شعورك ونت تشوفها قاعد يعني بعد السنين هالي والله شعوري مع هالناس اللي قابلتم هناك نعم جناع مبسوطين نعم وانا على المساطه من المساط الطبع يعني الواحد مفرح لقرابه لأهله لحرمه لما يشوف حرمه حواليه وهالناس بخير ارضك مصادرة يا حاج لهذا اليوم الارض طبعا بعد الختيور نعم الارض راح الصادرة صادرت لليهو صادروا هاليهو دخلوه طيب يا حاج اهالي مسحة ايه لهم رابطة ايه لهم جمعية ايه لهم ديوان خاص فيهم في الاردن هون الاردن هون والله حاول يعمل ديوان لكن الديوان ما كمال ما زبط ما كمال يعني ما فيش الناس ما ظلوش متابعين ليش لانو الناس مفرقين في اكتر من قرية ومن مدينة في الوصول مفرقين نعم مش عن بعضهم كله طيب يا حاج اسم ماذا القرار الامم المتحدة ميوة باطسين قرار حق العودة والله هذا القرار مر عندي نعم لكن تنفيذ مع الاسب ما فيش ما فيش فبا حاج اذا توفرتك الفرصة للعودة لبلدك لقريتك واسترداد ممتلكاتك اللي صدروها منك اليهود بترجع برجع نعم برجع طيب طيب تقبل العودة لبلدك واسترداد ممتلكاتك في ظل حكم اسرائيلي طيب والله حسب الظروف الظروف يعني اذا الظروف كويسة ومبيحة وأسترد اللي راح مني نعم شاعد اه فيش من ما عنديش من وذا الظروف فيها ظلم وعدم استقرار با والله هنا في استقرار ان هنا في استقرار الحمد لله وعايشين في ظل المملكة العربية الهاشبين الحمد لله فالمسولين يعني هذول يعني بخافوا الله وبحترموا الشعب وكل خدمتهم لوطن للشعب فيحنا بدورنا احنا بنحب بنعيش في تحت جناح هؤلاء الناس الجماعة الطيبين طيب يا حتى اه فيش في الكون بعوضك عن وطنك يا حج وعن ارضك ابدا ولا شيء يعني حتى لو ايدي هان قصر نعم وقاعد فيه نعم بلدي بظل فدال وبظل فدال وفكر فيها بحب موت هناك بارك الله فيك يا حج الله سبحان الله يعني في نهاية هذا اللقاء اه انا وزميل سعيد عجاوي ركام محمود وسعيد عجاوي نشكرك جزيل الشكر يا حج على ما جدت علينا فيه من معلومات طيبة عن كفر قاسم وان شاء الله يعني يكون هذا الكلام في ميزان حسناتها في حج بارك الله فيك جميع ان شاء الله في اي كلمة تحب تحكيها احنا وياك ان شاء الله ان شاء الله والله بأتمنى بأتمنى والأم العربية الإسلامية بما فيه جرانا إلا هو إنه صير سلام بيننا وبينهم ونعيش بسلام وما فيش شي خوف ولا فيه بهالناس اضطراب ولا عدم استقرار بنحب الاستقرار بنحب السلام وبنحب نعيش جميعنا في منطقة مسالمة حتى الواحد يقدر مثلا على المدى البعيد يقدر يعيش هو ذريته طيب يا حاج يا حاج انت بعدها التجربة الطويلة مع اليهود تعتقد انهم هم بيحبوا السلام والله هم نعيش في الشديد في عندهم نوع من الطمع هم لو انهم قيموا الطمع من دماغهم وحبوا نعيش معنا مع العرب والله مش بعيد يعني نعيش مع بعض نعم لكن ما زالوا طمعا عشش في دماغهم صعب شوف يعني يا حاج هاي الان في عملية السلام بينهم بين الفلسطينيين وبينهم بين الاردن بينهم بين مصر هل هم مقتنعين في هذا السلام يعني حسب التجربة يا حاج بالنسبة للتجربة اللي احنا مضحينها نعم يعني هم صحيح انهم عملوا سلام مع الاردن ومع مصر فهذا السلام كانت الناس كلها متباشرة هي المتباشرة الخير وكمان وصلت منه الفلسطينيين نعم فالفلسطينيين كنا على امل انه مثل ما صار سلام مع الاردن ومع مصر يصير السلام مع الفلسطينيين بينهم بين الفلسطينيين فالفلسطينيين فاللي حصل مع الاسس الفلسطينيين صار في مراوغات وطالت المدة في هال المراوغات وهنا عشر سنين من قبل مين مراوغات من قبل مين مراوغات من قبل اسرائيل يعني احد لو بالفعل بتهم سلام كان يمكن كتير من هايك انت تتمنى السلام لكن هل هم يرغبون في السلام؟ المشكلة انه هي عشر سنوات نعم انه يعني في امل وبعدين عطار سيدنا المرحوم الملك حسين بشرنا السعن في السلام وكان واقف وقفة سلام معهم ومع الاسف ولله ومش من فضيله السلام طيب يا حد شكرا شكرا يا حد شكرا